بشارة متة الأصحاح الأول هذا نسب يسوع المسيح بن داود بن إبراهيم إبراهيم ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد يهوذى وإخوته ويهوذى ولد فارس وزارح من ثمار وفارس ولد حصرون وحصرون ولد آرام وآرام ولد عمين داب وعمين داب ولد نحشون ونحشون ولد سلمون وسلمون ولد بوعز من راحاب وبوعز ولد عبيد من رعوث وعبيد ولد يسى ويسى ولد داود الملك وداود ولد سليمان من امرأة أوريا وسليمان ولد رحبعام ورحبعام ولد أبيا وأبيا ولد آسا وآسا ولد يوشفاط ويوشفاط ولد يورام ويرام ولد عزية وعزية ولد يوثام ويوثام ولد آحاز وآحاز ولد حزقية وحزقية ولد منسة ومنسة ولد آمون وآمون ولد يوشية ويوشية ولد يكنية وإخوته زمن السبي إلى بابل وبعد السبي إلى بابل يكنية ولد شألتئيل وشألتئيل ولد زر بابل وزر بابل ولد أبي هود وأبي هود ولد أليقيم وأليقيم ولد عزور وعزور ولد صادوق وصادوق ولد أخيم وأخيم ولد أليود وأليود ولد ألي عازر وألي عازر ولد متان ومتان ولد يعقوب ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولدت يسوع الذي يدعى المسيح فمجموع الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلا ومن داود إلى سبي بابل أربعة عشر جيلا ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلا وهذه سيرة ميلاد يسوع المسيح كانت أمه مريم مخطوبة ليوسف فتبين قبل أن تسكن معه أنها حبلة من الروح القدس وكان يوسف رجلا صالحا فما أراد أن يكشف أمرها فعزم على أن يتركها سرا وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك الرب في الحلم وقال له يا يوسف بن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأة لك فهي حبلة من الروح القدس وستلد ابنا تسميه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم حدث هذا كله ليتم ما قال الرب بلسان النبي ستحبل العذراء فتلد ابنا يدعى عما نئيل أي الله معنا فلما قام يوسف من النوم عمل بما أمره ملاك الرب فجاء بامرأته إلى بيته ولكنه ما عرفها حتى ولدت ابنها فسماه يسوع الأصحاح الثاني ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية على عهد الملك هيرودوس جاء إلى أوروشاليم مجوس من المشرق وقالوا أين هو المولود ملك اليهود رأينا نجمه في المشرق فجئنا لنسجد له وسمع الملك هيرودوس فاضطرب هو وكل أوروشاليم فجمع كل رؤساء الكهنة ومعلمي الشعب وسألهم أين يولد المسيح فأجابوا في بيت لحم اليهودية لأن هذا ما كتب النبي يا بيت لحم أرض يهوذا ما أنت الصغرى في مدن يهوذا لأن منك يخرج رئيس يرعى شعبي إسرائيل فدعا هيرودوس المجوس سرا وتحقق منهم متى ظهر النجم ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال لهم اذهبوا وابحثوا جيدا عن الطفل فإذا وجدتموه فأخبروني حتى أذهب أنا أيضا وأسجد له فلما سمعوا كلام الملك انصرفوا وبينما هم في الطريق إذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى بلغ المكان الذي فيه الطفل فوقف فوقه فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا ودخلوا البيت فوجدوا الطفل مع أمه مريم فركعوا وسجدوا له ثم فتحوا أكياسهم وأهدوا إليه ذهبا وبخورا ومرا وأنذرهم الله في الحلم أن لا يرجعوا إلى هيرودوس فأخذوا طريقا آخر إلى بلادهم وبعد من صرف المجوس ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وقال له قم خذ الطفل وأمه وهرب إلى مصر وأقم فيها حتى أقول لك متى تعود لأن هيرودوس سيبحث عن الطفل ليقتله فقام يوسف وأخذ الطفل وأمه ليلا ورحل إلى مصر فأقام فيها إلى أن مات هيرودوس ليتم ما قال الرب بلسان النبي من مصر دعوت ابني فلما رأى هيرودوس أن المجوس استهزأ به غضب جدا وأمر بقتل كل طفل في بيت لحمة وجوارها من ابن سنتين فما دون ذلك حسب الوقت الذي تحققه من المجوس فتم ما قال النبي إرمية صراخ سمع في الرامة بكاء ونحيب كثير راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعز لأنهم زالوا عن الوجود ولما مات هيرودوس ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وهو في مصر وقال له قم خذ الطفل وأمه وارجع إلى أرض إسرائيل لأن الذين أرادوا أن يقتلوه ماتوا فقام وأخذ الطفل وأمه ورجع إلى أرض إسرائيل لكنه سمع أن أرخي لاوس يملك على اليهودية خلفا لأبيه هيرودوس فخاف أن يذهب إليها فأنذره الله في الحلم فلجأ إلى الجليل وجاء إلى مدينة اسمها الناصرة فسكن فيها ليتم ما قال الأنبياء يدعى ناصريا الأصحاح الثالث وفي تلك الأيام جاء يحنى المعمدان يبشر في برية اليهودية فيقول توبوا لأن ملكوت السماوات اقترب ويحنى هو الذي عناه النبي إشعيا بقوله صوت صارخ في البرية هيئوا طريق الرب واجعلوا سبوله مستقيمة وكان يحنى يلبس ثوبا من وبر الجمال وعلى وسطه حزام من جلد ويقتات من الجراد والعسل البري وكان الناس يخرجون إليه من أرشاليم وجميع اليهودية وكل الأرجاء المحيطة بالأردن ليعمدهم في نهر الأردن معترفين بخطاياهم ورأى يحنى أن كثيرا من الفريسيين والصدقيين يجيئون إليه ليعتمدوا فقال لهم يا أولاد الأفاعي من علمكم أن تهربوا من الغضب الآتي أثمروا ثمرا يبرهن على توبتكم ولا تقولوا لأنفسكم إن أبانا هو إبراهيم أقول لكم إن الله قادر أن يجعل من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم ها هي الفأس على أصول الشجر فكل شجرة لا تعطي ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار أنا أعمدكم بالماء من أجل التوبة وأما الذي يجيء بعد فهو أقوى مني وما أنا أهل لأن أحمل حذاءه هو يعمدكم بالروح القدس والنار ويأخذ مذراته بيده وينق بيدره فيجمع القمح في مخزنه ويحرق التبن بنار لا تنطفئ وجاء يسوع من الجليل إلى الأردن ليتعمد على يد يحنى فما نعه يحنى وقال له أنا أحتاج أن أتعمد على يدك فكيف تجيء أنت إلي فأجابه يسوع ليكن هذا الآن لأننا به نتمم مشيئة الله فوافقه يحنى وتعمد يسوع وخرج في الحال من الماء وانفتحت السماوات له فرأى روح الله يهبط كأنه حمامة وينزل عليه وقال صوت من السماء هذا هو ابن الحبيب الذي به رضيق الأصحاح الرابع وقاد الروح القدس يسوع إلى البرية ليجربه إبليس فصام أربعين يوما وأربعين ليلة حتى جاع فدنى منه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير خبزا فأجابه يقول الكتاب ما بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله وأخذه إبليس إلى المدينة المقدسة فأوقفه على شرفة الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فألقي بنفسك إلى الأسفل لأن الكتاب يقول يوسي ملائكته بك فيحملونك على أيديهم لأن تصدم رجلك بحجر فأجابه يسوع يقول الكتاب أيضا لا تجرب الرب إلهك وأخذه إبليس إلى جبل عال جدا فأراه جميع ممالك الدنيا ومجدها وقال له أعطيك هذا كله إن سجدت لي وعبدتني فأجابه يسوع ابتعد عني يا شيطان لأن الكتاب يقول للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ثم تركه إبليس فجاء بعض الملائكة يخدمونه وسمع يسوع باعتقال يحنى فرجع إلى الجليل ثم ترك الناصرة وسكن في كفر نحوم على شاطئ بحر الجليل في بلاد زابولون ونفتالي ليتم ما قال النبي إشعية يا أرض زابولون وأرض نفتالي على طريق البحر عبر الأردن يا جليل الأمم الشعب الجالس في الظلام رأى نورا ساطعا والجالسون في أرض الموت وظلاله أشرق عليهم النور وبدأ يسوع من ذلك الوقت يبشر فيقول توبوا لأن ملاكوت السماوات اقترب وكان يسوع يمشي على شاطئ بحر الجليل فرأى أخوين هما سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس يلقيان الشبكة في البحر لأنهما كانا صيادين فقال لهما اتبعاني أجعلكما صيادين بشر فتركا شبكهما في الحال وتبعاه وسار من هناك فرأى أخوين آخرين هما يعقوب بن زبدي وأخوه يحنى مع أبيهما زبدي في قارب يصلحان شبكهما فدعاهما إليه فتركا القارب وأباهما في الحال وتبعاه وكان يسوع يسير في أنحاء الجليل يعلم في المجامع ويعلن إنجيل الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وداء فانتشر صيطه في سوريا كلها فجاءوا إليه بجميع المصابين بأوجاع وأمراض متنوعة من مصرعين ومقعدين والذين بهم شياطين فشفاهم فتبعته جموع كبيرة من الجليل والمدن العشر وأوروشاليم والياهودية وعبر الأردن الأصحاح الخامس فلما رأى يسوع الجموع صعد إلى الجبل وجلس فدنى إليه تلاميذه فأخذ يعلمهم قال هنيئا للمساكين في الروح لأن لهم ملاكوت السماوات هنيئا للمحزونين لأنهم يعزون هنيئا للودعاء لأنهم يرثون الأرض هنيئا للجياع والعطاش إلى الحق لأنهم يشبعون هنيئا للرحماء لأنهم يرحمون هنيئا لأنقياء القلوب لأنهم يشاهدون الله هنيئا لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون هنيئا للمضطهدين من أجل الحق لأن لهم ملاكوت السماوات هنيئا لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كذبا كل كلمة سوء من أجلي افرحوا وابتهجوا لأن أجركم في السماوات عظيم هكذا اضطهدوا الأنبياء قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فماذا يملحه لا يصلح إلا لأن يرمى في الخارج فيدوسه الناس أنتم نور العالم لا تخفى مدينة على جبل ولا يوقدوا سراج ويوضعوا تحت المكيال ولكن على مكان مرتفع حتى يضيء لجميع الذين هم في البيت فليضئ نوركم هكذا قدام الناس ليشاهدوا أعمالكم الصالحة ويمجدوا آباكم الذي في السماوات لا تظن أني جئت لأبطل الشريعة وتعاليم الأنبياء ما جئت لأبطل بل لأكمل الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة حتى يتم كل شيء فمن خالف وصية من أصغر هذه الوصايا وعلم الناس أن يعمل مثله عد صغيرا في ملاكوت السماوات وأما من عمل بها وعلمها فهو يعد عظيما في ملاكوت السماوات أقول لكم إن كانت تقواكم لا تفوق تقوى معلمي الشريعة والفرسيين لن تدخل ملاكوت السماوات سمعتم أنه قيل لآبائكم لا تقتل فمن يقتل يستوجب حكم القاضي أما أنا فأقول لكم من غضب على أخيه استوجب حكم القاضي ومن قال لأخيه يا جاهل استوجب حكم المجلس ومن قال له يا أحمق استوجب نار جهنم وإذا كنت تقدم قربانك إلى المذبح وتذكرت هناك أن لأخيك شيئا عليك فاترك قربانك عند المذبح هناك واذهب أولا وصالح أخاك ثم تعال وقدم قربانك وإذا خاصمك أحد فسارع إلى إرضائه ما دمت معه في الطريق لألا يسلمك الخصم إلى القاضي والقاضي إلى الشرطي فطلقى في السجن الحق أقول لك لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم وسمعتم أنه قيل لا تزني أما أنا فأقول لكم من نظر إلى امرأة ليشتهيها زن بها في قلبه فإذا جعلتك عينك اليمنى تخطأ فاقلعها وألقها عنك لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم وإذا جعلتك يدك اليمنى تخطأ فاقطعها وألقها عنك لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يذهب جسدك كله إلى جهنم وقيل أيضا من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق أما أنا فأقول لكم من طلق امرأته إلا في حالة الزن يجعلها تزني ومن تزوج مطلقة زن وسمعتم أنه قيل لأبائكم لا تحلف بل أوفي للرب نذورك أما أنا فأقول لكم لا تحلف مطلقا لا بالسماء لأنها عرش الله ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه ولا بأرشاليم لأنها مدينة الملك العظيم ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة منه بيضاء أو سوداء فليكن كلامكم نعم أو لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا من يسيء إليكم من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر ومن أراد أن يخاصمك ليأخذ ثوبك فاترك له رداءك أيضا ومن سخرك أن تمشي معه ميلا واحدا فامشي معه ميلين من طلب منك شيئا فأعطه ومن أراد أن يستعير منك شيئا فلا ترده خائبا سمعتم أنه قيل أحب قريبك وأبغض عدوك أما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم فتكون أبناء أبيكم الذي في السماوات فهو يطلع شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين فإن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي أجر لكم أما يعمل جبات الضرائب هذا وإن كنتم لا تسلمون إلا على إخوتكم فماذا عملتم أكثر من غيركم أما يعمل الوثنيون هذا فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم السماوي كامل الأصحاح السادس إياكم أن تعملوا الخير أمام الناس ليشاهدوكم وإلا فلا أجر لكم عند أبيكم الذي في السماوات فإذا أحسنت إلى أحد فلا تطبل ولا تزمر مثل ما يعمل المراؤون في المجامع والشوارع حتى يمدحهم الناس الحق أقول لكم هؤلاء أخذوا أجرهم أما أنت فإذا أحسنت إلى أحد فلا تجعل شمالك تعرف ما تعمل يمينك حتى يكون إحسانك في الخفية وأبوك الذي يرى في الخفية هو يكافئك وإذا صليتم فلا تكون مثل المرائين يحبون الصلاة قائمين في المجامع ومفارق الطرق ليشاهدهم الناس الحق أقول لكم هؤلاء أخذوا أجرهم أما أنت فإذا صليت فادخل غرفتك وأغلق بابها وصل لأبيك الذي لا تراه عين وأبوك الذي يرى في الخفية هو يكافئك ولا ترددوا الكلام تردادا في صلواتكم مثل الوثنيين يظنون أن الله يستجيب لهم لكثرة كلامهم لا تكونوا مثلهم لأن الله أباكم يعرف ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه فصلوا أنتم هذه الصلاة أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك في الأرض كما في السماء أعطنا خبزنا اليومي واغفر لنا ذنوبنا كما غفرنا نحن للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير فإن كنتم تغفرون للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم وإن كنتم لا تغفرون للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم وإذا صمتم فلا تكونوا عابسين مثل المرائين يجعلون وجوههم كالحة ليظهر للناس أنهم صائمون الحق أقول لكم هؤلاء أخذوا أجرهم أما أنت فإذا صمت فخسل وجهك وادهن شعرك حتى لا يظهر للناس أنك صائم بل لأبيك الذي لا تراه عين وأبوك الذي يرى في الخفية هو يكافئك لا تجمع لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ كل شيء وينقب اللصوص ويسرقون بل اجمعوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد السوس والصدأ أي شيء ولا ينقب اللصوص ولا يسرقون فحيث يكون كنزك يكون قلبك سراج الجسد هو العين فإن كانت عينك سليمة كان جسدك كله منيرا وإن كانت عينك مريضة كان جسدك كله مظلما فإذا كان النور الذي فيك ظلاما فيا له من ظلام لا يقدر أحد أن يخدم سيدين لأنه إما أن يبغض أحدهما ويحب الآخر وإما أن يدبع أحدهما وينبذ الآخر فأنتم لا تقدرون أن تخدموا الله والمال لذلك أقول لكم لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون وما تشربون ولا للجسد ما تلبسون أما الحياة خير من الطعام والجسد خير من اللباس انظروا طيور السماء كيف لا تزرع ولا تحصد ولا تخزن وأبوكم السماوي يرزقها أما أنتم أفضل منها كثيرا ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة ولماذا يهمكم اللباس تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو لا تغزلوا ولا تتعب أقول لكم ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها فإذا كان الله هكذا يلبس عشب الحقل وهو يوجد اليوم ويرمى غدا في التنور فكم أنتم أول منه بأن يلبسكم يا قلل الإيمان لذلك لا تهتموا فتقولوا ماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نلبس فهذا يطلبه الوثنيون وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إلى هذا كله فاطلبوا أولا ملكوت الله ومشيئته فيزيدكم الله هذا كله لا يهمكم أمر الغد فالغد يهتم بنفسه ولكل يوم من المتاعب ما يكفيه الأصحاح السابع لا تدينوا لألا تدانوا فكما تدينون تدانون وبما تكيلون يكال لكم لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك بل كيف تقول لأخيك دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت يا مرائي أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس ولا ترم درركم إلى الخنازير لألا تدوسها بأرجلها وتلتفت إليكم فتمزقكم اسألوا تعطوا أطلبوا تجدوا دقوا الباب يفتح لكم فمن يسأل ينل ومن يطلب يجد ومن يدق الباب يفتح له من منكم إذا سأله ابنه رغيفا أعطاه حجرا أو سأله سمكة أعطاه حية فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم فكم يحسن أبوكم السموي العطاء للذين يسألونه عامل الآخرين مثل ما تريدون أن يعاملوكم هذه هي خلاصة الشريعة وتعاليم الأنبياء أدخلوا من الباب الضيق فما أوسع الباب وأسهل الطريق المؤدية إلى الهلاك وما أكثر الذين يسلكونها لكن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدية إلى الحياة وما أقل الذين يهتدون إليها إياكم والأنبياء الكذابين يجيؤونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب خاطفا من ثمارهم تعرفونهم أيثمر الشوك عنبا أملع اللي قطينا كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار فمن ثمارهم تعرفونهم ما كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملاكوت السماوات بل من يعمل بمشيئة أب الذي في السماوات سيقول لي كثير من الناس في يوم الحساب يا رب يا رب أما باسمك نطقنا بالنبوآت وباسمك طردنا الشياطين وباسمك عملنا العجائب الكثيرة فأقول لهم ما عرفتكم مرة ابتعد عني يا أشرار فمن سمع كلامي هذا وعمل به يكون مثل رجل عاقل بن بيته على الصخر فنزل المطر وفاضت الصيول وهبت الرياح على ذلك البيت فما سقط لأن أساسه على الصخر ومن سمع كلامي هذا وما عمل به يكون مثل رجل غبي بن بيته على الرمل فنزل المطر وفاضت الصيول وهبت الرياح على ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما ولما أتم يسوع هذا الكلام تعجبت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان لا مثل معلمي الشريعة الأصحاح الثامن ولما نزل يسوع من الجبل تبعته جموع كبيرة ودنى منه أبرص فسجد له وقال يا سيدي إن أردت فأنت قادر أن تطهرني فمد يسوع يده ولمسه وقال أريد فطهر فطهر من برصه في الحال فقال له يسوع إياك أن تخبر أحدا ولكن اذهب إلى الكاهن وأره نفسك ثم قدم القربان الذي أمر به موسى شهادة عندهم ودخل يسوع كفر نحوم فجاءه ضابط روماني وتوسل إليه بقوله يا سيد خادمي طريح الفراش في البيت يتوجع كثيرا ولا يقدر أن يتحرك فقال له يسوع أنا ذاهب لأشفيه فأجاب الضابط أنا لا أستحق يا سيدي أن تدخل تحت سقف بيتي ولكن يكفي أن تقول كلمة فيشفى خادمي فأنا مرؤوس ولي جنود تحت أمري أقول لهذا اذهب فيذهب وللآخر تعالى فيجيء ولخادمي أعمل هذا فيعمل فتعجب يسوع من كلامه وقال للذين يتبعونه الحق أقول لكم ما وجدت مثل هذا الإيمان عند أحد في إسرائيل أقول لكم كثيرون من الناس سيجئون من المشرق والمغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملاكوت السماوات وأما من كان لهم الملكوت فيطرحون خارجا في الظلمة وهناك البكاء وصريف الأسنان وقال يسوع للضابط اذهب وليكن لك على قدر إيمانك فشفي الخادم في تلك الساعة ودخل يسوع إلى بيت بطرس فوجد حمات بطرس طريحة الفراش بالحمة فلمس يدها فتركتها الحمة فقامت وأخذت تخدمه وعند المساء جاءه الناس بكثير من الذين فيهم شياطين فأخرجها بكلمة منه وشفى جميع المرضى فتم ما قال النبي إشعيا أخذ أوجاعنا وحمل أمراضنا ورأى يسوع جمهورا حوله فأمر تلاميذه بالعبور إلى الشاطئ المقابل فدنى منه أحد معلمي الشريعة وقال له يا معلم أتبعك أينما تذهب فأجابه يسوع للثعالب أوكار ولطيور السماء أعشاش وأما ابن الإنسان فلا يجد أين يسند رأسه وقال له واحد من تلاميذه يا سيد دعني أذهب أولا وأدفن أبي فقال له يسوع اتبعني وترك الموت يدفنون موتاهم وركب يسوع القارب فتبعه تلاميذه وهبت عصفة شديدة في البحر حتى غمرت الأمواج القارب وكان يسوع نائما فدنى منه تلاميذه وأيقظوه وقال له نجن يا سيد فنحن نهلك فأجابهم يسوع ما لكم خائفين يا قال لي الإيمان وقام وانتهر الرياح والبحر فحدث هدوء تام فتعجب الناس وقالوا من هذا حتى تطيعه الرياح والبحر ولما وصل يسوع إلى الشاطئ المقابل في ناحية الجدريين استقبله رجلان خرجا من المقابر وفيهما شياطين وكانا شريسين جدا حتى لا يقدر أحد أن يمر من تلك الطريق فأخذا يصيحان ما لنا ولك يا ابن الله أجئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان وكان يرعى بعيدا من هناك قطيع كبير من الخنازير فتوسل الشياطين إلى يسوع بقولهم إن طلبتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير فقال لهم اذهبوا فخرجوا ودخلوا في الخنازير فاندفع القطيع كله من المنحدر إلى البحر وهلك في الماء فهرب الرعاة إلى المدينة وأخبروا بما حدث وبما جرى للرجلين الذين كان فيهما شياطين فخرج أهل المدينة كلهم إلى يسوع ولما رأوه طلبوا إليه أن يرحل عن ديارهم الأصحاح التاسع فركب يسوع القارب وعبر البحيرة راجعا إلى مدينته فجاءه بعض الناس بكسيح ملقا على سرير فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح تشجع يبني مغفورة لك خطاياك فقال بعض معلمي الشريعة في أنفسهم هذا الرجل يجدث وعرف يسوع أفكارهم فقال لماذا تظنون السوء في قلوبكم؟ أيما أسهل أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض ليغفر الخطايا وقال للكسيح قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك فقام الرجل وذهب إلى بيته فلما شاهد الناس ما جرى خافوا ومجدوا الله الذي أعطى البشر مثل هذا السلطان وسار يسوع من هناك فرأى رجلا جالسا في بيت الجباية اسمه متة فقال له يسوع اتبعني فقام وتبعه وبينما يسوع يأكل في بيت متة جاء كثير من جبات الضرائب والخاطئين وجلسوا مع يسوع وتلاميذه ورأى بعض الفرسيين ذلك فقالوا لتلاميذه لماذا يأكل معلمكم مع جبات الضرائب والخاطئين فسمع يسوع كلامهم فأجاب لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى فاذهبوا وتعلموا معنى هذه الآية أريد رحمة لا ذبيحة وما جئت لأدعو الصالحين بل الخاطئين وجاء تلاميذ يحنى المعمدان إلى يسوع وقالوا له لماذا نصوم نحن والفرسيون كثيرا وتلاميذك لا يصومون فأجابهم يسوع أتنتظرون من أهل العريس أن يحزنوا والعريس بينهم لكن يجيء وقت يرفع فيه العريس من بينهم فيصومون ما من أحد يرقع ثوبا عطيقا برقعة من قماش جديد لأنها تنكمش فتنتزع شيئا من الثوب العطيق فيتسع الخرق وما من أحد يضع خمرا جريدة في أوعية جلد عطيقة لألا تنشق الأوعية فتسيل الخمر وتتلف الأوعية بل توضع الخمر الجديدة في أوعية جديدة فتسلم الخمر والأوعية وبينما هو يتكلم دنى منه رئيس يهودي وسجد له وقال الآن ماتت ابنتي تعال وضع يدك عليها فتحي فقام يسوع وتبعه مع تلاميذه وكانت هناك امرأة مصابة بنسف الدم من اثنتي عشرة سنة فدنت من خلف يسوع ولمست طرف ثوبه لأنها قالت في نفسها يكفي أن ألمس ثوبه لأشفى فالتفت يسوع فرآها وقال ثقي ابنتي إيمانك شفاكي فشفيت المرأة من تلك الساعة ولما وصل يسوع إلى بيت الرئيس اليهودي رأى الندابين والناس في الطراب فقال اخرجوا ما ماتت الصبية لكنها نائمة فضحكوا عليه وبعدما أخرج الناس دخل وأخذ بيد الصبية فقامت وانتشر الخبر في تلك الأنحاء كلها وسار يسوع من هناك فتبعه أعميان يصيحان ارحمنا يا ابن داود ولما دخل البيت دنى منه الأعميان فقال لهما يسوع أتؤمنان بأني قادر على ذلك؟ فأجابا نعم يا سيد فلمس يسوع أعينهما وقال فليكن لكما على قدر إيمانكما فانفتحت أعينهما وأنذرهما يسوع فقال إياكما أن يعلم أحد ولكنهما خرجا ونشرا الخبر في تلك الأنحاء كلها ولما خرج الأعميان جاءه بعض الناس بأخرس فيه شيطان فلما طرد يسوع الشيطان تكلم الأخرس فتعجب الجموع وقالوا ما رأينا مثل هذا في إسرائيل ولكن الفريسيين قالوا برئيس الشياطين يطرد الشياطين وطاف يسوع في جميع المدن والقرى يعلم في المجامع ويعلن بشارة الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وداء ولما رأى الجموع امتلأ قلبه بالشفقة عليهم لأنهم كانوا بائسين مشتتين مثل غنم لا راعي لها فقال لتلاميذه الحصاد كثير ولكن العمال قليلون فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده الأصحاح العاشر ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض وهذه أسماء الرسل الاثني عشر أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس ويعقوب بن زبدي وأخوه يحنة وفيلوبوس وبرتولماوس وتومة ومتى جاب الضرائب ويعقوب بن حلفة وتداوس وسمعان الوطني الغيور ويهوذ الإسخريطي الذي أسلم يسوع وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال لا تقصد أرضاً وثنية ولا تدخل مدينة سامرية بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب واشفوا المرضى وأقيموا الموتى وطهروا البرس واطردوا الشياطين مجاناً أخذتم فمجاناً أعطوا لا تحملوا نقوداً من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم ولا كيساً للطريق ولا ثوباً آخر ولا حذاءاً ولا عصاً لأن العامل يستحق طعامه وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا وإذا دخلتم بيتاً فسلموا عليه فإن كان أهلاً للسلام حلى سلامكم به وإلا رجع سلامكم إليكم وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم الحق أقول لكم سيكون مصير سدومة وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالاً من مصير تلك المدينة ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب فكونوا حذرينك الحيات ودعاءك الحمام وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في المجامع ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به فما أنتم المتكلمون بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي والذي يثبت إلى النهاية يخلص وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها الحق أقول لكم لن تنه عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجي أبن الإنسان لا تلميذ أعظم من معلمه ولا خادم أعظم من سيده يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول فكيف أهل بيته لا تخافوهم فما من مستور إلا سينكشف ولا من خفي إلا سيظهر وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم أما يباع عصفوران بدرهم واحد ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السموي أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله لا تخافوا أنتم أفضل من عصافير كثيرة من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا جئت لأفرق بين الإبن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها ويكون أعداء الإنسان أهل بيته من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني ومن لا يحمل صليبه ويدبعني فلا يستحقني من حفظ حياته يخسرها ومن خسر حياته من أجلي يحفظها من قبلكم قبلني ومن قبلني قبل الذي أرسلني من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال ومن سق أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع الأصحاح الحادي عشر ولما أتم يسوع وصياه لتلاميذه الاثني عشر خرج من هناك ليعلم ويبشر في المدن المجاورة وسمع يحنى وهو في السجن بأعمال المسيح فأرسل إليه بعض تلاميذه ليقول له هل أنت هو الذي يجيء أو ننتظر آخر فأجابهم يسوع ارجعوا وأخبروا يحنى بما تسمعون وترون العميان يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يطلقون البشارة وهنيئا لمن لا يفقد إيمانه بي فلما انصرف تلاميذ يحنى تحدث يسوع للجموع عن يحنى فقال ماذا خرجتم إلى البرية تنظرون أقصبة تهزها الريح؟ بل ماذا خرجتم ترون؟ رجلا يلبس الثياب الناعمة والذين يلبسون الثياب الناعمتهم في قصور الملوك قولوا لي ماذا خرجتم تنظرون؟ أنبيا؟ أقول لكم نعم بل أفضل من نبي فهو الذي يقول فيه الكتاب أنا أرسل رسولي قدامك ليهيئ الطريق أمامك الحق أقول لكم ما ظهر في الناس أعظم من يحنى المعمدان ولكن أصغر الذين في ملاكوت السماوات أعظم منه فمن أيام يحنى المعمدان إلى اليوم والناس يبذلون جهدهم لدخول ملاكوت السماوات والمجاهدون يدخلونه فإلى أن جاء يحنى كان هناك نبوآت الأنبياء وشريعة موسى فإذا شئتم أن تصدقوا فاعلموا أن يحنى هو إلي المنتظر من كان له أذنان فليسمع بمن أشبه أبناء هذا الجيل هم مثل أولاد جالسين في الساحات يتصايحون زمرنا لكم فما رقصتم وندبنا لكم فما بكيتم جاء يحنى لا يأكل ولا يشرب فقالوا فيه شيطان وجاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فقالوا هذا رجل أكول وسكير وصديق لجبات الضرائب والخاطئين لكن الحكمة تبررها أعمالها وأخذ يسوع يؤنب المدن التي أجرى فيها أكثر معجزاته وما تاب أهلها فقال الويل لك يا كرازين الويل لك يا بيت صيدة فلو كانت المعجزات التي جرت فيكما جرت في صورة وصيدة لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد لكني أقول لكم سيكون مصير صورة وصيدة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصيركما وأنت يا كفر نحوم أترتفعين إلى السماء لا إلى الجحيم ستهبطين فلو جر في صدوم ما جرى فيك من المعجزات لبقيت إلى اليوم لكني أقول لكم سيكون مصير صدوم يوم الحساب أكثر احتمالا من مصيرك وتكلم يسوع في ذلك الوقت فقال أحمدك يا أبي يا رب السماء والأرض لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء نعم يا أبي هذه مشيئتك أبي أعطاني كل شيء ما من أحد يعرف الإبن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن ومن شاء الإبن أن يظهره له تعالوا إلي يا جميع المتعبين والرازحين تحت أثقالكم وأنا أريحكم احملوا نيري وتعلموا مني تجدوا الراحة لنفوسكم فأنا وديع متواضع القلب ونيري هين وحملي خفيف الأصحاح الثاني عشر وفي تلك الأيام مر يسوع في السبت وسط الحقول فجاع تلاميذه فأخذوا يقطفون السنبل ويأكلون فلما رآهم الفرسيون قالوا ليسوع انظر تلاميذك يعملون ما لا يحل في السبت فأجابهم يسوع أما قرأتم ما عمل داود عندما جاعه ورجاله كيف دخل بيت الله وكيف أكل خبز القربان وأكله لا يحل لهم بل للكهنة وحدهم أما قرأتم في شريعة موسى أن الكهنة في السبت ينتهكون حرمة السبت في الهيكل ولا لوم عليهم أقول لكم هنا من هو أعظم من الهيكل ولو فهمتم معنى هذه الآية أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على من لا لوم عليه فابن الإنسان هو سير السبت وذهب من هناك إلى مجمعهم فوجد رجلا يده يابسا فسألوه ليتهموه أيا حل الشفاء في السبت فأجابهم يسوع من منكم له خروف واحد ووقع في حفرة يوم السبت لا يمسكه ويخرجه والإنسان كم هو أفضل من الخروف لذلك يحل عمل الخير في السبت وقال يسوع للرجل مد يدك فمدها فعادت صحيحة مثل اليد الأخرى فخرج الفريسيون وتشاوروا ليقتلوا يسوع فلما علم يسوع صرف من هناك وتبيعه جمهور كبير فشفى جميع مرضاهم وأمرهم أن لا يخبروا أحدا عنه ليتم ما قال النبي إشعيا ها هو فتايا الذي اخترته حبيب الذي به رضيت سأفيد روحي عليه فيعلن للشعوب إرادتي لا يخاصم ولا يصيح وفي الشوارع لا يسمع أحد صوته قصبة مرضودة لا يكسر وشعلة ذابلة لا يطفئ يثابر حتى تنتصر إرادتي وعلى اسمه رجاء الشعوب وجاء بعض الناس إلى يسوع برجل أعمى أخرس فيه شيطان فشف يسوع الرجل حتى تكلم وأبصر فتعجب الجموع كلهم وتساءلوا أما هذا ابن داود؟ وسمع الفريسيون كلامهم فقالوا هو يطرد الشياطين ببعلي زابول رئيس الشياطين وعرف يسوع أفكارهم فقال لهم كل مملكة تنقسم تخرب وكل مدينة أو عائلة تنقسم لا تثبت وإن كان الشيطان يطرد الشيطان فيكون انقسم فكيف تثبت مملكته وإن كنت ببعلي زابول أطرد الشياطين فبمن يطرده أدباعكم لذلك هم يحكمون عليكم وأما إذا كنتوا بروح الله أطرد الشياطين فملكوت الله حل بينكم كيف يقدر أحد أن يدخل بيت رجل قوي ويسرق أمتعته إلا إذا قيد هذا الرجل القوي أولا ثم أخذ ينهب بيته من لا يكون معي فهو علي ومن لا يجمع معي فهو يبدد لذلك أقول لكم كل خطيئة وتجديف يغفر للناس وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر لهم ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة اجعلوا الشجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا واجعلوا الشجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا فالشجرة يدل عليها ثمرها يا أولاد الأفاعي كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار لأن من فيض القلب ينطق اللسان الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج ما هو صالح والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج ما هو شرير أقول لكم كل كلمة فارغة يقولها الناس يحاسبون عليها يوم الدين لأنك بكلامك تبرر وبكلامك تدان وقال له بعض معلمي الشريعة والفرسيين يا معلم نريد أن نرى منك آية فأجابهم جيل شرير فاسق يطلب آية ولن يكون له سوى آية النبي يونان فكما بقي يونان ثلاثة أيام بلياليها في بطن الحوت كذلك يبقى ابن الإنسان ثلاثة أيام بلياليها في جوف الأرض أهل نينوى سيقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه لأن أهل نينوى تابوا عندما سمعوا إنذار يونان وهنا الآن أعظم من يونان وملكة الجنوب ستقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه لأنها جاءت من أقاص الأرض لتسمع حكمة سليمان وهنا الآن أعظم من سليمان إذا خرج الروح النجس من إنسان هام في الصحارة يطلب الراحة فلا يجدها فيقول أرجع إلى بيت الذي خرجت منه فيرجع ويجده خاليا نظيفا مرتبا فيذهب ويجيء بسبعة أرواح أخبث منه فتدخل وتسكن فيه فتكون حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها وهكذا يكون مصير هذا الجيل الشرير وبينما يسوع يكلم الجموع جاءت أمه وإخوته ووقفوا في خارج الدار يطلبون أن يكلموه فقال له أحد الحاضرين أمك وأخوتك واقفون في خارج الدار يريدون أن يكلموك فأجابه يسوع من هي أمي ومن هم إخوتي وأشار بيده إلى تلاميذه وقال هؤلاء هم أمي وإخوتي لأن من يعمل بمشيئة أب الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي الأصحاح الثالث عشر وخرج يسوع من الدار في ذلك اليوم وجلس بجانب البحر فازدحم عليه جمع كبير حتى إنه صعد إلى قارب وجلس فيه والجمع كله على الشاطئ فكلمهم بأمثال على أمور كثيرة قال خرج الزارع ليزرع وبينما هو يزرع وقع بعض الحب على جانب الطريق فجاءت الطيور وأكلته ووقع بعضه على أرض صخرية قليلة التراب فنبت في الحال لأن ترابه كان بلا عمق فلما أشرقت الشمس احترق وكان بلا جذور فيبس ووقع بعضه على الشوك فطلع الشوك وخنقه ومنهما وقع على أرض طيبة فأعطى بعضه مئة وبعضه ستين وبعضه ثلاثين من كان له أذنان فليسمع فدنى منه تلاميذه وقالوا له لماذا تخطبهم بالأمثال فأجابهم أنتم أعطيتم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات وأما هم فما أعطوا لأن من كان له شيء يزاد فيفيد ومن لا شيء له يؤخذ منه حتى الذي له وأنا أخاطبهم بالأمثال لأنهم ينظرون فلا يبصرون ويصغون فلا يسمعون ولا يفهمون ففيهم تتم نبوءة إشعيا مهما سمعتم لا تفهمون ومهما نظرتم لا تبصرون لأن هذا الشعب تحجر قلبه فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم لأن لا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم وأما أنتم فهنيئا لكم لأن عيونكم تبصر وآذانكم تسمع الحق أقول لكم كثير من الأنبياء والأبرار تمنوا أن يروا ما أنتم ترون فما رأوا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فما سمعوا فاسمعوا أنتم مغز مثل الزارع من يسمع كلام الملكوت ولا يفهمه فهو المزروع في جانب الطريق فيجيء الشرير وينتزع ما هو مزروع في قلبه ومن يسمع كلام الملكوت ويتقبله في الحال فرحا فهو المزروع في أرض صخرية لا جذور له في نفسه فيكون إلى حين فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلام الملكوت ارتد عنه في الحال ومن يسمع كلام الملكوت ولا يعطي ثمرا فهو المزروع في الشوك له من هموم هذه الدنيا ومحبة الغنى ما يخنق الثمر فيه وأما من يسمع كلام الملكوت ويفهمه فهو المزروع في الأرض الطيبة فيثمر ويعطي بعضه مئة وبعضه ستين وبعضه ثلاثين وقدم لهم يسوع مثلا آخر قال يشبه ملكوت السماوات رجلا زرع زرعا جيدا في حقله وبينما الناس نيام جاء عدوه وزرع بين القمح زؤانا ومضى فلما طلع النبات وأخرج سنبلة ظهر الزؤان معه فجاء خدم صاحب الحقل وقال له يا سيد أنت زرعت زرعا جيدا في حقلك فمن أين جاءه الزؤان فأجابهم عدو فعل هذا فقال له أتريد أن نذهب لنجمع الزؤان فأجاب لا لألا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزؤان فاتركوا القمح ينمو مع الزؤان إلى يوم الحصاد فأقول للحصادين اجمعوا الزؤان أولا واحزموه حزما ليحرق وأما القمح فاجمعوه إلى مخزن وقدم لهم مثلا آخر قال يشبه ملاكوت السماوات حبة من خردل أخذها رجل وزرعها في حقله هي أصغر الحبوب كلها ولكنها إذا نمت كانت أكبر البقول بل صارت شجرة حتى إن طيور السماء تجيء وتعشش في أغصانها وقال لهم هذا المثل يشبه ملاكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في ثلاثة أكيال من الدقيق حتى اختمر العجين كله هذا كله قاله يسوع للجموع بالأمثال وكان لا يخاطبهم إلا بأمثال فتم ما قال النبي بالأمثال أنطق فأعلن ما كان خفيا منذ إنشاء العالم وترك يسوع الجموع ودخل إلى البيت فجاء إليه تلاميذه وقال له فسر لنا مثل زؤان الحقل فأجابهم الذي زرع زرعا جيدا هو ابن الإنسان والحقل هو العالم والزرع الجيد هو أبناء الملكوت والزؤان هو أبناء الشرير والعدو الذي زرع الزؤان هو إبليس والحصاد هو نهاية العالم والحصادون هم الملائكة وكما يجمع الزارع الزؤان ويحرقه في النار فكذلك يكون في نهاية العالم يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملاكوته كل المفسدين والأشرار ويرمونهم في آتون النار فهناك البكاء وصريف الأسنان وأما الأبرار فيشرقونك الشمس في ملاكوت أبيهم من كان له أذنان فليسمع ويشبه ملاكوت السماوات كنزا مدفونا في حقل وجده رجل فخبأه ومن فرحه مضى فباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل ويشبه ملاكوت السماوات تاجرا كان يبحث عن لؤلؤ ثمين فلما وجد لؤلؤة ثمينة مضى وباع كل ما يملك واشتراها ويشبه ملاكوت السماوات شبكة ألقاها الصيدون في البحر فجمعت سمكا من كل نوع فلما امتلأت أخرجها الصيدون إلى الشاطئ فوضعوا السمك الجيد في سلالهم ورموا الرديء وهكذا يكون في نهاية العالم يجيء الملائكة وينطقون الأشرار من بين الصالحين ويرمونهم في أتون النار فهناك البكاء وصريف الأسنان وسأل يسوع تلميذه أفهمتم هذا كله؟ فأجابوه نعم فقال لهم إذن كل من صار من معلمي الشريعة تلميذا في ملاكوت السماوات يشبه رب بيت يخرج من كنزه كل جديد وقديم ولما أتم يسوع هذه الأمثال ذهب من هناك وعاد إلى بلده وأخذ يعلم في مجمعهم فتعجبوا وتساءلوا من أين له هذه الحكمة وتلك المعجزات؟ أما هو ابن النجار؟ أمه تدعى مريم وأخوته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذة؟ أما جميع أخواته عندنا؟ فمن أين له كل هذا؟ ورفضوه فقال لهم يسوع لا نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبيته وما صنع هناك كثيرا من المعجزات لعدم إيمانهم به الأصحاح الرابعة عشر وفي ذلك الوقت سمع الوالي هيرودوس أخبار يسوع فقال لحاشيته هذا يحنى المعمدان قام من بين الأموات ولذلك تجري المعجزات على يده وكان هيرودوس أمسك يحنى وقيده وسجنه من أجل هيرودية امرأة أخيه فيليبوس لأن يحنى كان يقول له لا يحل لك أن تتزوجها وأراد أن يقتله فخاف من الشعب لأنهم كانوا يعدونه نبيا ولما أقام هيرودوس ذكر مولده رقصت ابنة هيرودية في الحفلة فأعجبت هيرودوس فأقسم لها أن يعطيها ما تشاء فلقنتها أمها فقالت لهيرودوس أعطني هنا على طبق رأس يحنى المعمدان فحزن الملك ولكنه أمر بإعطائها ما تريد من أجل اليمين التي حلفها على مسامع الحاضرين وأرسل جنديا فقطع رأس يحنى في السجن وجاء به على طبق وسلمه إلى الفتاة فحملته إلى أمها وجاء تلاميذ يحنى فحاملوا الجثة ودفنوها ثم ذهبوا وأخبروا يسوع فلما سمع يسوع خرج من هناك في قارب إلى مكان مغفر يعتزل فيه وعرف الناس فتبعوه من المدن مشيا على الأقدام فلما نزل من القارب رأى جموعا كبيرة فأشفق عليهم وشفى مرضاهم وفي المساء دنى منه تلاميذه وقالوا فات الوقت وهذا المكان مغفر فقل للناس أن ينصرفوا إلى القرى ليشتروا لهم طعاما فأجابهم يسوع لا داعي لانصرافهم أعطوهم أنتم ما يأكلون فقالوا له ما عندنا هنا غير خمسة أرغفة وسمكتين فقال يسوع هاتوا ما عندكم ثم أمر الجموع أن يقعدوا على العشب وأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر الأرغفة وأعطى تلاميذه والتلاميذ أعطوا الجموع فأكلوا كلهم حتى شبعوا ثم رفعوا اثنتين عشرة قفة مملوئة من الكسر التي فضلت وكان الذين أكلوا نحو خمسة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد وأمر يسوع تلاميذه أن يركبوا القارب في الحال ويسبقوه إلى الشاطئ المقابل حتى يصرف الجموع ولما صرفهم صعد إلى الجبل ليصلي في العزلة وكان وحده هناك عندما جاء المساء وأما القارب فابتعد كثيرا عن الشاطئ وطغط الأمواج عليه لأن الريح كانت مخالفة له وقبل الفجر جاء يسوع إلى تلاميذه ماشيا على البحر فلما رآه التلاميذ ماشيا على البحر ارتعبوا وقالوا هذا شبح وصرخوا من شدة الخوف فقال لهم يسوع في الحال تشجعوا أنا هو لا تخافوا فقال له بطرس إن كنت أنت هو يا سيد فمرني أن أجيئ إليك على الماء فأجابه يسوع تعال فنزل بطرس من القارب ومشى على الماء نحو يسوع ولكنه خاف عندما رأى الريح شديدة فأخذ يغرق فصرخ نجني يا سيد فمد يسوع يده في الحال وأمسكه وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت ولما صعضا إلى القارب هدأت الريح فسجد له الذين كانوا في القارب وقالوا بالحقيقة أنت ابن الله وعبر يسوع وتلاميذه إلى برج النسارة فلما عرف أهل البلدة يسوع نشروا الخبر في تلك الأنحاء كلها فجاءوه بالمرضى وطلبوا إليه أن يلمسوا ولو طرف ثوبه فكان كل من يلمسه يشفى الأصحاح الخامسة عشر وأقبل إلى يسوع بعض الفرسيين ومعلمي الشريعة من أوروشاليم فسألوه لماذا يخالف تلاميذك تقاليد القدماء فلا يخسلون أيديهم قبل الطعام فأجابهم يسوع ولماذا تخالفون أنتم وصية الله من أجل تقاليدكم قال الله أكرم أباك وأمك ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت وأما أنتم فتقولون من كان عنده ما يساعد به أباه أو أمه وقال لهما هذا تقدمة لله فلا يلزمه أن يكرم أباه وهكذا أبطلتم كلام الله من أجل تقاليدكم يا مراؤون صدق إشعيا في نبوئته عنكم حين قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فبعيد عني وهو باطلا يعبدني بتعاليم وضعها البشر ثم دع الجموع وقال لهم اسمعوا وفهموا ما يدخل الفم لا ينجس الإنسان بل ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان فتقدم تلميذه وقال له أتعرف أن الفرسيين استاءوا عندما سمعوا كلامك هذا فأجابهم كل غرس لا يغرسه أبي السماوي يقلع أتركوهم هم عميان قادة عميان وإذا كان الأعمى يقود الأعمى سقطا معا في حفرة فقال له بطرس فسر لنا هذا المثل فأجاب أأنتم حتى الآن لا تفهمون ألا تعرفون أن ما يدخل فم الإنسان ينزل إلى الجوف ومنه إلى خارج الجسد وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يخرج وهو ينجس الإنسان لأن من القلب تخرج الأفكار الشريرة القتل والزنة والفسق والسرقة وشهادة الزور والنميمة وهي التي تنجس الإنسان أما الأكل بأيد غير مخصولة فلا ينجس الإنسان وخارج يسوع من هناك وجاء إلى نواحي صورة وصيدة فأقبلت إليه امرأة كنعانية من تلك البلاد وصاحت ارحمني يا سيدي يا ابن داود ابنتي فيها شيطان ويعذبها كثيرا فما أجابها يسوع بكلمة فدنا تلميذه وتوسل إليه بقولهم أصرفها عنه لأنها تتبعنا بصياحها فأجابهم يسوع ما أرسلني الله إلا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل ولكن المرأة جاءت فسجدت له وقالت سعدني يا سيدي فأجابها لا يجوز أن يأخذ خبز البنين ويرمى إلى الكلاب فقالت له المرأة نعم يا سيدي حتى الكلاب تأكل من الفتاة الذي يتساقط عن موائد أصحابها فأجابها يسوع ما أعظم إيمانك يا امرأة فليكن لك ما تريدين فشفيت ابنتها من تلك الساعة وانتقل يسوع من هناك إلى شاطئ بحر الجليل فصعد الجبل وجلس هناك فجاءته جموع كبيرة ومعهم عرج وعميان ومقعدون وخرس وغيرهم كثيرون فطرحوهم عند قدميه فشفاهم فتعجب الناس عندما رأوا الخرس يتكلمون والعرج يشفون والمقعدين يمشون والعميان يبصرون فمجدوا إله إسرائيل ودعا يسوع تلاميذه وقال لهم أشفقوا على هذا الجمع فهم من ثلاثة أيام يلازمونني وما عندهم ما يأكلون فلا أريد أن أصرفهم صائمين لألا تخور قواهم في الطريق فقال له التلاميذ من أين لنا في هذه البرية خبز يشبع مثل هذا الجمع فقال لهم يسوع كم رغيفا عندكم أجابوا سبعة أرغفة وبعض سمكات صغار فأمر يسوع الجمع أن يقعدوا على الأرض وأخذ الأرغفة السبعة والسماكات وشكر وكسرها وأعطى تلاميذه والتلاميذ أعطوا الجموع فأكلوا كلهم حتى شبعوا ثم رفعوا ما فضل من الكسر سبع سلال ممتلئة وكان الذين أكلوا أربعة ألاف رجل ما عدا النساء والأولاد وصرف يسوع الجموع وركب القارب وجاء إلى أرض مجدان الأصحاح السادسة عشر وأقبل إليه بعض الفرسيين والصدقيين ليجربوه فطلبوا منه أن يريهم آية من السماء فأجابهم تقولون عند غروب الشمس سيكون صحو لأن السماء حمراء كالنار وعند الفجر تقولون اليوم مطر لأن السماء حمراء على سواد منظر السماء تعرفون أن تفسروه وأما علامات الأزمنة فلا تقدرون أن تفسروها جيل فاسد فاسق يطلب آية ولن يكون له سوى آية يونان ثم تركهم ومضى ولما عبر التلاميذ إلى الشاطئ المقابل نسوا أن يتزود خبزا فقال لهم يسوع انتبهوا إياكم وخمير الفرسيين والصدقيين فقالوا في أنفسهم يقول هذا لأننا ما تزودنا خبزا فعرف يسوع وقال لهم يا قليل الإيمان كيف تقولون في أنفسكم لا خبز معنا أما فهمتم بعد ألا تذكرون الأرغفة الخمسة للخمسة الآلاف وكم قفة ملأتم والأرغفة السبعة للأربعة الآلاف وكم سلة ملأتم كيف لا تفهمون أني ما عنيت الخبز بكلامي فإياكم وخمير الفرسيين والصدقيين ففهم التلاميذ أنه قال لهم يجب أن يتجنب تعاليم الفرسيين والصدقيين لا خمير الخبز ولما وصل يسوع إلى نواحي قيسرية فيليبوس سأل تلاميذه من هو ابن الإنسان في رأي الناس؟ فأجابوا بعضهم يقول يحنى المعمدان وبعضهم يقول إليا وغيرهم يقول إرميا أو أحد الأنبياء فقال لهم ومن أنا في رأيكم أنتم؟ فأجاب سمعان بطرس أنت المسيح ابن الله الحي فقال له يسوع هنيئا لك يا سمعان بن يونة ما كشف لك هذه الحقيقة أحد من البشر بل أبي الذي في السماوات وأنا أقول لك أنت صخر وعلى هذا الصخر سأبني كنيستي وقوات الموت لن تقوى عليها وسأعطيك مفاتيح ملاكوت السماوات فما تربطه في الأرض يكون مربوطا في السماء وما تحله في الأرض يكون محلولا في السماء وأوصى يسوع تلاميذه أن لا يخبر أحدا بأنه المسيح وبدأ يسوع من ذلك الوقت يصرح لتلاميذه أنه يجب عليه أن يذهب إلى أوروشليم ويتألم كثيرا على أيدي شيوخ الشعب ورؤساء الكهنة ومعلمي الشريعة ويموت قتلا وفي اليوم الثالث يقوم فانفرد به بطرس وأخذ يعاتبه فيقول لا سمح الله يا سيد لن تلقى هذا المصير فالتفت وقال لبطرس ابتعد عني يا شيطان أنت عقبة في طريقي لأن أفكارك هذه أفكار البشر لا أفكار الله وقال يسوع لتلاميذه من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني لأن الذي يريد أن يخلص حياته يخسرها ولكن الذي يخسر حياته في سبيل يجدها وماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه وبماذا يفضي الإنسان نفسه سيجيء ابن الإنسان في مجد أبيه مع ملائكته فيجاز كل واحد حسب أعماله الحق أقول لكم في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهد مجيء ابن الإنسان في ملكوته الأصحاح السابع عشر وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب وأخاه يحنى وانفرد بهم على جبل مرتفع وتجلى بمشهد منهم فأشرق وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور وظهر لهم موسى وإليا يكلمان يسوع فقال بطرس ليسوع يا سيد ما أجمل أن نكون هنا فإن شئت نصبت هنا ثلاث مظال واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإليا وبينما هو يتكلم ظللتهم سحابة مضيئة وقال صوت من السحابة هذا هو ابن الحبيب الذي به رضي فله اسمعه فلما سمع التلميذ هذا الصوت وقعوا على وجوههم وهم في خوف شديد فدن يسوع ولمسهم وقال لهم قوموا لا تخافوا فرفعوا عيونهم فما رأوا إلا يسوع وحده وبينما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قال لا تخبروا أحدا بما رأيتم إلى أن يقوم ابن الإنسان من بين الأموات فسأله التلميذ لماذا يقول معلم الشريعة يجب أن يجيء إلي أولا فأجابهم نعم يجيء إلي ويصلح كل شيء ولكني أقول لكم جاء إلي فما عرفوه بل فعلوا به على هواهم وكذلك ابن الإنسان سيتألم على أيديهم ففهم التلميذ أنه كان يكلمهم عن يوحن المعمدان ولما رجعوا إلى الجموع أقبل إليه رجل وسجد وقال له ارحم ابني يا سيدي لأنه يصاب بالصرع ويتألم ألما شديدا وكثيرا ما يقع في النار وفي الماء وجئت به إلى تلميذك فما قدروا أن يشفوه فأجاب يسوع أيها الجيل غير المؤمن الفاسد إلى متى أبقى معكم وإلى متى أحتملكم قدموا الصبي إلي هنا وانتهره يسوع فخرج الشيطان من الصبي فشفي في الحال فانفرد التلميذ بيسوع وسألوه لماذا عجزنا نحن عن أن نطرده فأجابهم لقلة إيمانكم الحق أقول لكم لو كان لكم إيمان بمقدار حبة من خردل لقلتم لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل ولما عجزتم عن شيء وهذا الجنس من الشياطين لا يطرد إلا بالصلاة والصوم وكان التلميذ مجتمعين في الجليل فقال لهم يسوع سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات فحزن التلاميذ كثيرا وعندما رجع يسوع وتلاميذه إلى كفر نحوم جاء جبات ضريبة الهيكل إلى بطرس وسألوه أما يوفي معلمكم ضريبة الهيكل؟ فأجاب نعم فلما دخل بطرس إلى البيت عجله يسوع بقوله ما رأيك يا سمعان؟ ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية؟ أمن أبناء البلاد؟ أم من الغرباء؟ فأجاب بطرس من الغرباء؟ فقال له يسوع إذن، فالأبناء أحرار في أمر إيفائها لكننا لا نريد أن نحرج أحدا فاذهب إلى البحر وألقي الصنارة وأمسك أول سمكة تخرج وافتح فمها تجد فيه قطعة بأربعة دراهم فخذها وادفعها إليهم عني وعنك الأصحاح الثامنة عشر ودنى التلاميذ في ذلك الوقت إلى يسوع وسألوه من هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ فدع يسوع طفلا وأقامه في وسطهم وقال الحق أقول لكم إن كنتم لا تتغيرون وتصيرون مثل الأطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات من اتضع وصار مثل هذا الطفل فهو الأعظم في ملكوت السماوات ومن قبل طفلا مثله باسمي يكون قبلني من أوقع أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي في الخطيئة فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن كبير ويرمى في أعماق البحر الويل للعالم مما يوقع الناس في الخطيئة ولابد أن يحدث ما يوقع في الخطيئة ولكن الويل لمن يسبب حدوثه فإذا أوقعتك يدك أو رجلك في الخطيئة فاقطعها وألقها عنك لأنه خير لك أن تدخل الحياة الأبدية ولك يد أو رجل واحدة من أن يكون لك يدان ورجلان وتلقى في النار الأبدية وإذا أوقعتك عينك في الخطيئة فاقلعها وألقها عنك لأنه خير لك أن تدخل الحياة الأبدية ولك عين واحدة من أن يكون لك عينان وتلقى في نار جهنم إياكم أن تحتقر أحدا من هؤلاء الصغار أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات يشاهدون كل حين وجه أبي الذي في السماوات فابن الإنسان جاء ليخلص الهالكين وما قولكم إن كان لرجل مئة خاروف وضل واحد منها ألا يترك التسعة والتسعين في الجبال ويبحث عن الخاروف الضال وإذا وجده ألا يفرح به الحق أقول لكم إنه يفرح به أكثر من فرحه بالتسعة والتسعين التي ما ضلت وهكذا لا يريد أبوكم الذي في السماوات أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار إذا خطئ أخوك إليك فاذهب إليه وعاتبه بينك وبينه فإذا سمع لك تكون ربحت أخاك وإن رفض أن يسمع لك فخذ معك رجلا أو رجلين حتى تثبت كل شيء بشهادة شاهدين أو ثلاثة فإن رفض أن يسمع لهم فقل للكنيسة وإن رفض أن يسمع للكنيسة فعامله كأنه وثني أو جاب ضرائب الحق أقول لكم ما تربطونه في الأرض يكون مربوطا في السماء وما تحلونه في الأرض يكون محلولا في السماء الحق أقول لكم إذا اتفق اثنان منكم في الأرض أن يطلبا حاجة حصلا عليها من أب الذي في السماوات فأينما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي كنت هناك بينهم فدنا بطرس وقال ليسوع يا سيد كم مرة يخطأ إلي أخي وأغفر له أسبع مرات فأجابه يسوع لا سبع مرات بل سبعين مرة سبع مرات فملكوت السماوات يشبه ملكا أراد أن يحاسب عبيده فلما بدأ يحاسبهم جيء إليه بواحد منهم عليه عشرة ألاف درهم من الفضة وكان لا يملك ما يوفي فأمر سيده بأن يباع هو وامرأته وأولاده وجميع ما يملك حتى يوفيه دينه فركع العبد له ساجدا وقال أمهلني فأوفيك كل ما لك علي فأشفق عليه سيده وأطلقه وأعفاه من الدين ولما خرج الرجل لقي عبدا من أصحابه كان له عليه مئة دينار فأمسكه بعنقه حتى كاد يخنقه وهو يقول له أوفني ما لي عليك فركع صاحبه يرجوه ويقول أمهلني فأوفيك فما أراد بل أخذه وألقاه في السجن حتى يوفيه الدين ورأى العبيد أصحابه ما جرى فاستاءوا كثيرا وذهبوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى فدعاه سيده وقال له يا عبد السوب أعفيتك من دينك كله لأنك رجوتني أفما كان يجب عليك أن ترحم صاحبك مثل ما رحمتك وغضب سيده كثيرا فسلمه إلى الجلدين حتى يوفيه كل ما له عليه هكذا يفعل بكم أبي السماوي إن كان كل واحد منكم لا يغفر لأخيه من كل قلبه الأصحاح التاسعة عشر ولما أتم يسوع هذا الكلام ترك الجليل وجاء إلى بلاد اليهودية من عبر الأردن فتبعته جموع كبيرة فشفاهم هناك ودنى إليه بعض الفرسيين وسألوه ليحرجوه أيحل للرجل أن يطلق امرأته لأي سبب كان فأجابهم وقال أما قرأتم أن الخالق من البدء جعلهما ذكرا وأنثى لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بامرأته فيصير الاثنان جسدا واحدا فلا يكونان اثنين بل جسد واحد وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان وسأله الفرسيون فلماذا أوصى موسى بأن يعطي الرجل امرأته كتاب طلاق فتطلق فأجابهم يسوع لقساوة قلوبكم أجاز لكم موسى أن تطلقوا نساءكم وما كان الأمر من البدء هكذا أما أنا فأقول لكم من طلق امرأته إلا في حالة الزنا وتزوج غيرها زنا فقال له تلميذه إذا كانت هذه حال الرجل مع المرأة فخير له أن لا يتزوج فأجابهم يسوع لا يقبل هذا الكلام إلا الذين أعطي لهم أن يقبلوه ففي الناس من ولدتهم أمهاتهم عاجزين عن الزواج وفيهم من جعلهم الناس هكذا وفيهم من لا يتزوجون من أجل ملكوت السماوات فمن قدر أن يقبل فليقبل وجاءه بعض الناس بأطفال ليضع يديه عليهم ويصلي فانتهرهم التلميذ فقال يسوع دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لأمثال هؤلاء ملاكوت السماوات ووضع يديه عليهم ومضى من هناك وأقبل إليه شاب وقال له أيها المعلم ماذا أعمل من الصلاح لأنال الحياة الأبدية فأجابه يسوع لماذا تسألني عما هو صالح لا صالح إلا واحد إذا أردت أن تدخل الحياة فاعمل بالوصايا فقال له أي وصايا فقال يسوع لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد بالزور أكرم أباك وأمك أحب قريبك مثل ما تحب نفسك فقال له الشاب عملت بهذه الوصايا كلها فما يعوزني أجابه يسوع إذا أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع ما تملكه ووزع ثمنه على الفقراء فيكون لك كنز في السماوات وتعالت بعني فلما سمع الشاب هذا الكلام مضى حزينا لأنه كان يملك أموالا كثيرة وقال يسوع لتلاميذه الحق أقول لكم يصعب على الغني أن يدخل ملكوت السماوات بل أقول لكم مرور الجمل في ثقب الإبرة أسهل من دخول الغني ملكوت الله فتعجب التلاميذ كثيرا من هذا الكلام وقالوا ما يمكنه أن يخلص إذن فنظر إليهم يسوع وقال لهم هذا شيء غير ممكن عند الناس أما عند الله فكل شيء ممكن وقال له بطرس ها نحن تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون نصيبنا فأجاب يسوع الحق أقول لكم متجلس ابن الإنسان على عرش مجده عند تجديد كل شيء تجلسون أنتم الذين تبعوني على 12 عرشا لتدين عشائر إسرائيل الـ 12 وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو أبناء أو حقولا من أجل اسمي ينال مئة ضعف ويرث الحياة الأبدية وكثير من الأولين يصيرون آخرين ومن الآخرين يصيرون أولين الأصحاح العشرون فملكوت السماوات كمثل صاحب كرم خرج مع الفجر ليستأجر عمالا لكرمه فاتفق مع العمال على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه ثم خرج نحو الساعة التاسعة فرأى عمالا آخرين واقفين في الساحة بطالين فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى كرمي وسأعطيكم ما يحق لكم فذهبوا وخرج أيضا نحو الظهر ثم نحو الساعة الثالثة وعمل الشيء نفسه وخرج نحو الخامسة مساء فلقي عمالا آخرين واقفين هناك فقال لهم ما لكم واقفين هنا كل النهار بطالين قالوا له ما استأجرنا أحد قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى كرمي ولما جاء المساء قال صاحب الكرم لوكيله ادعوا العمال كلهم وادفع لهم أجورهم مبتدئا بالآخرين حتى تصل إلى الأولين فجاء الذين استأجرهم في الخامسة مساء وأخذ كل واحد منهم دينارا فلما جاء الأولون ظنوا أنهم سيأخذون زيادة فأخذوا هم أيضا دينارا لكل واحد منهم وكانوا يأخذونه وهم يتذمرون على صاحب الكرم فيقولون هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة فساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار وحره فأجاب صاحب الكرم واحدا منهم يا صديقي أنا ما ظلمتك أما اتفقت معك على دينار خذ حقك وانصرف فهذا الذي جاء في الآخر أريد أن أعطيه مثلك أما يجوز لي أن أتصرف بمالي كيفما أريد أم أنت حسود لأني أنا كريم وقال يسوع هكذا يصير الآخرون أولين والأولون آخرين وكان يسوع صاعدا إلى أوروشاليم فأخذ التلميذ الاثني عشر على انفراد وقال لهم في الطريق ها نحن صاعدون إلى أوروشاليم وسيسلم ابن الإنسان إلى رؤساء الكهنة ومعلمي الشريعة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى أيدي الغرباء فيستهزئون به ويجلدونه ويصلبونه وفي اليوم الثالث يقوم وجاءت إليه أم يعقوب ويحن ابني زبدي ومعها ابناها وسجدت له تطلب منه حاجة فقال لها ماذا تريدين قالت مر أن يجلس ابناي هذان واحد عن يمينك وواحد عن شمالك في مملكتك فأجاب يسوع أنتما لا تعرفان ما تطلبان أتقدران أن تشربا الكأس التي سأشربها قالا له نقدر فقال لهما نعم ستشربان كأسي وأما الجلوس عن يميني وعن شمالي فلا يحق لي أن أعطيه لأنه للذين هيأه لهم أبي ولما سمع التلاميذ العشرة غضبوا على الأخوين فدعاهم يسوع إليه وقال لهم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونها وأن عظماءها يتسلطون عليها فليكن هذا فيكم بل من أراد أن يكون عظيما فيكم فليكن لكم خادما ومن أراد أن يكون الأول فيكم فليكن لكم عبدا هكذا ابن الإنسان جاء لا ليخدمه الناس بل ليخدمهم ويفدي بحياته كثيرا منهم وبينما هم خارجون من أريحة تبعت يسوع جموع كبيرة وسمع أعميان جالسان على جانب الطريق أن يسوع يمر من هناك فأخذوا يصيحان ارحمنا يا سيد يا ابن داود فانتهرتهما الجموع ليسكتاه لكنهما صاحا بصوت أعلى ارحمنا يا سيد يا ابن داود فوقف يسوع وناداهما وقال لهما ماذا تريداني أن أعمل لكما؟ أجابا أن تفتح أعيننا يا سيد فأشفق يسوع عليهما ولمس أعينهما فأبصرا في الحال وتبعاه الأصحاح الحادي والعشرون ولما قربوا من أرشاليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى القرية التي أمامكما تجداء تانا مربوطة وجحشها معها فحلا رباطهما وجيئا بهما إلي وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال وكان هذا ليتم ما قال النبي قولوا لابنة صهيون ها هو ملكك قادم إليك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان فذهبت الميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع وجاءا بالأتان والجحش ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف المجد ابن داود تبارك الآتم اسم الرب المجد في العلا ولما دخل يسوع أرشاليم ضجت المدينة كلها وسألت من هذا؟ فأجابت الجموع هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه فقلب مناضد الصيارفة ومقاعد باعة الحمام وقال لهم جاء في الكتاب بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها وغاضهم هتاف الأولاد في الهيكل المجد ابن داود فقالوا له أتسمع ما يقول هؤلاء؟ فأجابهم نعم أما قرأتم هذه الآية؟ من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟ ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق فما وجد عليها غير الورق فقال لها لن تثمري إلى الأبد فيبست التينة في الحال ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا كيف يبست التينة في الحال؟ فأجابهم يسوع الحق أقول لكم لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل قم وانطرح في البحر يكون لكم ذلك فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه ودخل يسوع الهيكل وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له بأية سلطة تعمل هذه الأعمال ومن أعطاك هذه السلطة فأجابهم يسوع وأنا أسألكم سؤالا واحدا إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال من أين ليحنى سلطة المعمودية من السماء أم من الناس فقالوا في أنفسهم إن قلنا من الله يجيبنا فلماذا ما أمنتم به وإن قلنا من الناس نخاف الشعب لأنهم كلهم يعدون يحنى نبيا فأجاب يسوع لا نعرف فقال لهم وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال ما رأيكم كان لرجل ابنان فجاء إلى الأول وقال له يا ابني اذهب اليوم وعمل في كرمي فأجابه لا أريد ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم وجاء إلى الإبن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول فأجابه أنا ذاهب يا سيدي ولكنه ما ذهب فأيهما عمل إرادة أبيه قالوا الأول فقال لهم يسوع الحق أقول لكم جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملاكوت الله جاءكم يحنى المعمدان سالكان طريق الحق فما آمنتم به وآمن به جبات الضرائب والزواني وأنتم رأيتم ذلك فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به اسمعوا مثلا آخر غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبن برجا وسلمه إلى بعض الكرمين وسافر فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره فأمسك الكرمون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال سيهابون ابني فلما رأى الكرمون الإبن قالوا فيما بينهم ها هو الوارث تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرمين عند رجوعه قالوا له يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرمين آخرين يعطونه الثمر في حينه فقال لهم يسوع أما قرأتم في الكتب المقدسة الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية هذا ما صنعه الرب فيال العجب لذلك أقول لكم سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر من وقع على هذا الحجر تهشم ومن وقع هذا الحجر عليه صحقه فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم فأرادوا أن يمسكوه ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبيا الأصحاح الثاني والعشرون وعاد يسوع إلى مخاطبة الجموع بالأمثال فقال يشبه ملكوت السماوات ملكا أقام وليمة في عرس ابنه فأرسل خدمه يستدعي المدعوين إلى الوليمة فرفضوا أن يجيئوا فأرسل خدما آخرين ليقولوا للمدعوين أعددت وليمتي وذبحت أبقاري وعجولي المسمنة وهيأت كل شيء فتعالوا إلى العرس ولكنهم تهاونوا فمنهم من خرج إلى حقله ومنهم من ذهب إلى تجارته والآخرون أمسكوا خدمه وشتموهم وقتلوهم فغضب الملك وأرسل جنوده فأهلك هؤلاء القتلة وأحرق مدينتهم ثم قال لخدمه الوليمة مهيئة ولكن المدعوين غير مستحقين فخرجوا إلى مفارق الطرق وادعوا إلى الوليمة كل من تجدونه فخرج الخدم إلى الشوارع وجمعوا من وجدوا من أشرار وصالحين فامتلأت قاعة العرس بالمدعوين فلما دخل الملك ليرى المدعوين وجد رجلا لا يلبس ثياب العرس فقال له كيف دخلت إلى هنا يا صديقي وأنت لا تلبس ثياب العرس فسكت الرجل فقال الملك للخدم اربطوا يديه ورجليه واطرحوه خارجا في الظلام فهناك البكاء وصريف الأسنان لأن المدعوين كثيرون وأما المختارون فقليلون وذهب الفرسيون وتشاوروا كيف يمسكون يسوع بكلمة فأرسلوا إليه بعض تلميذهم وبعض الهيروديسيين يقولون له يا معلم نعرف أنك صادق تعلم بالحق طريق الله ولا تبالي بأحد لأنك لا تراعي مقام الناس فقل لنا ما رأيك أيحل لنا أن ندفع الجزية إلى القيصر أم لا فعرف يسوع مكرهم فقال لهم يا مراءون لماذا تحاولون أن تحرجوني أروني نقد الجزية فناولوه دينارا فقال لهم لمن هذه الصورة وهذا الاسم؟ قالوا للقيصر فقال لهم ادفعوا إذن إلى القيصر ما للقيصر وإلى الله ما لله فتعجبوا مما سمعوه وتركوه ومضوه وفي ذلك اليوم جاء إلى يسوع بعض الصدوقين وهم الذين ينكرون القيامة وسألوه يا معلم قال موسى إن مات رجل لا ولد له فليتزوج أخوه امرأته ليقيم نسلا لأخيه وكان عندنا سبعة إخوة فتزوج الأول ومات من غير نسل فترك امرأته لأخيه ومثله الثاني والثالث حتى السابع ثم ماتت المرأة من بعدهم جميعا فلأي واحد منهم تكون زوجة في القيامة لأنها كانت لهم جميعا فأجابهم يسوع أنتم في ضلال لأنكم تجهلون الكتب المقدسة وقدرة الله ففي القيامة لا يتزاوجون بل يكونون مثل ملائكة في السماء وأما قيامة الأموات أفما قرأتم ما قال الله لكم أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب وما كان الله إله أموات بل إله أحياء وسمع الجموع هذا الكلام فتعجبوا من تعليمه وعلم الفريسيون أن يسوع أسكت الصدوقيين فاجتمعوا معا فسأله واحد منهم وهو من علماء الشريعة ليحرجه يا معلم ما هي أعظم وصية في الشريعة فأجابه يسوع أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل عقلك هذه هي الوصية الأولى والعظمى والوصية الثانية مثلها أحب قريبك مثل ما تحب نفسك على هاتين الوصيتين تقوم الشريعة كلها وتعاليم الأنبياء وبينما الفريسيون مجتمعون سألهم يسوع ما قولكم في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له ابن داود قال لهم إذن كيف يدعوه داود ربا وهو يقول بوحي من الروح قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك تحت قدميك فإذا كان داود يدعو المسيح ربا فكيف يكون المسيح ابنه؟ فما قدر أحد أن يجيبه بكلمة ولا تجرأ أحد من ذلك اليوم أن يسأله عن شيء الأصحاح الثالث والعشرون وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون ففعلوا كل ما يقولونه لكم وعملوا به ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم لأنهم يقولون ولا يفعلون يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم ويطولون أطراف ثيابهم ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق وأن يدعوهم الناس يا معلم أما أنتم فلتسمح بأن يدعوكم أحد يا معلم لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد ولا تدعو أحدا على الأرض يا أبانا لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي ولا تسمح بأن يدعوكم أحد يا سيد لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح وليكن أكبركم خادما لكم فمن يرفع نفسه ينخفض ومن يخفض نفسه يرتفع الويل لكم يا معلمي الشريعة والفرسيون المراؤون تغلقون ملاكوت السماوات في وجوه الناس فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون الويل لكم يا معلمي الشريعة والفرسيون المراؤون تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة سينالكم أشد العقاب الويل لكم يا معلمي الشريعة والفرسيون المراؤون تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون الويل لكم أيها القادة العميان تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه فأيما أعظم أيها الجهال العميان الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه فأيما أعظم أيها العميان القربان أم المذبح الذي يقدس القربان أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة العدل والرحمة والصدق وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك أيها القادة العميان تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع أيها الفريسي الأعمى طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون أنتم كالقبور المبيضة ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد وأنتم كذلك تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأطقياء وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف ستهربون من عقاب جهنم لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين فمنهم من تقتلون وتصلبون ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكري بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله الحق أقول لكم هذا كله سيقع على هذا الجيل أوروشاليم أوروشاليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها فما أردتم وها هو بيتكم متروك لكم خرابا أقول لكم لن تروني إلا يوم تهتفون تبارك الآتي باسم الرب الأصحاح الرابع والعشرون وخرج يسوع من الهيكل وبينما هو يبتعد عنه دنى إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل فقال لهم أترون هذا كله الحق أقول لكم لن يترك هنا حجر على حجر بل يهدم كله وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون سأله تلاميذه على انفراد أخبرنا متى يحدث هذا الخراب وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر فأجابهم يسوع انتبهوا لألا يضل لكم أحد سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون أنا هو المسيح ويخدعون كثيرا من الناس وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب فإياكم أن تفزعوا فهذا لا بد منه ولكنها لا تكون هي الآخرة ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة وهذا كله بدء الأوجاع وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي ويرتد عن الإيمان كثير من الناس ويخون بعضهم بعضا ويبغض واحدهم الآخر ويظهر أنبياء كذابون كثيرون ويضللون كثيرا من الناس ويعم الفساد فتبرد المحبة في أكثر القلوب ومن يثبت إلى النهاية يخلص وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله شهادة لي عند الأمم كلها فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس افهم هذا أيها القارئ فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام صلوا لألا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجأ أحد من البشر ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة فإذا قال لكم أحد ها هو المسيح هنا أو ها هو هناك فلا تصدقوه فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذبون يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله ها أنا أنذركم فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا إلى هناك أو ها هو في داخل البيوت فلا تصدقوا لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر وتتساقط النجوم من السماء وتتزعزع قوات السماء وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء فتنتحب جميع قبائل الأرض ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها خذوا من التينة عبرة إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب الحق أقول لكم لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله السماء والأرض تزولان وكلامي لن يزول أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد لا ملائكة السماوات ولا الإبن إلا الآب وحده وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان فيكون رجلان في الحقل فيأخذ أحدهما ويترك الآخر وتكون امرأتان على حجر الطحن فتأخذوا إحداهما وتترك الأخرى فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللس لسهر وما تركه ينقب بيته فكونوا أنتم أيضا على استعداد لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين وهناك البكاء وصريف الأسنان الأصحاح الخامس والعشرون ويشبه ملكوت السماوات عشر عذارة حملنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس وكان خمس منهن جاهلات وخمس عاقلات فحملت الجاهلات مصابيحهن وما أخذنا معهن زيتا وأما العاقلات فأخذنا مع مصابيحهن زيتا في وعاء وأبطأ العريس فنعسنا جميعا ونمنا وعند نصف الليل على الصياح جاء العريس فخرجنا للقائه فقامت العذارة العشر وهيئنا مصابيحهن فقالت الجاهلات للعاقلات أعطيننا من زيتكنا لأن مصابيحنا تنطفئ فأجابت العاقلات ربما لا يكفي لنا ولكننا فذهبنا إلى البيعين واشترينا حاجتكن وبينما هن ذاهبات ليشترينا وصل العريس فدخلت معه المستعدات إلى مكان العرس وأغلق الباب وبعد حين رجعت العذارة الأخر فقلنا يا سيد يا سيد افتح لنا فأجابهن العريس الحق أقول لكن أنا لا أعرفكن فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة ويشبه ملكوت السماوات رجلا أراد السفر فدعا خدمه وسلم إليهم أمواله كل واحد منهم على قدر طاقته فأعطى الأول خمس وزنات من الفضة والثاني وزنتين والثالثة وزنة واحدة وسافر فأسرع الذي أخذ الوزنات الخمسة إلى المتاجرة بها فربح خمس وزنات وكذلك الذي أخذ الوزنتين فربح وزنتين أما الذي أخذ الوزنة الواحدة فذهب وحفر حفرة في الأرض ودفن مال سيده وبعد مدة طويلة رجع سيد هؤلاء الخدم وحاسبهم فجاء الذي أخذ الوزنات الخمس فدفع خمس وزنات معها وقال يا سيدي أعطيتني خمس وزنات فخذ خمس وزنات ربحتها فقال له سيده أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين كنت أمينا على القليل فسأقيمك على الكثير أدخل نعيم سيدك وجاء الذي أخذ الوزنتين فقال يا سيدي أعطيتني وزنتين فخذ معهما وزنتين ربحتهما فقال له سيده أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين كنت أمينا على القليل فسأقيمك على الكثير أدخل نعيم سيدك وجاء الذي أخذ الوزنة الواحدة فقال يا سيد عرفتك رجلا قاصيا تحصد حيث لا تزرع وتجمع حيث لا تبذر فخفت فذهبت ودفنت مالك في الأرض وها هو مالك فأجابه سيده يا لك من خادم شرير كسلان عرفتني أحصد حيث لا أزرع وأجمع حيث لا أبذر فكان عليك أن تضع مالي عند الصيارفة وكنت في عودتي أسترده مع الفائدة وقال لخدمه خذ منه الوزنة وادفعوها إلى صاحب الوزنات العشر لأن من كان له شيء يزاد فيفيد ومن لا شيء له يؤخذ منه حتى الذي له وهذا الخادم الذي لا نفع منه اطرحوه خارجا في الظلام فهناك البكاء وصريف الأسنان ومتى جاء ابن الإنسان في مجده ومعه جميع ملائكته يجلس على عرشه المجيد وتحتشد أمامه جميع الشعوب فيفرز بعضهم عن بعض مثل ما يفرز الراعي الخرافة عن الجداء فيجعل الخرافة عن يمينه والجداء عن شماله ويقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا من باركهم أبي رثوا الملكوت الذي هيأه لكم منذ إنشاء العالم لأني جعت فأطعمتموني وعطشت فسقيتموني وكنت غريبا فأويتموني وعريانا فكسوتموني ومريضا فزرتموني وسجينا فجئتم إلي فيجيبه الصالحون يا رب متى رأيناك جعانا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك ومتى رأيناك غريبا فآويناك أو عريانا فكسوناك ومتى رأيناك مريضا أو سجينا فزرناك فيجيبهم الملك الحق أقول لكم كل مرة عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي عملتموه ثم يقول للذين عن شماله ابتعد عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المهيئة لإبليس وأعوانه لأن جعت فما أطعمتموني وعطشت فما سقيتموني وكنت غريبا فما أويتموني وعريانا فما كسوتموني ومريضا وسجينا فما زرتموني فيجيبه هؤلاء يا رب متى رأيناك جعانا أو عطشانا غريبا أو عريانا مريضا أو سجينا وما أسعفناك فيجيبهم الملك الحق أقول لكم كل مرة ما عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي ما عملتموه فيذهب هؤلاء إلى العذاب الأبدي والصالحون إلى الحياة الأبدية الأصحاح السادس والعشرون ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلميذه تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة وتشاوروا ليمسك يسوع بحيلة ويقتلوه ولكنهم قالوا لا نفعل هذا في الأيد لألا يحدث اضطراب في الشعب وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص دنت منهم رأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام فلما رأى التلميذ ما عملت استاءوا وقالوا ما هذا الإسراف كان يمكن أن يبع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء فعرف يسوع وقال لهم لماذا تزعجون هذه المرأة فهي عملت لي عملا صالحا فالفقراء عندكم في كل حين وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن الحق أقول لكم أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلميذ الاثني عشر وهو يهوذ الملقب بالإسخريطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع فوعدوه بثلاثين من الفضة وأخذ يهوذ من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلميذ إلى يسوع وقال له أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟ فأجابهم اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له يقول المعلم جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلميذي فعمل التلميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلميذه الاثني عشر وبينما هم يأكلون قال يسوع الحق أقول لكم واحد منكم سيسلمني فحزن التلميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا هل أنا هو يا سيد؟ فأجابهم من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان كان خيرا له أن لا يولد فسأله يهوذ الذي سيسلمه هل أنا هو يا معلم؟ فأجابه يسوع أنت قلت وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلميذه وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال اشربوا منها كلكم هذا هو دمي دم العهد الذي يصفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملاكوتي أبي ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون وقال لهم يسوع في هذه الليلة ستتركوني كلكم فالكتاب يقول سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل فقال بطرس لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك فقال له يسوع الحق أقول لك في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات فأجابه بطرس لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك وهكذا قال التلاميذ كلهم ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني فقال لهم اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك وأخذ معه بطرس وابني زبدي وبدأ يشعر بالحزن والكآبة فقال لهم نفسي حزينة حتى الموت انتظروا هنا وساروا معي وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى فقال إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما فقال لبطرس أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لألا تقعوا في التجربة الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف وابتعد ثانية وصل فقال يا أبي إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أفقل جفونهم فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة فردد الكلام نفسه ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم أنيام بعد ومستريحون جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين قومنا نصرف اقترب الذي يسلمني وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذ أحد التلاميذ الاثنى عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال هو الذي أقبله فأمسكوه ودنى يهوذ في الحال إلى يسوع وقال له السلام عليك يا معلم وقبله فقال له يسوع افعل ما جئت له يا صاحبي فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه فقال له يسوع رد سيفك إلى مكانه فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من اثني عشر جيشا من الملائكة ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث وقال يسوع للجموع أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء فتركه التلاميذ كلهم وهربوا فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قياف رئيس الكهنة وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه فما وجدوا مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم ثم قام شاهدان وقالا هذا الرجل قال أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في ثلاثة أيام فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟ فظل يسوع ساكتا فقال له رئيس الكهنة أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ فأجاب يسوع أنت قلت وأنا أقول لكم سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال تجديف أنا احتاج بعض إلى شهود ها أنتم سمعتم تجديفه فما رأيكم؟ فأجابوه يستوجب الموت فبسقوا في وجه يسوع ولطموه ومنهم من لكمه وقالوا تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك؟ وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار فدنت إليه جارية وقالت أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي فأنكر أمام جميع الحاضرين قال لا أفهم ما تقولين وخرج إلى مدخل الساحة فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك هذا الرجل كان مع يسوع الناصري فأنكر بطرس ثانية وحلف قال لا أعرف هذا الرجل وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم فلهجتك تدل عليك فأخذ يلعن ويحلف أنا لا أعرف هذا الرجل فصاح الديك في الحال فتذكر بطرس قول يسوع قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات فخرج وبكى بكاء مرّا الأصحاح السابع والعشرون ولما طلع الصبح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع ليقتلوه ثم قيدوه وأخذوه وأسلموه إلى الحاكم بلاطس فلما رأى يهوذ الذي أسلم يسوع أنهم حكموا عليه ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقال لهم خطئت حين أسلمت دما بريئا فقالوا له ما علينا دبر أنت أمرك فرمى يهوذ الفضة في الهيكل وانصرف ثم ذهب وشنق نفسه فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا هذه ثمن دم فلا يحل لنا أن نبعها في صندوق الهيكل فاتفقوا أن يشتروا بها حقل الخزاف ليجعلوه مقبرة للغرباء ولهذا يسميه الناس حقل الدم إلى هذا اليوم فتم ما قاله النبي إرميا وأخذوا الثلاثين من الفضة وهي ما اتفق بعض بني إسرائيل على أن يكون ثمنه ودفعوها ثمنا لحقل الخزاف هكذا أمرني الرب ووقف يسوع أمام الحاكم فسأله الحاكم أنت ملك اليهود فأجابه يسوع أنت قلت وكان رؤساء الكهنة والشيوخ يتهمونه فلا يجيب بشيء فقال له بلاطس أما تسمع ما يشهدون به عليك فما أجابه يسوع عن شيء حتى تعجب الحاكم كثيرا وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق واحدا من السجناء يختاره الشعب وكان عندهم في ذلك الحين سجين شهير اسمه يشوع برباس فلما تجمهر الناس سألهم بلاطس من تريدون أن أطلق لكم؟ يشوع برباس؟ أم يسوع الذي يقال له المسيح؟ وكان بلاطس يعرف أنهم من حسدهم أسلم يسوع وبينما بلاطس على كرسي القضاء أرسلت إليه امرأته تقول إياك وهذا الرجل الصالح لأني تألمت الليلة في الحلم كثيرا من أجله لكن رؤساء الكهنة والشيوخ حردوا الجموع على أن يطلبوا برباس ويقتل يسوع فلما سألهم الحاكم أيهما تريدون أن أطلق لكم؟ أجابوا برباس فقال لهم بلاطس وماذا أفعل بيسوع الذي يقال له المسيح؟ فأجابوا كلهم اسلبه قال لهم وأي شر فعل؟ فارتفع صياحهم اسلبه فلما رأى بلاطس أنه ما استفاد شيئا بل اشتد للطراب أخذ ماء وغسل يديه أمام الجموع وقال أنا بريء من دم هذا الرجل دبروا أنتم أمره فأجاب الشعب كله دمه علينا وعلى أولادنا فأطلق لهم برباس أما يسوع فجلده وأسلمه ليسلب فأخذ جنود الحاكم يسوع إلى قصر الحاكم وجمعوا الكتيبة كلها فنزعوا عنه ثيابه وألبسوه ثوبا قرمزيا وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وجعلوا في يمينه قصبة ثم ركعوا أمامه واستهزأوا به فقالوا السلام عليك يا ملك اليهود وأمسكوا القصبة وأخذوا يضربونه بها على رأسه وهم يبصقون عليه وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الثوب القرمزي وألبسوه ثيابه وساقوه ليسلب وبينما هم خارجون من المدينة صادفوا رجلا من قيرين اسمه سمعان فسخروه ليحمل صديب يسوع ولما وصلوا إلى المكان الذي يقال له الجلجثة أي موضع الجمجمة أعطوه خمرا ممزوجة بالمر فلما ذاقها رفض أن يشربها فصلبوه واقترعوا على ثيابه واقتسموها وجلسوا هناك يحرسونه ووضعوا فوق رأسه لافتة مكتوبا فيها سبب الحكم عليه هذا يسوع ملك اليهود وصلبوا معه للصين واحدا عن يمينه وواحدا عن شماله وكان المرة يهزون رؤوسهم ويشتمونه ويقولون يا هادم الهيكل وبنيه في ثلاثة أيام إن كنت ابضى الله فخلص نفسك وانزل عن الصليب وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة والشيوخ يستهزئون به فيقولون خلص غيره ولا يقدر أن يخلص نفسه هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب لنؤمن به توكل على الله وقال أنا ابن الله فلينقذه الله الآن إن كان راضيا عنه وعيره اللصان المصلوبان معه أيضا فقالا مثل هذا الكلام وعند الظهر خيم على الأرض كلها ظلام حتى الساعة الثالثة ونحو الساعة الثالثة صرخ يسوع بصوت عظيم فسمع بعض الحاضرين هناك فقالوا ها هو ينادي إليا وأسرع واحد منهم إلى إسفنجة فبللها بالخل ووضعها على طرف قصبه ورفعها إليه ليشرب فقال له الآخرون انتظر لنرى هل يجيء إليا ليخلصه وصرخ يسوع مرة ثانية صرخة قوية وأسلم الروح فانشق حجاب الهيكل شطرين من أعلى إلى أسفل وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور فقامت أجساد كثير من القدسين الراقدين وبعد قيامة يسوع خرجوا من القبور ودخلوا إلى المدينة المقدسة وظهروا لكثير من الناس فلما رأى القائد وجنوده الذين يحرسون يسوع الزلزال وكل ما حدث فزعوا وقالوا بالحقيقة كان هذا الرجل ابن الله وكان هناك كثير من النساء ينظرن عن بعد وهن اللواتي تبعن يسوع من الجليل ليخدمنا فيهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي وجاء عند المساء رجل غني من الرامة اسمه يوسف وكان من تلميذ يسوع فدخل على بيلاطوس وطلب جسد يسوع فأمر بيلاطوس أن يسلموه إليه فأخذ يوسف جسد يسوع ولفه في كفن نظيف ووضعه في قبر جديد كان حفره لنفسه في الصخر ثم دهرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر وفي الغد أي بعد التهيئة للسبت ذهب رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطوس وقالوا له تذكرنا يا سيد أن ذلك الدجال قال وهو حي سأقوم بعد ثلاثة أيام فأصدر أمرك بحراسة القبر إلى اليوم الثالث لألا يجيء تلاميذه ويسرقوه ويقول للشعب قام من بين الأموات فتكون هذه الخدعة شرا من الأولى فقال لهم بيلاطوس عندكم حرس فاذهبوا وحطاتوا كما ترون فذهبوا وحطاتوا على القبر فختموا الحجر وأقاموا عليه حرسا الأصحاح الثامن والعشرون ولما مضى السبت وطلع فجر الأحد جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لزيارة القبر وفجأة وقع زلزال عظيم حين نزل ملاك الرب من السماء ودحرج الحجر عن باب القبر وجلس عليه وكان منظره كالبرق وثوبه أبيض كالثلج فارتعب الحرس لما رأوه وصار مثل الأموات فقال الملاك للمرأتين لا تخافا أنا أعرف أنكما تطلبان يسوع المصطوب ما هو هنا لأنه قام كما قال تقدما وانظرا المكان الذي كان موضوعا فيه واذهبا في الحال إلى تلاميذه وقولا لهم قام من بين الأموات وها هو يسبقكم إلى الجليل وهناك ترونه ها أنا قلت لكما فتركت المرأتين القبر مسرعتين وهما في خوف وفرح عظيمين وذهبتا تحميلان الخبر إلى التلاميذ فلاقاهما يسوع وقال السلام عليكما فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له فقال لهما يسوع لا تخافا اذهبا وقولا لإخوتي أن يمضوا إلى الجليل فهناك يرونني وبينما هما ذاهبتان رجع بعض الحرس إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما حدث فاجتمع رؤساء الكهنة والشيوخ وبعدما تشاوروا رشوا الجنود بمال كثير وقالوا لهم أشيعوا بين الناس أن تلاميذ يسوع جاءوا ليلا وسرقوه ونحن نائمون وإذا سمع الحاكم هذا الخبر فنحن نرضيه ونرد الأذى عنكم فأخذ الحرس المال وعملوا كما قالوا لهم فانتشرت هذه الرواية بين اليهود إلى اليوم أما التلاميذ الأحد عشر فذهبوا إلى الجليل إلى الجبل مثل ما أمرهم يسوع فلما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا فدن منهم يسوع وقال لهم نلت كل سلطان في السماء والأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به وها أنا معكم طوال الأيام إلى انقضاء الدهر البشارة كما دونها مرقص الأصحاح الأول بشارة يسوع المسيح بن الله بدأت كما كتب النبي إشعية ها أنا أرسل رسول قدامك ليهيئ طريقك صوت صارخ في البرية هيئوا طريق الرب وجعلوا سبوله مستقيمة فظهر يحنى المعمدان في البرية يدعو الناس إلى معمودية التوبة لتخفر خطياهم وكانوا يخرجون إليه من جميع بلاد اليهودية وأرشاليم فيعمدهم في نهر الأردن معترفين بخطياهم وكان يحنى يلبس ثوبا من وبر الجمال وعلى وسطه حزام من جلد ويقتات من الجراد والعسل البري وكان يبشر فيقول يجيء بعض من هو أقوى مني من لا أحسب نفسي أهلا لأن أنحني وأحل رباط حذائه أنا عمدتكم بالماء وأما هو فيعمدكم بالروح القدس وفي تلك الأيام جاء يسوع من الناصر التي في الجليل وتعمد على يد يحنى في نهر الأردن ولما صعد يسوع من الماء رأى السموات تنفتح والروح القدس ينزل عليه كأنه حمامة وقال صوت من السماء أنت ابني الحبيب بك رضيط وأخرجه الروح القدس إلى البرية فأقام فيها أربعين يوما يجربه الشيطان وكان هناك مع الوحوش وكانت تخدمه الملائكة وبعد اعتقال يحنى جاء يسوع إلى الجليل يعلن بشارة الله فيقول تم الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل وبينما هو يمشي على شاطئ بحر الجليل رأى صيادين هما سمعان وأخوه أندراوس يلقيان الشبكة في البحر فقال لهما يسوع اتبعاني أجعلكما صيدي بشر فتركا شبكهما في الحال وتبعاه ومشى قليلا فرأى يعقوب بن زبدي وأخاه يحنى وهما في القارب يصلحان شبكهما فما اندعاهما حتى تركا أباهما زبدي في القارب مع معاونيه وتبعاه وجاءوا إلى كفر نحوم فدخل المجمع في السبت وأخذ يعلم فتعجبوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان لا مثل معلمي شريعة وكان في المجمع رجل فيه روح نجس فأخذ يصيح ما لنا ولك يا يسوع الناصري أجئت لتهلكنا أنا أعرف من أنت أنت قد تصوص الله فانتهره يسوع قال اخرس واخرج من الرجل فصرعه الروح النجس وصرخ صرخة قوية وخرج منه فتعجب الناس كلهم وتساءلوا ما هذا أتعليم جديد يلقى بسلطان حتى الأرواح النجسة يأمرها فتطيعه وذاع صيت يسوع في جميع أنحاء الجليل ولما خرج من المجمع جاء مع يعقوب ويحنى إلى بيت سمعان وأندراوس وكانت حمات سمعان طريحة الفراش بالحمة فأخبروه عنها فدن منها وأمسك يدها وأنهضها فتركتها الحمة وأخذت تقدمهم وعند المساء بعد غروب الشمس حمل الناس إليه جميع المرضى والذين فيهم شياطين وتجمع أهل المدينة كلهم على الباب فشف كثيراً من المصابين بمختلف الأمراض وطرد كثيراً من الشياطين ومنع الشياطين أن تتكلم لأنها عرفت وقام قبل طلوع الفجر فخرج وذهب إلى مكان مقفر وأخذ يصل هناك فبحث عنه سمعان ورفاقه ولما وجدوه قالوا له جميع الناس يطلبونك فقال لهم تعالوا نذهب إلى القرى المجاورة لأبشر فيها أيضاً لأني لهذا خرجت وطاف في أنحاء الجليل يبشر في مجامعهم ويطرد الشياطين وجاءه أبرص يتوسل إليه فسجد وقال له إن أردت طهرتني فأشفق عليه يسوع ومد يده ولمسه وقال له أريد فاضطهر فزال عنه البرص في الحال وطهر فانتهره يسوع وصرفه بعدما قال له إياك أن تخبر أحداً بشيء ولكن اذهب إلى الكاهن وأريه نفسك ثم قدم عن شفائك ما أمر به موسى شهادة عندهم ولكن الرجل انصرف وأخذ يذيع الخبر وينشره في كل مكان حتى تعذر على يسوع أن يدخل علانية إلى أي مدينة فأقام في أماكن مغفرة وكان الناس يجئون إليه من كل مكان الأصحاح الثاني ورجع يسوع بعد أيام إلى كفر نحوم فسمع الناس أنه في البيت فتجمع منهم عدد كبير ملأ المكان حتى عند الباب فوعظهم بكلام الله وجاء إليه أربعة رجال يحملون كسيحاً فلما عجزوا عن الوصول به إليه لكثرة الزحام نقبوا الصقف وكشفوا فوق المكان الذي كان فيه يسوع ودلوا الكسيح وهو على فراشه فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح يابني مغفورة لك خطاياك وكان بين الحضور بعض معلمي الشريعة فقالوا في أنفسهم كيف يتكلم هذا الرجل كلاماً كهذا فهو يجدف من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده وعرف يسوع في سره أفكارهم قال لهم ما هذه الأفكار في قلوبكم؟ أيما أسهل أن يقال لهذا الكسيح مغفورة لك خطاياك أم أن يقال له قم وحمل فراشك وامشي سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض ليغفر الخطايا وقال للكسيح أقول لك قم وحمل فراشك واذهب إلى بيتك فقام الرجل وحمل فراشه في الحال وخرج بمشهد من الحاضرين فتعجبوا كلهم ومجدوا الله وقالوا ما رأينا مثل هذا في حياتنا؟ ورجع يسوع إلى شاطئ بحر الجليل وجاءه جمهور من الناس فأخذ يعلمهم وبينما هو سائر رأى لاوي بن حلفة جالسا في بيت الجباية فقال له يسوع اتبعني فقام وتبعه وكان يسوع يأكل في بيت لاوي فجلسا معه ومع تلميذه كثيرون من الذين تبعوه من جبات الضرائب والخاطئين فلما رأى بعض معلمي الشريعة من الفريسيين أنه يأكل مع جبات الضرائب والخاطئين قالوا لتلميذه ما باله يأكل ويشرب مع جبات الضرائب والخاطئين فسمع يسوع كلامهم فقال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى ما جئت ليدعو الصالحين بل الخاطئين وكان تلميذ يحنى والفريسيون صائمين فجاء بعض الناس إلى يسوع وقالوا له لماذا يصوم تلميذ يحنى وتلميذ الفريسيين ولا يصوم تلميذك فقال لهم أتنتظرون من أهل العريس أن يصوموا والعريس بينهم فما دام العريس بينهم لا يقدرون أن يصوموا ولكن يجيء وقت يرفع فيه العريس من بينهم وفي ذلك الوقت يصومون ما من أحد يرقع ثوبا عطيقا برقعة من قماش جديد لألا تنكمش فتنتزع الرقعة الجديدة شيئا من الثوب العطيق فيتسع الخرق وما من أحد يضع خمرا جديدة في أوعية من جلد عطيقة لألا تشق الخمر الجديدة الأوعية فتتلف الخمر والأوعية معا ولكن للخمر الجديدة أوعية جديدة ومر في السبت بين المزارع فأخذ تلاميذه يقطفون السنبل وهم سائرون فقال له الفريسيون انظر لماذا يعمل تلاميذك ما لا يحل في السبت فقال لهم أما قرأتم ما عمل داود عندما أحوجه الجوع هو ورجاله كيف دخل بيت الله في أيام أبيتار رئيس الكهنة فأكل خبز القربان وأعطى منه رجاله وأكله لا يحل إلا للكهنة وقال يسوع الله جعل السبت للإنسان وما جعل الإنسان للسبت فابن الإنسان سيد السبت أيضا الأصحاح الثالث ورجع يسوع إلى المجمع فوجد فيه رجلا يده يابسة وكان هناك جماعة يراقبونه ليروا هل يشفيه في السبت فيتهموه فقال للرجل الذي يده يابسة قم في وسط المجمع وقال للحاضرين أيحل في السبت عمل الخير أم عمل الشر إنقاذ نفس أم إهلاكها فسكتوا فأجال يسوع نظره فيهم وهو غاضب حزين لقساوة قلوبهم وقال للرجل مد يدك فمدها فعادت صحيحة كالأخرى فخرج الفريسيون وتشاوروا مع الهيروديسيين ليقتلوا يسوع فانصرف مع تلميذه إلى بحر الجليل وتبعه جمهور كبير من الجليل واليهودية ومن أرشاليم وأدومية وعبر الأردن ونواحي صورة وصيدة وهؤلاء سمعوا بأعماله فجاءوا إليه فأمر تلميذه بأن يهيئ له قاربا حتى لا يسحمه الجامع لأنه شف كثيرا من الناس حتى أخذ كل مريض يشق طريقه إليه ليلمسه وكان الذين فيهم أرواح نجسة يسجدون له إذا رأوه ويصحون أنت ابن الله فكان يأمرهم بشدة أن لا يعلن أمره وصعد إلى الجبل ودعا الذين أرادهم فحضروا إليه فأقام منهم اثني عشر سماهم رسلا يرافقونه فيرسلهم مبشرين ولهم سلطان به يطردون الشياطين وهؤلاء الاثنى عشر هم سمعان وسماه يسوع بطرس ويعقوب ويحن بن زبدي وسماهما بوانرجس أي ابني الرعد وأندراوس وفليبوس وبرثلوماوس ومتة وتومة ويعقوب بن حلفة وتداوس وسمعان الوطني الغيور ويهوذ أسخريوت الذي أسلم يسوع وجاء يسوع إلى البيت فعاد الناس إلى الازدحام حتى تعذر على يسوع وتلميذه أن يأكلوا وسمع أقرباؤه فجاءوا ليأخذوه لأن بعض الناس قالوا فقد صوابه وأما معلمو الشريعة الذين نزلوا من أرشاليم فقالوا فيه بعل زبول وهو برئيس الشياطين يطرد الشياطين فدعاهم وكلمهم بأمثال قال كيف يمكن للشيطان أن يطرد الشيطان فإذا انقسمت مملكة لا تثبت أو انقسم بيت لا يثبت وإذا ثار الشيطان على ذاته وانقسم لا يثبت بل يزول لا يقدر أحد أن يدخل بيت رجل قوي وينهب أمتعته إلا إذا قيد هذا الرجل القوي أولا ثم ينهب بيته الحق أقول لكم كل خطيئة وكل تجديف مهما كان يغفرهما الله للناس وأما من جدف على الروح القدس فلا مغفرة له أبدا بل تبقى خطيئته أبدية وبهذا الكلام رد على الذين قالوا فيه روح ناجس وجاءت أمه وإخوته فوقفوا في خارج البيت وأرسلوا إليه يدعونه وكان يجلس حوله جمع كبير فقالوا له أمك وإخوتك وأخواتك في خارج البيت يطلبونك فأجابهم من هي أمي ومن هم إخوتي ونظر إلى الجالسين حوله وقال هؤلاء هم أمي وإخوتي لأن من يعمل بمشيئة الله هو أخي وأختي وأمي الأصحاح الرابع وعاد إلى التعليم بجانب البحر فتجمع حوله جمهور كبير جدا حتى إنه صعد إلى قارب في البحر وجلس فيه والجمع كلهم في البر على شاطئ البحر فعلمهم بالأمثال أشياء كثيرة وقال لهم في تعليمه اسمعوا خرج الزارع ليزرع وبينما هو يزرع وقع بعض الحب على جانب الطريق فجاءت الطيور وأكلته ووقع بعضه على أرض سخرية قليلة التراب فنبت في الحال لأن ترابه كان بلا عمق فلما أشرقت الشمس احترق وكان بلا جذور فيبس ومنهما وقع بين الشوك فطلع الشوك وخنقه فما أعطى ثمرا ومنهما وقع على أرض طيبة فنبت ونمى وأعطى ثمرا فأثمر بعضه ثلاثين وبعضه ستين وبعضه مئة وقال يسوع من كان له أذنان تسمعان فليسمع فلما كان على انفراد سأله أتباعه والرسل الاثنى عشر عن مغزى الأمثال فقال لهم أنتم أعطيتم سر ملكوت الله وأما الذين من خارج فيسمعون كل شيء بالأمثال حتى إنهم مهما نظروا لا يبصرون ومهما سمعوا لا يفهمون لألا يتوبوا فتغفر لهم خطاياهم ثم قال لتلميذه أما تفهمون هذا المثل كيف إذن تفهمون غيره من الأمثال الزارع يزرع كلام الله وبعض الناس مثل الزرع الذي يقع على جانب الطريق يسمعون كلام الله فيسرع الشيطان إليهم وينتزع الكلام المزروع فيهم وبعض الناس مثل الزرع في أرض صخرية ما إن يسمعوا كلام الله حتى يقبلوه فرحين ولكن لا عمق لهم في نفوسهم فلا يثبتون على حال فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلام الله ارتدوا عنه في الحال وبعض الناس مثل الزرع بين الأشواك يسمعون كلام الله ولكن هموم الدنيا ومحبة الغنى وسائر الشهوات تدخل في قلوبهم وتخنق كلام الله فلا يثمر وبعض الناس مثل الزرع في الأرض الطيبة يسمعون كلام الله ويقبلونه فيثمرون منهم من يثمر ثلاثين ومنهم ستين ومنهم مئة وقال لهم أيجيء أحد بسراج ليضعه تحت المكيال أو تحت السرير أما يضعه على مكان مرتفع فما من خفي إلا سيظهر وما من مكتوم إلا سيعلن من كان له أذنان تسمعان فليسمع وقال لهم انتبهوا لما تسمعون بالكيل الذي تكيلون يكال لكم وتزادون لأن من له شيء يزاد ومن لا شيء له يؤخذ منه حتى الذي له وقال يشبه ملاكوت الله رجلا يبذر الزرع في حقله فينام في الليل ويقوم في النهار والزرع ينبت وينمو وهو لا يعرف كيف كان ذلك فالأرض من ذاتها تنبط العشب أولا ثم السنبل ثم القمح الذي يملأ السنبل حتى إذا نضج القمح حمل الرجل من جله في الحال لأن الحصاد جاء وقال كيف نشبه ملاكوت الله أو بأي مثل نوضحه هو مثل حبة من خردل تكون عند زرعها في الأرض أصغر كل ما في الأرض من الحبوب ولكنها بعد الزرع ترتفع وتصير أكبر النبات وتمد غصونا كبيرة حتى إن طيور السماء تجيء وتعشش في ظلها وكان يسوع يكثر من هذه الأمثال ليعلم الناس كلام الله على قدر ما يفهمون وما كلمهم إلا بأمثال ولكنهم تنفرد بتلميذه فسر لهم كل شيء وفي مساء ذلك اليوم قال لهم تعالوا نعبروا إلى الشاطئ المقابل فتركوا الجموع وساروا بيسوع في القارب الذي كان فيه وكانت معه قوارب أخرى فهبت عاصفة شديدة وأخذت الأمواج تضرب القارب حتى كاد يمتلئ وكان يسوع نائما في مؤخر القارب ورأسه على مخد فأيقظوه وقالوا له يا معلم أما يهموك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر أصمت اخرس فسكنت الريح وساد هدوء تام وقال يسوع لتلميذه ما لكم خائفين؟ أما عندكم إيمان بعد؟ ولكنهم كانوا في فزع شديد وقال بعضهم لبعض من هذا؟ حتى الريح والبحر يطيعانه الأصحاح الخامس ووصلوا إلى الشاطئ الآخر من بحر الجليل في ناحية الجراسيين ولما نزل من القارب استقبله رجل خرج من المقابر وفيه روح نجس وكان يقيم هناك ولا يقدر أحد أن يربطه حتى بسلسلة فكثيرا ما ربطوه بالقيود والسلاسل فكان يقطع السلاسل ويكسر القيود ولا يقوى أحد على ضبطه وكان طوال الليل والنهار في المقابر والجبال يصرخ ويجرح جسده بالحجارة فلما شاهد يسوع عن بعد أسرع إليه وسجد له وصاحب أعلى صوته ما لي ولك يا يسوع بن الله العدي أستحلفك بالله لا تعذبني لأن يسوع قال له أيها الروح النجس أخرج من هذا الرجل فسأله يسوع ما اسمك؟ فأجاب اسمي جيش لأننا كثيرون وتوسل كثيرا إلى يسوع ألا يطرد الأرواح النجسة منه إلى خارج المنطقة وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى قرب الجبل فتوسلت الأرواح النجسة إلى يسوع بقولها أرسل إلى تلك الخنازير لندخل فيها فأذن لها فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير فاندفع القطيع من المنحدر إلى البحر وعدده نحو ألفين فغرق فيه وهرب الرعاة ونشر الخبر في المدينة والقرى فخرج الناس ليرعوا ما جرى فلما وصلوا إلى يسوع شاهدوا الرجل الذي كان فيه جيش من الشياطين جالسا هناك لابسا سليم العقل فاستولى عليهم الخوف فأخبرهم الشهود بما جرى للرجل الذي كانت فيه الشياطين وبما أصاب الخنازير فطلبوا إلى يسوع أن يرحل عن ديارهم وبينما هو يركب القارب طلب إليه الذي كانت فيه الشياطين أن يأخذه معه فما أذن له بل قال له ارجع إلى بيتك وإلى أهلك وأخبرهم بما عمل الرب لك وكيف رحمك فذهب الرجل وأخذ ينادي في المدن العشر بما عمل يسوع له وكان جميع الناس يتعجبون وعبر يسوع في القارب إلى الشاطئ المقابل فتجمع حوله على الشاطئ جمهور كبير وجاء رجل من رؤساء المجمع اسمه ييروس فلما رأى يسوع وقع على قدميه وتوسل إليه كثيرا بقوله ابنة الصغيرة على فراش الموت تعال وضع يدك عليها فتشفى وتحيا فذهب معه وتبعه جمع كبير يسحمه من كل جانب وكانت هناك امرأة مصابة بنسف الدم من اثنتين عشرة سنة علجها أطباء كثيرون وأنفقت كل ما تملك فما استفادت شيئا لبل صارت من سيء إلى أسوأ فلما سمعت بأخبار يسوع دخلت بين الجموع من خلف ولمست ثوبه لأنها قالت في نفسها يكفي أن ألمس ثيابه لأشفى فانقطع نسف دمها في الحال وأحست في جسمها أنها شفيت من دائها وشعر يسوع في الحال بقوة خرجت منه فالتفت إلى الجموع وقال من لمس ثيابي؟ فقال له تلميذه ترى الناس يزحمونك وتسأل من لمسني؟ ولكنه نظر حوله ليرى التي فعلت ذلك وخافت المرأة وارتعبت لعلمها بما جرى لها فجاءت وسجدت له وأخبرته بالحقيقة كلها فقال لها يابنتي إيمانك شفاكي فذهبي بسلام وتعافي من دائك وبينما يسوع يتكلم وصل رجال من دار رئيس المجمع يقولون ماتت ابنتك فلا حاجة إلى إزعاج المعلم فتجاهل يسوع كلامهم وقال لرئيس المجمع لا تخف يكفي أن تؤمن وما أذن لأحد أن يرافقه إلا بطرس ويعقوب ويحن أخا يعقوب ولما وصلوا إلى دار رئيس المجمع رأى يسوع الضجيج وبكاء الناس وعويلهم فدخل وقال لهم لماذا تضجون وتبكون؟ ما ماتت الصبية لكنها نائمة فضحكوا عليه فأخرجهم جميعا ودخل بأب الصبية وأمها والذين كانوا معه إلى حيث كانت الصبية فأخذ بيدها وقال لها طليفا قوم أي؟ يا صبية أقول لك قومي فقامت في الحال وأخذت تمشي وكانت ابنت اثنتين عشرة سنة ففي الحال تعجبوا كثيرا فأوصاهم يسوع بشدة أن لا يعلم أحد بما حدث وأمرهم أن يطعموها الأصحاح السادس وخرج من هناك وجاء إلى بلده يتبعه تلميذه وفي السبت أخذ يعلم في المجمع فتعجب أكثر الناس حين سمعوه وقالوا من أين له هذا؟ وما هذه الحكمة المعطاط له وهذه المعجزات التي تجري على يديه أما هو النجار بن مريم وأخي عقوب ويوسي ويهوذ وسمعان؟ أما أخواته عندنا هنا؟ ورفضوه فقال لهم يسوع لا نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وأهل بيته وتعذر على يسوع أن يصنع أية معجزة هناك سوى أنه وضع يديه على بعض المرضى فشفاهم وكان يتعجب من قلة إيمانهم ثم سار في القرى المجاورة يعلم ودعا إليه التلميذ الاثنين عشر وأخذ يرسلهم اثنين اثنين ليبشروا وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة وأوصاهم قال لا تأخذوا للطريق شيئا سوى عصا لا خبزا ولا كيسا ولا نقودا في جيوبكم بل انتعلوا حذاءا ولا تلبسوا ثوبين وقال لهم وحيثما دخلتم بيتا فأقيموا فيه إلى أن ترحلوا وإذا جئتم إلى مكان وما قبلكم أهله ولا سمعوا كلامكم فارحلوا عنه وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم فخرجوا يدعون الناس إلى التوبة وطردوا كثيرا من الشياطين ودهنوا بالزيت كثيرا من المرضى فشفوهم وسمع الملك هيرودوس بأخبار يسوع لأن اسمه أصبح مشهورا وكان بعض الناس يقولون قام يحنى المعمدال من بين الأموات ولذلك تجري المعجزات على يده وقال آخرون هو إلي وآخرون هو نبي كسائر الأنبياء فلما سمع هيرودوس قال هذا يحنى الذي قطعت أنا رأسه قام من بين الأموات وكان هيرودوس أمسك يحنى وقيده في السجن من أجل هيرودية التي تزوجها وهي امرأة أخيه فيليبوس فكان يحنى يقول له لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك وكانت هيرودية ناقمة عليه تريد قتله فلا تقدر لأن هيرودوس كان يهابه ويحميه لعلمه أنه رجل صالح قديس وكان يسره أن يستمع إليه مع أنه حار فيه كثيرا وسنحت الفرصة لهيرودية عندما أقام هيرودوس في ذكر مولده وليمة للنبلاء وكبار القادة وأعيان الجليل فدخلت ابنة هيرودية ورقصت فأعجبت هيرودوس والمدعوين فقال الملك للفتاة أطلبي ما شئتي فأعطيكي وحلف لها يمينا مشددا قال أعطيكي كل ما تطلبين ولو نصف مملكتي فخرجت الفتاة وسألت أمها ماذا أطلب؟ فأجابتها رأس يحن المعمدان فأسرعت إلى الملك وقالت لها أريد أن تعطيني الآن على طبق رأس يحن المعمدان فحزن الملك كثيرا ولكنه أراد أن لا يرد طلبها من أجل اليمين التي حلفها أمام المدعوين فأرسل في الحال جنديا وأمره بأن يجيء برأس يحن فذهب وقطع رأسه في السجن وجاء به على طبق وسلمه إلى الفتاة فحملته إلى أمها وبلغ الخبر تلميذ يحن فجاءوا وأخذوا جثته ووضعوها في قبر واجتمع الرسل عند يسوع وأخبروه بكل ما عملوا وعلموا وكان كثير من الناس يروحون ويجئون فلا يتركون لهم فرصة ليأكلوا طعامهم فقال لهم يسوع تعالوا أنتم وحدكم إلى مكان مغفر واستريحوا قليلا فذهبوا في القارب وحدهم إلى مكان مغفر فرأاهم الناس ذاهبين وعرف كثير منهم إلى أين فأسرعوا من جميع المدن مشيا على الأقدام وسبقوهم إلى ذلك المكان فلما نزل يسوع من القارب رأى جمعا كبيرا فأشفق عليهم لأنهم كانوا مثل غنم لا راعي لها وأخذ يعلمهم أشياء كثيرة وفات الوقت فدن منه تلميذه وقالوا له فات الوقت وهذا مكان مغفر فقل للناس أن ينصرفوا إلى المزارع والقرى المجاورة ليشتروا لهم ما يأكلون فأجابهم يسوع أعطوهم أنتم ما يأكلون فقالوا أتريدنا أن نذهب ونشتري خبزا بمئتي دينار ونعطيهم ليأكلوا فقال يسوع كم رغيفا عندكم اذهبوا وانظروا فلما عرفوا ما عندهم قالوا له خمسة أرغيفة وسمكة فأمرهم أن يقعدوا الناس جماعة جماعة على العشب الأخضر فقعدوا صفوفا صفوفا في بعضها مئة وفي بعضها خمسون وأخذ يسوع الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وباركة وكسر الأرغفة وناول تلميذة ليوزعوها على الناس وقسم السمكتين عليهم جميعا فأكلوا كلهم حتى شبعوا ثم رفعوا اثنتين عشرة قفة مملوئة من الكسر وفضلات السمكتين وكان الذين أكلوا من الأرغفة نحو خمسة آلاف رجل وأمر يسوع تلميذه أن يركبوا القارب ويصبقوه إلى بيت صيدة عند الشاطئ المقابل حتى يصرف الجموع فلما صرفهم ذهب إلى الجبل ليصلي وعند المساء كان القارب في وسط البحر ويسوع وحده على البر ورأى يسوع أن تلميذه يلاقون مشقة في التجذيف لأن الريح كانت ضدهم فجاء إليهم قبل الفجر ماشيا على البحر وكاد يمر بهم فلما رأوه ماشيا على البحر ظنوه شبحا فصرخوا لأنهم رأوه كلهم فارتعبوا فكلمهم في الحال قال اطمئنوا أنا هو لا تخافوا وصعد القارب إليهم فهدأت الريح فتحيروا كثيرا لأن معجزة الأرغفة فاتهم مغزاها لبلادة قلوبهم وعبروا إلى برج النيسارة وربطوا قاربهم هناك وما إن نزلوا حتى عرف الناس يسوع فساروا في تلك الأنحاء كلها وأخذوا يحملون المرضى على فرشهم إلى كل مكان سمعوا أنه فيه وكانوا أينما دخل سواء إلى القرى أو المدن أو المزارع يضعون المرضى في الساحات ويطلبون إليه أن يلمسوا ولو طرف ثوبه فكان كل من يلمسه يشفى الأصحاح السابع واجتمع إليه الفريسيون وبعض معلمي الشريع القادمين من أوروشاليم فرأوا بعض تلميذه يتناولون الطعام بأيد نجسة أي غير مخسولة فلا موه لأن الفريسيين واليهود على العموم يتمسكون بتقاليد القدماء فلا يأكلون إلا بعد أن يخسلوا أيديهم جيدا وإذا رجعوا من الصوق لا يأكلون شيئا إلا إذا غسلوه وهناك أشياء أخرى كثيرة توارثوها ليعملوا بها كغسل الكؤوس والأباريق وأوعية النحاس والأسرة فسأله الفريسيون ومعلموا الشريعة لماذا لا يراعي تلميذك تقاليد القدماء بل يتناولون الطعام بأيد نجسة فأجابهم يا مراءون صدق إشعيا في نبوئته عنكم كما جاء في الكتاب هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فبعيد عني وهو باطلا يعبدني بتعاليم وضعها البشر أنتم تهملون وصية الله وتتمسكون بتقاليد البشر وقال لهم ما أبرعكم في نقض شريعة الله لتحافظوا على تقاليدكم قال موسى أكرم أباك وأمك ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت أما أنتم فتقولون إذا كان عند أحد ما يساعد به أباه أو أمه ثم قال لهما هذا قربان أي تقدمة لله يعفى من مساعدة أبيه أو أمه فتبطلون كلام الله بتقاليد من عندكم تتوارثونها وهناك أمور كثيرة مثل هذه تعملونها ودع الجموع وقال لهم أصغوا إلي كلكم وافهموا ما من شيء يدخل الإنسان من الخارج ينجسه ولكن ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجس الإنسان من كان له أذنان تسمعان فليسمع ولما ترك الجموع ورجع إلى البيت سأله تلميذه عن مغز هذا المثل فقال لهم أهكذا أنتم أيضا لا تفهمون ألا تعرفون أن ما يدخل الإنسان من الخارج لا ينجسه لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى جوفه ثم يخرج من الجسد وفي قوله هذا جعل يسوع الأطعمة كلها طاهرة وقال لهم ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجسه لأن من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة الفسق والسرقة والقتل والزنا والطمع والخبث والغش والفجور والحسد والنميمة والكبرياء والجهل هذه المفاسد كلها تخرج من داخل الإنسان فتنجسه وانتقل من هناك إلى نواحي صور ودخل بيتا وكان لا يريد أن يعلم به أحد فما أمكنه أن يخفي أمره وما إن سمعت بهم رأة كان في ابنتها روح نجس حتى أسرعت إليه وارتمت على قدميه وسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها وكانت المرأة غير يهودية ومن أصل سوري فنيقي فأجابها يسوع دعي البنين أولا يشبعون فلا يجوز أن يأخذ خبز البنين ويرمى للكلاب فقالت المرأة يا سيدي حتى الكلاب تأكل تحت المائدة من فتاة البنين فقال لها اذهبي من أجل قولك هذا خرج الشيطان من ابنتك فرجعت المرأة إلى بيتها فوجدت ابنتها على السرير والشيطان خرج منها وترك يسوع نواحي صور ومر بصيدة راجعا إلى بحر الجليل عبر أراضي المدن العشر فجاءوا إليه بأصم منعقد اللسان وتوصلوا إليه أن يضع يده عليه فابتعد به يسوع عن الجموع ووضع أصابعه في أذني الرجل وبسق ولمس لسانه ورفع عينيه نحو السماء وتنهد وقال للرجل إي فاتا أي؟ انفتح ففي الحال انفتحت أذن الرجل وانحلت عقدة لسانه فتكلم بطلاقة وأوصاهم يسوع أن لا يخبر أحدا فكان كلما أكثر من توصيتهم أكثر من إذاعة الخبر وكانوا يقولون بأعجاب شديد ما أروع أعماله كلها جعل الصم يسمعون والخرص ينطقون الأصحاح الثامن وتجمع في تلك الأيام جمهور كبير وما كان معهم شيء يأكلونه فدع يسوع تلميذه وقال لهم أشفق على هذا الجمع فهم من ثلاثة أيام معي ولا طعام لهم وإن صرفتهم إلى بيوتهم صائمين خارت قواهم في الطريق ومنهم من جاء من مكان بعيد فأجابه تلميذه كيف لأحد أن يشبع هؤلاء الناس خبزا هنا في البرية فسألهم كم رغيفا عندكم قالوا سبعة فأمر يسوع الجمع أن يقعد على الأرض وأخذ الأرغفة السبعة وشكر وكسرها وأعطى تلميذه ليوزعوها على الجمع فوزعوها عليهم وكان مع التلميذ بعض سمكات صغار فباركها يسوع وطلب من تلميذه أن يوزعوها أيضا فأكل الناس حتى شبعوا ثم رفعوا مما فضل من الكسر سبع سلال وكانوا نحو أربعة ألاف فصرفهم يسوع وركب القارب مع تلميذه وجاء إلى نواحي دلمنوثة وأقبل إليه بعض الفريسيين وأخذوا يجادلونه طالبين منه آية من السماء ليجربوه فتنهد من أعماق قلبه وقال ما لهذا الجيل يطلب آية الحق أقول لكم لن يعطى هذا الجيل آية وتركهم ورجع في القارب إلى الشاطئ المقابل ونسي التلميذ أن يتزود خبزا وما كان معهم في القارب سوى رغيف واحد وأوصاهم يسوع قال انتبهوا إياكم وخمير الفريسيين وخمير هيرودوس فتساءلوا هل لأن لا خبز معنا؟ فعرف يسوع وقال لهم لماذا تفكرون أني قلت هذا؟ لأن لا خبز معكم؟ أما أدركتم بعد وفهمتم؟ أعميت قلوبكم إلى هذا الحد أم لكم عيون ولا تبصرون وأذان ولا تسمعون؟ ألا تذكرون؟ عندما كسرت الأرغفة الخمسة للخمسة الآلاف كم قفة مملوئة من الكسر رفعتم؟ قالوا إثنتي عشرة قفة وعندما كسرت الأرغفة السبعة للأربعة الآلاف كم سلة مملوئة من الفضلات رفعتم؟ قالوا سبع سلال فقال لهم أما فهمتم بعد؟ ووصلوا إلى بيت صيدة فجاءوا إليه بأعمى وتوسلوا إليه أن يلمسه فأخف بيد الأعمى وقاده إلى خارج القرية وهناك تفل في عينيه ووضع يديه عليه وسأله أتبصر شيئا؟ فتطلع وقال أبصر الناس وأرهم يمشون كأنهم أشجار فوضع يسوع يديه مرة أخرى على عيني الرجل فأبصر جيدا وعاد صحيحا يرى كل شيء واضحا فأرسله إلى بيته وقال له لا تدخل القرية وسار يسوع وتلميذه إلى قرى قيصرية فيليبوس وفي الطريق سأل تلميذه من أنا في رأي الناس؟ فأجابوه يحن المعمدان وبعضهم يقولوا إليه وبعضهم أحد الأنبياء فسألهم ومن أنا في رأيكم أنتم؟ فأجاب بطرس أنت المسيح فأمرهم أن لا يخبروا أحدا وبدأ يعلمهم أن ابن الإنسان يجب أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلم الشريعة وأن يموت قتلا وأن يقوم بعد ثلاثة أيام وكان يقول هذا الكلام علانية فانفرد به بطرس وأخذ يعاتبه فالتفت ورأى تلميذه فوبخ بطرس بقوله ابتعد عني يا شيطان لأن أفكارك هذه أفكار البشر لا أفكار الله ودعا الجموع وتلميذه وقال لهم من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني لأن الذي يريد أن يخلص حياته يخسرها ولكن الذي يخسر حياته في سبيلي وسبيل البشارة يخلصها فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وبماذا يفدي الإنسان نفسه؟ لأن من يستحبي وبكلامي في هذا الجيل الخائن الشرير يستحبه ابن الإنسان متى جاء في مجد أبيه مع الملائكة الأطهار وقال لهم الحق أقول لكم في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهد مجيء ملكوت الله في مجد عظيم وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويحنى وانفرد بهم على جبل مرتفع وتجلى بمشهد منهم فصارت ثيابه تلمع ببياض ناصع لا يقدر على مثله أي قصار في الأرض وظهر لهم إليا وموسى وكانا يكلمان يسوع فقال بطرس ليسوع يا معلم ما أجمل أن نكون هنا فلننصب ثلاث مظال واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإليا وكان لا يعرف ما يقول من شدة الخوف الذي استولى عليه هو ورفاقه وجاءت سحابة ظللتهم وقال صوت من السحابة هذا هو ابن الحبيب فله اسمعوا وتلفت فجأة حولهم فما رأوا معهم إلا يسوع وحده وبينما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع أن لا يخبروا أحدا بما رأوا إلا متى قام ابن الإنسان من بين الأموات فحفظوا وصيته ولكنهم أخذوا يتسألون ما معنى قام من بين الأموات ثم سألوه لماذا يقول معلم الشريعة يجب أن يجيء إليا أولا فأجابهم نعم يجيء إليا أولا ويصلح كل شيء فكيف يقول الكتاب إن ابن الإنسان سيتألم كثيرا وينبذه الناس لكني أقول لكم إليا جاء وفعلوا به على هواهم كما جاء عنه في الكتب ولما رجعوا إلى التلاميذ رأوا جمعا كبيرا حولهم وبعض معلمي الشريعة يجادلونهم فلما شاهده الجمع تحيروا كلهم وأسرعوا إليه يحيونه فسألهم في أي شيء تجادلونهم فأجابه رجل من الجمع يا معلم جئت إليك بابني لأن فيه روحا ناجسا يجعله أبكم وإنما أمسك به يصرعه فيزيد الصبي ويصرف بأسنانه ويتشنج وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا فأجابهم أيها الجيل غير المؤمن إلى متى أبقى معكم وإلى متى أحتملكم قدموا الصبي إلي فقدموه إليه فلما رآه الروح النجس سرع الصبي فوقع على الأرض يتلوى ويزبد فسأل يسوع والد الصبي متى بدأ يصيبه هذا قال من أيام طفولته وكثيرا ما رماه الروح النجس في النار أو في الماء ليقطره فإذا كنت قادرا على شيء فاشفق علينا وساعدنا فقال له يسوع إذا كنت قادرا أن تؤمن فكل شيء ممكن للمؤمن فصاح الوالد في الحال عندي إيمان ساعدني حتى يزيد ورأى يسوع أن الناس يتجمعون فانتهر الروح النجس وقال له أيها الروح الأصم الأخرس أنا آمرك أخرج من الصبي ولا ترجع إليه فصرخ وصرعه سرعة قوية وخرج منه فصار الصبي كالميت حتى قال كثير من الناس إنه مات فأخذه يسوع بيده وأنهضه فقام ولما دخل البيت سأله تلميذه على انفراد لماذا عجزنا نحن أن نتدر الروح النجس؟ فأجابهم هذا الجنس لا يطرد إلا بالصلاة وخرجوا من هناك ومروا بالجليل وكان يسوع ليريد أن يعلم به أحد لأنه كان يعلم تلميذه فيقول لهم سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس فيقتلونه وبعد قتله بثلاثة أيام يقوم فما فهموا هذا الكلام وتهيبوا أن يسألوه عنه ثم وصلوا إلى كفرنا حوم فلما دخلوا البيت سألهم في أي شيء كنتم تتجادلون في الطريق؟ فسكتوا لأنهم كانوا في الطريق يتجادلون في من هو الأعظم بينهم فجلس ودع التلميذ الاثني عشر وقال لهم من أراد أن يكون أول الناس فليكن آخرهم جميعا وخادما لهم وأخذ طفلا فأقامه وسطهم وضمه إلى صدره وقال لهم من قبل واحدا من هؤلاء الأطفال باسمي يكون قبلني ومن قبلني لا يكون قبلني أنا بل الذي أرسلني فقال له يحنى يا معلم رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا ينتمي إلينا فقال يسوع لا تمنعوه فما من أحد يصنع معجزة باسمي يتكلم علي بعدها بالسوء من لا يكون علينا فهو معنا ومن سقاكم كأس ماء باسمي لأنكم للمسيح فأجره الحق أقول لكم لن يضيع وقال يسوع من أوقع أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي في الخطيئة فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن كبير ويرمى في البحر فإذا أوقعتك يدك في الخطيئة فاقطعها لأنه خير لك أن تدخل الحياة ولك يد واحدة من أن تكون لك يدان وتذهب إلى جهنم إلى نار لا تنطفئ حيث الدود لا يموت والنار لا تنطفئ وإذا أوقعتك رجلك في الخطيئة فاقطعها لأنه خير لك أن تدخل الحياة ولك رجل واحدة من أن تكون لك رجلان وترمى في جهنم حيث الدود لا يموت والنار لا تنطفئ وإذا أوقعتك عينك في الخطيئة فاقطعها لأنه خير لك أن تدخل ملاكوت الله ولك عين واحدة من أن تكون لك عينان وترمى في جهنم حيث الدود لا يموت والنار لا تنطفئ فكل واحد يملح بنار الملح صالح ولكن إذا فقد ملوحته فبماذا تملحونه فليكن فيكم ملح وسالموا بعضكم بعضا الأصحاح العاشر وقام يسوع من هناك وجاء إلى بلاد اليهودية من عبر الأردن فأقبلت إليه الجموع وأخذ يعلمهم كعادته فدنى بعض الفريسيين وسألوه ليحرجوه أيحل للرجل أن يطلق امرأته؟ فأجابهم بماذا أوصاكم موسى؟ قالوا أجاز موسى للرجل أن يكتب لامرأته كتاب طلاق فتطلق فقال لهم يسوع لقساوة قلوبكم كتب لكم موسى هذه الوصية فمن بدء الخليقة جعلهما الله ذكرا وأنثى ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بامرأته فيصير الاثنان جسدا واحدا فلا يكونان اثنين بل جسد واحد وما جمعه الله لا يفرقه الانسان ولما دخلوا البيت سأله التلاميذ عن هذا الأمر فقال لهم من طلق امرأته وتزوج غيرها زن عليها وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت غيره زنت وجاء إليه بعض الناس بأطفال ليضع يديه عليهم فانتهرهم التلاميذ ورأى يسوع ذلك فغضب وقال لهم دعوا الاطفال يأتون الي ولا تمنعوهم لأن لأمثال هؤلاء ملكوت الله الحق أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله كأنه طفل لا يدخله وحضنهم ووضع يديه عليهم وبركهم وخرج إلى الطريق فأسرع إليه رجل وسجد له وسأله أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرف الحياة الأبدية فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا لا صالح إلا الله وحده أنت تعرف الوصايا لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد بالزور لا تظلم أكرم أباك وأمك فأجابه الرجل يا معلم من أيام الصباية عملت بهذه الوصايا كلها فنظر إليه يسوع بمحبة وقال له يعوزك شيء واحد اذهب باع كل ما تملكه ووزع ثمنه على الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني فحزن الرجل لهذا الكلام ومضى كئيبا لأنه كان يملك أموالا كثيرة فنظر يسوع حوله وقال لتلميذه ما أصعب دخول الأغنياء إلى ملكوت الله فاستغرب التلميذ كلامه فقال لهم ثانية يا أبنائي ما أصعب الدخول إلى ملكوت الله فمرور الجمل في ثقب الإبرة أسهل من دخول الغني إلى ملكوت الله فزاد استغرابهم وتساءلوا ما يمكنه أن يخلص إذن فنظر إليهم يسوع وقال هذا شيء غير ممكن عند الناس لا عند الله فعند الله كل شيء ممكن فقال له بطرس ها نحن تركنا كل شيء وتبعناك فأجابه يسوع الحق أقول لكم ما من أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أما أو أبا أو أولادا أو حقولا من أجلي ومن أجل البشارة إلا نال في هذه الدنيا مع الاضطهادات مئة ضعف من البيوت والإخوة والأخوات والأمهات والأولاد والحقول ونال في الآخرة الحياة الأبدية وكثير من الأولين يصيرون آخرين ومن الآخرين يصيرون أولين وكانوا في الطريق صاعدين إلى أوروشاليم ويسوع يتقدمهم وكان التلميذ في حيرة والذين يتبعون خائفين فانفرد بالاثني عشر مرة أخرى وأخذ يكلمهم بما سيحدث له فقال ها نحن صاعدون إلى أوروشاليم وسيسلم ابن الإنسان إلى رؤساء الكهنة ومعلمين الشريعة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى حكام غرباء فيستهزئون به ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه وبعد ثلاثة أيام يقوم ودنى إليه يعقوب ويحن بنى زبدي وقالا له يا معلم نريد أن تلبي طلبنا فقال لهما ماذا تريدان أن أعمل لكما فأجاباه أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك وواحد عن شمالك في مجدك فقال لهما يسوع أنتما لا تعرفان ما تطلبان أتقدران أن تشربا الكأس التي سأشربها أو تقبلا معمودية الآلام التي سأقبلها فأجابا نقدر فقال لهما نعم وأن عظماءها يتسلطون عليها فليكن هذا فيكم بل من أراد أن يكون عظيما فيكم فليكن لكم خادما ومن أراد أن يكون الأول فيكم فليكن لجميعكم عبدا لأن ابن الإنسان جاء لا ليخدمه الناس بل ليخدمهم ويفدي بحياته كثيرا منهم ووصلوا إلى أريحة وبينما هو خارج من أريحة ومعه تلميذه وجمهور كبير كان بارتماوس أي ابن تماوس وهو شحاذ أعمى جالسا على جانب الطريق فلما سمع بأن الذي يمر من هناك هو يسوع الناصري أخذ يصيح يا يسوع ابن داود ارحمني فانتهره كثير من الناس ليسكت لكنه صاح بصوت أعلى يا ابن داود ارحمني فوقف يسوع وقال نادوه فنادوا الأعمى وقالوا له تششع وقم ها هو يناديك فألقى عنه عباءته وقام وجاء إلى يسوع فقال له يسوع ماذا تريد أن أعمل لك؟ قال يا معلم أن أبصر فقال له يسوع اذهب إيمانك شفاك فأبصر في الحال وتبع يسوع في الطريق الأصحاح الأصحاح الحادي عشر ولما قربوا من أوروشاليم ووصلوا إلى بيت فاجي وبيت عنيا عند جبل الزيتون أرسل يسوع اثنين من تلميذه وقال لهما اذهبا إلى القرية التي أمامكما وحالما تدخلانها تجدان جحشا مربوطا ما ركب عليه أحد فحلا رباطه وجيئا به وإن سألكما أحد لماذا تفعلاني هذا فقولا الرب محتاج إليه وسيعيده إلى هنا في الحال فذهب التلميذان فوجدا جحشا مربوطا عند باب على الطريق فحلا رباطه فسألهما بعض الذين كانوا هناك ما بلكما تحلاني رباط الجحش فقالا لهم كما أوصاهما يسوع فتركوهما فجاء التلميذان بالجحش إلى يسوع ووضعا ثوبيهما عليه فراكبه وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق وقطع آخرون أخصانا من الحقول وكان الذين يتقدمون يسوع والذين يتبعونه يهتفون المجد لله تبارك الآتي باسم الرب تباركت المملكة الآتية مملكة أبينا داود المجد في العلا ودخل يسوع أرشاليم والهيكل ونظر كل شيء فيه وكان الوقت فات فخرج إلى بيت عنيا مع التلاميذ الاثني عشر ولما خرج في الغاد من بيت عنيا أحس بالجوة ورأى عن بعد شجرة تين مورقة فقصدها راجيا أن يجد عليها بعض الثمر فلما وصل إليها ما وجد عليها غير الورق لأن وقت التين ما حان بعد فقال لها لا يأكل أحد ثمرا منك إلى الأبد وسمع تلميذه مقال وجاءوا إلى أرشاليم فدخل الهيكل وأخذ يطرد الذين يبعون ويشترون فيه وقلب مناضد السيارفة ومقاعد باعة الحمام ومنع كل من يحمل بضاعة أن يمر من داخل الهيكل وأخذ يعلمهم فيقول أما جاء في الكتاب بيت بيت صلاة لجميع الأمم وأنتم جعلتموه مغارة لصوص وسمع رؤساء الكهنة ومعلم الشريع هذا الكلام فتشاوروا كيف يقتلونه وكانوا يخافونه لأن الشعب كله كان معجبا بتعليمه وعند المساء خرجوا من المدينة وبينما هم راجعون في الصباح رأوا شجرة التين يابسة من أصولها وتذكر بطرس كلام يسوع فقال له انظر يا معلم التينة التي لعنتها يبست فقال لهم يسوع آمن بالله الحق أقول لكم من قال لهذا الجبل قم وانطرح في البحر وهو لا يشك في قلبه بل يؤمن بأن ما يقوله سيكون تم له ذلك ولهذا أقول لكم كل ما تطلبونه في صلواتكم آمن بأنكم نلتموه يتم لكم وإذا قمتم للصلاة وكان لكم شيء على أحد فاغفروا له حتى يغفر لكم أبوكم الذي في السماوات زلاتكم وإن كنتم لا تغفرون للآخرين لا يغفر لكم أبوكم الذي في السماوات زلاتكم ورجعوا إلى أوروشاليم وبينما هو يتمش في الهيكل جاء إليه رؤساء الكهنة ومعلم الشريعة وشيوخ الشعب فقالوا له بأية سلطة تعمل هذه الأعمال بل من أعطاك السلطة لتعملها فأجابهم يسوع وأنا أسألكم سؤالا واحدا أجيبوني فأقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال من أين ليحنى سلطة المعمودية أمن السماء أم من الناس فقالوا في أنفسهم إن قلنا من الله يقول فلماذا ما أمنتم به فهل نقول من الناس لكنهم كانوا يخفون الشعب لأن الشعب كله كان مقتنعا بأن يحنى نبي فأجابوا يسوع لا نعرف فقال لهم يسوع وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال الأصحاح الثاني عشر وأخذ يخاطبهم بأمثال قال غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر فلما جاء يوم القطاف أرسل خادما إليهم ليأخذ منهم حصته من ثمر الكرم فأمسكوه وضربوه وأرجعوه فارغ اليدين فأرسل خادما آخر وهذا رجمه الكرمون وضربوه على رأسه وأهانوه وأرجعوه فأرسل آخر وهذا قتلوه ثم أرسل كثيرين غيرهم فضربوا منهم من ضربوا وقتلوا من قتلوا فما بقي للرجل سوى ابنه الحبيب فأرسله إليهم في آخر الأمر وقال سيهابون ابني لكن الكرمين قالوا فيما بينهم ها هو الوارث تعالوا نقتله فيعود الميراث إلينا فأمسكوه وقتلوه ورموه في خارج الكرم فماذا يفعل صاحب الكرم يجيء ويقتل الكرمين ويسلم الكرم إلى غيرهم أما قرأتم هذه الآية الحجر الذي رفضه البناءون صار رأس الزاوية هذا ما صنعه الرب فيال العجب فأرادوا أن يمسكوه لأنهم فهموا أنه قال هذا المثل عليهم ولكنهم خافوا من الجموع فتركوه وانصرفوا وأرسلوا إليه جماعة من الفريسيين والهيرودسيين ليمسكوه بكلمة فجاءوا إليه وقالوا له يا معلم نعرف أنك صادق لا تبالي بأحد لأنك لا تراعي مقام الناس بل بالحق تعلم طريق الله أيحل دفع الجزية إلى القيصر أم لا أندفعها أم لا ندفعها فأدرك يسوع مكرهم فقال لهم لماذا تحاولون أن تحرجوني هاتوا دينارا لأراه فأعطوه دينارا فقال لمن هذه الصورة وهذا الإثم قالوا للقيصر فقال لهم ادفعوا إلى القيصر مال القيصر وإلى الله مال الله فتعجبوا منه وجاء إليه بعض الصدقيين وهم الذين ينكرون القيامة فسألوه يا معلم كتب لنا موسى إذا مات لرجل أخ وترك امرأته وما خلف ولدا فعلى أخيه أن يتزوجها ويقيم نسلا لأخيه وكان هناك سبعة إخوة تزوج الأول امرأة ومات وما خلف نسلا فتزوجها الثاني ومات وما خلف نسلا وكذلك الثالث والآخرون فما خلف أحد من السبعة نسلا ثم ماتت المرأة من بعدهم جميعا فلأي واحد منهم تكون زوجة في القيامة حين يقومون لأنها كانت زوجة للسابعة فأجابهم يسوع أنتم في ضلال لأنكم تجهلون الكتب المقدسة وقدرة الله ففي القيامة لا يتزاوجون بل يكونون مثل الملائكة في السماوات وأما أن الأموات يقومون أفما قرأتم في كتاب موسى خبر العليقة كيف كلمه الله فقال أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب وما كان إله أموات بل هو إله أحياء فما أعظم ضلالكم وكان أحد معلمي الشريعة هناك فسمعهم يتجادلون ورأى أن يسوع أحسن الرد على الصدقيين فدن منه وسأله ما هي أولى الوصايا كلها؟ فأجاب يسوع الوصية الأولى هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا هو الرب الأحد فأحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل فكرك وكل قدرتك والوصية الثانية أحب قريبك مثل ما تحب نفسك وما من وصية أعظم من هاتين الوصيتين فقال له معلم الشريعة أحسنت يا معلم أحسنت يا معلم فأنت على حق في قولك إن الله واحد ولا إله سواه وأن يحبه الإنسان بكل قلبه وكل فكره وكل قدرته وأن يحب قريبه مثل ما يحب نفسه أفضل من كل الذبائح والقرابين ورأى يسوع أن الرجل أجاب بحكمة فقال له ما أنت بعيد عن ملكوت الله وما تجرأ أحد بعد ذلك أن يسأله عن شيء وبينما يسوع يعلم في الهيكل قال كيف يقول معلم الشريعة إن المسيح هو ابن داود وداود نفسه قال بوحي من الروح القدس قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك تحت قدميك فداود نفسه يدعو المسيح ربا فكيف يكون المسيح ابنه وكانت جموع الناس تصغي إلى يسوع بسرور وقال لهم في تعليمه إياكم ومعلمين شريعة يحبون المشي بالثياب الطويلة والتحيات في الساحات ومكان الصدارة في المجامع ومقاعد الشرف في الولائم يأكلون بيوت الأرامل وهم يظهرون أنهم يطيلون الصلاة هؤلاء ينالهم أشد العقاب وجلس يسوع في الهيكل تجاه صندوق التبرعات يراقب الناس وهم يلقون فيه النقود فألقى كثير من الأغنياء نقودا كثيرة ثم جاءت أرملة فقيرة فألقت في الصندوق درهمين فدع تلميذه وقال لهم الحق أقول لكم هذه الأرملة الفقيرة ألقت في الصندوق أكثر مما ألقاه الآخرون كلهم فهم ألقوا من الفائض عن حاجاتهم وأما هي فمن حاجتها ألقت كل ما تملك لمعيشتها الأصحاح الثالثة عشر ولما خرج من الهيكل قال له واحد من تلميذه يا معلم انظر ما أروع هذه الحجارة وهذه الأبنية فأجابه يسوع أترى هذه الأبنية العظيمة لن يبق منها هنا حجر على حجر بل يهدم كله وبينما هو جالس في جبل الزيتون تجاه الهيكل سأله بطرس ويعقوب ويحنى وأندراوس على انفراد أخبرنا متى يحدث هذا الخراب وما هي العلامة التي تدل على قرب حدوثه فأجابهم يسوع إياكم أن يضللكم أحد سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون أنا هو المسيح ويخدعون أناسا كثيرين فإذا سمعتم بالحروب وبأخبار الحروب فلا ترتعبوا لأن هذا لا بد أن يحدث ولكن لا تكون هي الآخرة ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتقع الزلازل في أماكن كثيرة وتحدث مجاعات وهذا كله بدء الأوجاع وأما أنتم فكونوا على حذر سيسلمونكم إلى المحاكم ويضربونكم في المجامع ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجل لتشهدوا عندهم لأنه يجب قبل الآخرة إعلان البشارة إلى جميع الشعوب وعندما يأخذونكم ليسلمونكم لا تهتموا من قبل كيف تتكلمون بل تكلموا بما يوحى إليكم في حينه لأن الروح القدس هو المتكلم لا أنتم سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي ومن يثبت إلى النهاية يخلص وإذا رأيتم نجاسة الخراب قائمة حيث يجب أن لا تكون افهم هذا أيها القارئ فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية ومن كان على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ منه شيئا ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام صلوا حتى لا يحدث هذا الخراب في الشتاء فستنزل في تلك الأيام نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم الذي خلقه الله إلى اليوم ولن يحدث ولولا أن الرب جعل تلك الأيام قصيرة لما نجأ أحد من البشر ولكن من أجل خاصته الذين اختارهم قصر تلك الأيام فإذا قال لكم أحد ها هو المسيح هنا أو ها هو هناك فلا تصدقوه فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذبون يعملون آيات ومعجزات ولو أمكنهم لضلل الذين اختارهم الله فكونوا أنتم على حذر ها أنا أنبأتكم بكل شيء وفي تلك الأيام بعد زمن الضيق تظلم الشمس ولا يضيء القمر وتتساقط النجوم من السماء وتتزعزع قوات السماء وفي ذلك الحين يرى الناس ابن الإنسان آتيا في السحاب بكل عزة وجلال فيرسل ملائكته إلى جهات الرياح الأربع ليجمع مختاريه من أقصى الأرض إلى أقصى السماء خذوا من شجرة التين عبرة إذا لانت أغصانها وأورقت عرفتم أن الصيف قريب وكذلك إذا رأيتم هذا كله يحدث فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب الحق أقول لكم لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله السماء والأرض تزولان وكلامي لن يزول وأما ذلك اليوم أو تلك الساعة فلا يعرفهما أحد لا الملائكة في السماء ولا الإبن إلا الآب فكونوا على حذر وسهروا لأنكم لا تعرفون متى يجيء الوقت وذلك كمثل رجل سافر وترك بيته وسلمه إلى خدمه كل واحد وعمله وأوصى البواب بالسهر فاسهروا لأنكم لا تعرفون متى يجيء رب البيت أفي المساء أم في منتصف الليل أم عند صياح الديك أم في الصباح لأن لا يجيء فجأة فيجدكم نياما وما قلته لكم أقوله لجميع الناس اسهروا الأصحاح الرابعة عشر وقبل الفصح وعيد الفطير بيومين كان رؤساء الكهنة ومعلم الشريعة يبحثون كيف يمسكون يسوع بحيلة ليقتلوه إلا أنهم قالوا لا نفعل هذا في العيد لألا يقع الطراب في الشعب وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص يتناول الطعام جاءت امرأة بيدها قرورة طيب غالي الثمن من النردين النقي فكسرت القرورة وسكبته على رأسه فاستاء بعض الحاضرين وقالوا فيما بينهم ما هذا الإسراف في الطيب؟ كان يمكن بيعه بأكثر من ثلاثمائة دينار توزع على الفقراء وأخذوا يلومون المرأة فقال يسوع اتركوها لماذا تزعجونها؟ هذا عمل صالح عملته لي فالفقراء عندكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تحسنوا إليهم وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم وهذه المرأة عملت ما تقدر عليه فسكبت الطيب على جسدي لتهيئه للدفن الحق أقول لكم أينما تعلن البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها وذهب يهوذ أسخريوت أحد التلاميذ الاثنى عشر إلى رؤساء الكهنة ليسلم إليهم يسوع ففرحوا لكلامه ووعدوه بأن يعطوه مالا فأخذ يترقب الفرصة ليسلمه وفي أول يوم من عيد الفطير حين تذبح الخراف لعشاء الفصح سأله تلاميذه إلى أين تريد أن نذهب لنهيئ لك عشاء الفصح لتأكله فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما رجل يحمل جرة ماء فاتبعاه وعندما يدخل بيتا قولا لرب البيت يقول المعلم أين غرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة مجهزة فهيئاه لنا هناك فذهب التلميذان ودخلا المدينة فوجدا كما قال لهما وهيئا عشاء الفصح ولما كان المساء جاء مع تلاميذه الاثني عشر وبينما هم جالسون للطعام قال يسوع الحق أقول لكم واحد منكم سيسلمني وهو يأكل معي فحزن التلاميذ وأخذ يسألونه واحدا فواحدا هل أنا هو؟ فقال لهم هو واحد من الاثني عشر وهو الذي يغمس يده في الصحن معي وابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتب المقدسة ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان كان خيرا له ألا يولد وبينما هم يأكلون أخذ خبزا وبارك وكسره ونولهم وقال خذوا هذا هو جسدي وأخذ كأسا وشكر ونولهم فشربوا منها كلهم وقال لهم هذا هو دمي دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين الحق أقول لكم لا أشرب بعد الآن من عصير الكرمة حتى يجيء يوم فيه أشربه جديدا في ملاكوت الله ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون فقال لهم يسوع ستتركوني كلكم لأن الكتاب يقول سأضرب الراعي فتتبدد الخراف ولكن بعد قيامتي أسبقكم إلى الجليل فقال له بطرس لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك فأجابه يسوع الحق أقول لك يا بطرس اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات فأصر بطرس على قوله لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك وهكذا قال التلميذ كلهم وجاءوا إلى مكان اسمه جتسماني فقال لتلميذه أقعد هنا بينما أنا أصلي وأخذ معه بطرس ويعقوب ويحنى وبدأ يشعر بالرهبة والكآبة فقال لهم نفسي حزينة حتى الموت انتظروا هنا واسهروا وابتعد قليلا ووقع إلى الأرض يصلي حتى تعبر عنه ساعة الألم إن كان ممكنا فقال أبي يا أبي أنت قادر على كل شيء فأبعد عني هذه الكأس ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد ورجع فوجدهم نياما فقال لبطرس أنائم أنت يا سمعان أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة اسهروا وصلوا لألا تقعوا في التجربة الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف وابتعد ثانية وصل فردد الكلام ذاته ورجع أيضا فوجدهم نياما لأن النعاس أفقل جفونهم وحاروا بماذا يجيبونه ورجع في المرة الثالثة وقال لهم أنيام بعد ومسترحون يكفي جاءت الساعة ها هو ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخاطئين قوموا ننصرف اقترب الذي يسلمني وبينما هو يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة تحمل الصيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة ومعلم الشريعة والشيوخ وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال هو الذي أقبله فأمسكوه وخذوه في حراسة شديدة ولما وصل يهوذا دن في الحال إلى يسوع وقال له يا معلم وقبله فألقوا أيديهم عليه وأمسكوه فاستل أحد الحاضرين سيفه وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه وقال لهم يسوع أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني كنت كل يوم بينكم أعلم في الهيكل فما أمسكتموني ولكن حدث هذا لتتم الكتب المقدسة فتركوه كلهم وهربوا وتبعه شاب لا يلبس غير عباءة على عريه فأمسكوه فترك عباءته وهرب عريانا وأخذوا يسوع إلى رئيس الكهنة فاجتمع رؤساء الكهنة والشيوخ ومعلم الشريعة كلهم وتبعه بطرس عن بعد إلى دهر رئيس الكهنة فدخل وقعد مع الحرس يتدفأ عند النار وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه فلا يجدون لأن أناسا كثيرين شهدوا عليه زورا فتناقضت شهاداتهم فقام بعضهم وشهدوا عليه زورا قالوا نحن سمعناه يقول سأهدم هذا الهيكل المصنوع بالأيدي وأبني في ثلاثة أيام هيكلا آخر غير مصنوع بالأيدي وفي هذا أيضا تناقضت شهاداتهم فقام رئيس الكهنة في وسط المجلس وسأل يسوع أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدون به عليك؟ فظل ساكتا لا يقول كلمة وسأله رئيس الكهنة ثانية هل أنت المسيح ابن الله المبارك؟ فأجابه يسوع أنا هو وسترون ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا مع سحاب السماء فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال أنا احتاج بعض إلى شهود؟ سمعتم تجديفة فما رأيكم؟ فحكموا عليه كلهم بأنه يستوجب الموت وأخذ بعضهم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلطمونه ويقولون له تنبأ وتناوله الحرس بالضرب وبينما بطرس في الساحة السفلة من الضار مرت جارية من جوار رئيس الكهنة فلما رأت بطرس يتدفأ نظرت إليه وقالت له أنت أيضا كنت مع يسوع الناصري فأنكر وقال لا أعرف ولا أفهم ما تقولين وخرج إلى الدهليز فصاح الديك فرأته الجارية وأخذت تقول للحاضرين هذا منهم فأنكر أيضا وبعد قليل قال الحاضرون لبطرس لا شك أنك واحد منهم لأنك من الجليل فأخذ يلعن ويحلف أنا لا أعرف هذا الرجل الذي تعنون وفي الحال صاح الديك مرة ثانية فتذكر بطرس قول يسوع قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات وأخذ يبكي الأصحاح الخامسة عشر ولما طلع الصبح تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ ومعلم الشريعة وجميع أعضاء المجلس ثم أوثقوا يسوع وأخذوه وسلموه إلى بلاطس فسأله بلاطس أنت ملك اليهود فأجابه أنت قلت واتهمه رؤساء الكهنة اتهامات كثيرة فسأله بلاطس ثانية أما تجيب بشيء اسمع كم يوجهون من التهم إليك فما أجاب يسوع بشيء حتى تعجب بلاطس وكان بلاطس في كل عيد يطلق واحدا من السجناء يختاره الشعب وكان رجل اسمه براباس مسجونا مع جماعة من المتمردين ارتكبوا جريمة قتل أيام الفتنة فاحتشد الجمع وأخذوا يطالبون بلاطس بما عودهم أن ينالوه فقال لهم أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ لأنه كان يعرف أن رؤساء الكهنة من حسدهم أسلم يسوع فهيج رؤساء الكهنة الجمع ليختاروا إطلاق براباس فقال لهم بلاطس ثانية فماذا أفعل بالذي تدعونهم ملك اليهود؟ فعادوا للصياح أصلبه فقال لهم أي شر فعل؟ فارتفع صياحهم أصلبه وأراد بلاطس أن يرضي الجمع فأطلق لهم براباس وبعدما جلد يسوع أسلمه ليصلب فقاده الجنود إلى داخل الدار التي هي قصر الحاكم وجمعوا الكتيبة كلها وألبسوه أرجوانا وضفروا إكليلا من الشوك ووضعوه على رأسه وأخذوا يحيونه بقولهم السلام عليك يا ملك اليهود ويضربونه بقصبة على رأسه ويبسقون عليه ويركعون له ساجدين وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الأرجوان وألبسوه ثيابة وخرجوا به ليصلبوه وسخروا لحمل صليبه سمعان القيريني أبا سكندر وروفوس وكان في الطريق راجعا من الحق وجاءوا بيسوع إلى المكان المعروف بالجلجثة أي مكان الجمجمة وقدموا إليه خمرا ممزوجة بمر فرفض أن يشربها ثم صلبوه واقتسموا ثيابه بينهم بالقرعة وكانت الساعة التاسعة صباحا حين صلبوه وكتبوا في عنوان الحكم عليه ملك اليهود وصلبوا معه للصين واحدا عن يمينه وواحدا عن شماله فتم قول الكتاب أحصوه مع المجرمين وكان المرة يهزون رؤوسهم ويشتمونه ويقولون آه يهدم الهيكل وبنيه في ثلاثة أيام خلص نفسك وانزل عن الصليب وكان رؤساء الكهنة ومعلم الشريع يستهزئون به أيضا فيقول بعضهم لبعض خلص غيره ولا يقدر أن يخلص نفسه فلينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن الصليب حتى نرى ونؤمن وكان اللصان المصلوبان معه يعيرانه أيضا وعند الظهر خيم الظلام على الأرض كلها حتى الساعة الثالثة وفي الساعة الثالثة صرخ يسوع بصوت عظيم إلوئي إلوئي لما سبقتاني أي إلهي إلهي لماذا تركتني فسمع بعض الحاضرين فقالوا ها هو ينادي إلي وأسرع واحد منهم إلى إسفنجة وبللها بالخل ووضعها على طرف قصبة ورفعها إليه ليشرب وهو يقول انتظروا لنرى هل يجيء إليا لينزله وصرخ يسوع صرخة عالية وأسلم الروح فانشق حجاب الهيكل شطرين من أعلى إلى أسفل وكان قائد الحرس واقفا تجاه الصليب فلما رأى كيف أسلم يسوع الروح قال بالحقيقة كان هذا الرجل ابن الله وكانت هناك جماعة من النساء ينظرن عن بعض فيهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي وسالومة وهن اللواتي تبعنا يسوع وخدمناه عندما كان في الجليل وغيرهن كثيرات صعدنا معه إلى أوروشاليم وكان المساء اقترب وهو وقت التهيئة أي ما قبل السبت فجاء يوسف الرمي وكان من أعضاء مجلس اليهود البارزين ومن الذين ينتظرون ملكوت الله فتجاسر ودخل على بلاطس وطلب جسد يسوع فتعجب بلاطس أن يكون مات فدعا قائد الحرس وسأله أمن زمان مات؟ فلما سمع الخبر من القائد سمح ليوسف بجثة يسوع فاشترى كفنا ثم أنزل الجسد عن الصليب وكفنه ووضعه في قبر محفور في الصخر ودحرج حجرا على باب القبر وشاهدت مريم المجدلية ومريم أم يوسي أين وضعه الأصحاح السادسة عشر ولما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة بعض الطيب ليذهبن ويسكبنه على جسد يسوع وفي صباح يوم الأحد عند طلوع الشمس جئنا إلى القبر وكان يقول بعضهن لبعض من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر فلما تطلعنا وجدنا الحجر مدحرجا وكان كبيرا جدا فدخلنا القبر فرأينا شابا جالسا عن اليمين عليه ثوب أبيض فارتعبنا فقال لهن لا ترتعبن أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب ما هو هنا بل قام وهذا هو المكان الذي وضعوه فيه فاذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس هو يسبقكم إلى الجليل وهناك ترونه كما قال لكم فخرجنا من القبر هاربات من شدة الحيرة والفزع وما أخبرنا أحدا بشيء لأنهن كنا خائفات وبعدما قام يسوع في صباح الأحد ظهر أولا لمريم المجدلية التي أخرج منها سبعة شياطين فذهبت وأخبرت تلميذه وكانوا ينحون ويبكون فما صدقوها عندما سمعوا أنه حي وأنها رأت وظهر يسوع بعد ذلك بهيئة أخرى لاثنين من التلميذ وهما في الطريق إلى البرية فرجعا وأخبر الآخرين فما صدقوهما وظهر آخر مرة لتلميذه الأحد عشر وهم يتناولون الطعام فلامهم على قلة إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم ما صدقوا الذين شاهدوه بعدما قام وقال لهم اذهبوا إلى العالم كله وأعلنوا البشارة إلى الناس أجمعين كل من يؤمن ويتعمد يخلص ومن لا يؤمن يهلك والذين يؤمنون تساندهم هذه الآيات يطردون الشياطين باسمه ويتكلمون بلغات جديدة ويمسكون بأيديهم الحيات وإن شربوا السم لا يصيبهم أذى ويضعون أيديهم على المرضى فيشفونهم وبعدما كلم الرب يسوع تلميذه رفعا إلى السماء وجلسا عن يمين الله وأما التلميذ فذهبوا يبشرون في كل مكان والرب يعينهم ويؤيد كلامهم بما يسانده من الآيات البشارة كما دونها لوقة الأصحاح الأول لأن كثيرا من الناس أخذوا يدونون رواية الأحداث التي شرت بيننا كما نقلها إلينا الذين كانوا من البدء شهود عيان وخداما للكلمة رأيت أنا أيضا بعدما تتبعت كل شيء من أصوله بتدقيق أن أكتبها إليك يا صاحب العزة ثو فيلوس حسب ترتيبها الصحيح حتى تعرف صحة التعليم الذي تلقيته كان في أيام هيرودوس ملك اليهودية كاهن من فرقة أبي اسمه زكريا له زوجة من سلالة هارون اسمها ألي صابات وكان زكريا وألي صابات صالحين عند الله يتبعان جميع أحكامه ووصاياه ولا لوم عليهما وما كان لهما ولد لأن ألي صابات كانت عاقرا وكانت هي وزكريا كبيرين في السن وبينما زكريا يتناوب الخدمة مع فرقته ككاهن أمام الله ألقيت القرعة بحسب التقليد المتبع عند الكهنة فأصابته ليدخل هيكل الرب ويحرق البخور وكانت جموع الشعب تصلي في الخارج عند إحراق البخور فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور فلما رآه زكريا اضطرب وخاف فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لأن الله سمع دعائك وستلد لك امرأتك ألي صابات ابن تسميه يحنى وستفرح به وتبتهج ويفرح بمولده كثير من الناس لأنه سيكون عظيما عند الرب ولن يشرب خمرا ولا مسكرا ويمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه ويهدي كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم ويسير أمام الله بروح إليا وقوته ليصالح الأباء مع الأبناء ويرجع العصاط إلى حكمة الأبرار فيهيئ للرب شعبا مستعدا له فقال زكريا للملاك كيف يكون هذا وأنا شيخ كبير وامرأة عجوز فأجابه الملاك أنا جبرائيل القائم في حضرة الله وهو أرسلني لأكلمك وأحمل إليك هذه البشرة لكنك ستصاب بالخرس فلا تقدر على الكلام إلى اليوم الذي يحدث فيه ذلك لأنك ما آمنت بكلامي وكلامي سيتم في حينه وكانت الجموع تنتظر زكريا وتتعجب من إبطائه في داخل الهيكل فلما خرج كان لا يقدر أن يكلمهم ففهموا أنه رأى رؤيا في داخل الهيكل وكان يخاطبهم بالإشارة وبقي أخرس فلما انتهت أيام خدمته رجع إلى بيته وبعد مدة حبلت امرأته لصابات فأخفت أمرها خمسة أشهر وكانت تقول هذا ما أعطاني الرب يوم نظر إليه ليزيل عني العارة من بين الناس وحين كانت الإصابات في شهرها السادس أرسل الله الملاك جبرائيل إلى بلدة في الجليل اسمها الناصرة إلى عذراء اسمها مريم كانت مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف فدخل إليها الملاك وقال لها السلام عليك يا من أنعم الله عليها الرب معك فاضطربت مريم لكلام الملاك وقالت في نفسها ما معنى هذه التحية فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم نلتي حضوة عند الله فستحبلين وتلدين ابن تسمينه يسوع فيكون عظيما وابن الله العلي يدعى ويعطيه الرب الإله عرش آبيه داود ويملك على بيت عقوبة إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا عذراء لا أعرف رجلا فأجابها الملاك الروح القدس يحل عليك وقدرة العلي تظللك لذلك فالقدوس الذي يولد منك يدعى ابن الله ها قريبتك ألي صابات حبل بابن في شيخوختها وهذا هو شهرها السادس وهي التي دعاها الناس عاقرا فما من شيء غير ممكن عند الله فقالت مريم أنا خادمة الرب فليكن لي كما تقول ومضى من عندها الملاك وفي تلك الأيام قامت مريم وأسرعت إلى مدينة يهوذا في جبال اليهودية ودخلت بيت زكريا وسلمت على الإصابات فلما سمعت الإصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها وامتلأت الإصابات من الروح القدس فهتفت بأعلى صوتها مباركة أنت في النساء ومبارك ابنك ثمرة بطنك من أنا حتى تجيء إلي أم ربي ما إن سمعت صوت سلامك حتى تحرك الجنين من الفرح في بطني هنيئا لك يا من آمنت بأن ما جاءها من عند الرب سيتم فقالت مريم تعظم نفس الرب وتبتهج روح بالله مخلصي لأنه نظر إلي أنا خادمته الوضيعة جميع الأجيال ستهنئني لأن القدير صنع لي عظائم قدوس اسمه ورحمته من جيل إلى جيل للذين يخافون أظهر شدة ساعده فبدد المتكبرين في قلوبهم أنزل الجبابر عن عروشهم ورفع المتضعين أشبع الجياع من خيراته وصرف الأغنياء فارغين أعان عبده إسرائيل فتذكر رحمته كما وعد أباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد وأقامت مريم عند الإصابات نحو ثلاثة أشهر ثم رجعت إلى بيتها وجاء وقت الإصابات لتلد فولدت ابنا وسمع جيرانها وأقاربها أن الله غمرها برحمته ففرحوا معها ولما بلغ الطفل يومه الثامن جاءوا ليختنوه وأرادوا أن يسموه زكريا باسم أبيه فقالت أمه لا بل نسميه يوحن فقالوا لا أحد من عشيرتك تسمى بهذا الإسم وسألوا أباه بالإشارة ماذا يريد أن يسمى الطفل فطلب لوحا وكتب عليه اسمه يوحن فتعجبوا كلهم وفي الحال إن فتح فمه وانطلق لسانه فتكلم ومجد الله فملأ الخوف جميع الجيران وتحدث الناس بجميع هذه الأمور في جبال اليهودية كلها وكان كل من يسمع بها يحفظها في قلبه قائلا ما عسى أن يكون هذا الطفل لأن يد الرب كانت معه وامتلأ أبوه زكريا من الروح القدس فتنبأ قال تبارك الرب إله إسرائيل لأنه تفقد شعبه وافتداه فأقام لنا مخلصا قديرا في بيت عبده داود كما وعد من قديم الزمان بلسان أنبيائه القديسين خلاصا لنا من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغدينا ورحمة منه لآبائنا وذكرا لعهده المقدس وللقسم الذي أقسمه لإبراهيم أبينا بأن يخلصنا من أعدائنا حتى نعبده غير خائفين في قداسة وتقوى عنده طوال أيام حياتنا وأنت أيها الطفل النبي العلي تدعى لأنك تتقدم الرب لتهيئ الطريق له وتعلم شعبه أن الخلاصة هو في غفران خطياهم لأن إلهنا رحيم رؤوف يتفقدنا مشرقا من العلا ليضيئ للقاعدين في الظلام وفي ظلال الموت ويهدي خطانا في طريق السلام وكان الطفل ينمو ويتقوى في الروح وأقام في البرية إلى أن ظهر لبني إسرائيل الأصحاح الثاني وفي تلك الأيام أمر القيصر أغسطس بإحصاء سكان الإمبراطورية وجرى هذا الإحصاء الأول عندما كان كيرينيوس حاكما في سوريا فذهب كل واحد إلى مدينته ليكتتب فيها وصعد يوسف من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى بيت لحم مدينة داود لأنه كان من بيت داود وعشيرته ليكتتب مع مريم خطيبته وكانت حبلا وبينما هما في بيت لحم جاء وقتها لتلد فولدت ابنها البكر وقمطته وأطجعته في مذود لأنه كان لا محل لهما في الفندق وكان في تلك الناحية رعاة يبيتون في البرية يتناوبون السهر في الليل على رعيتهم فظهر ملاك الرب لهم وأضاء مجد الرب حولهم فخافوا خوفا شديدا فقال لهم الملاك لا تخافوا ها أنا أبشركم بخبر عظيم يفرح له جميع الشعب ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب وإليكم هذه العلامة تجدون طفلا مقمة مطجعا في مذود وظهر مع الملاك بغتة جمهور من جند السماء يسبحون الله ويقولون المجد لله في العلا وفي الأرض السلام للحائزين رضاه ولما انصرف الملائكة عنهم إلى السماء قال الرعاة بعضهم لبعض تعالوا نذهب إلى بيت لحم لنرى هذا الحدث الذي أخبرنا به الرب وجاءوا مسرعين فوجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذود فلما رأوه أخبروا بما حدثهم الملاك عنه فكان كل من سمع يتعجب من كلامهم وحفظت مريم هذا كله وتأملته في قلبها ورجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوا ورأوا كما أخبرهم الملاك ولما بلغ الطفل يومه الثامن وهو يوم ختانه سمي يسوع كما سماه الملاك قبل ما حبلت به مريم ولما حان يوم طهرهما بحسب شريعة موسى صعدا بالطفل يسوع إلى أوروشاليم ليقدماه للرب كما هو مكتوب في شريعة الرب كل بكر فاتح رحم هو نذر للرب وليقدما ذبيحة التي تفردها شريعة الرب زوجي مام أو فرخي حمام وكان في أوروشاليم رجل صالح تقي اسمه سمعان ينتظر الخلاص لإسرائيل والروح القدس كان عليه وكان الروح القدس أوحى إليه أنه لا يذوق الموت قبل أن يرى مسيح الرب فجاء إلى الهيكل بوحي من الروح ولما دخل الوالدان ومعهما الطفل يسوع ليؤديا عنهما تفرده الشريعة حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله وقال يا رب تممت الآن وعدك لي فاطلق عبدك بسلام عيني رأتها الخلاص الذي هيأته للشعوب كلها نورا لهداية الأمم ومجدا لشعبك إسرائيل فتعجب أبوه وأمه مما قاله سمعان فيه وباركهما سمعان وقال لمريم أمه هذا الطفل اختاره الله لسقوط كثير من الناس وقيام كثير منهم في إسرائيل وهو علامة من الله يقاومونها لتنكشف خفايا أفكارهم وأما أنت فسيف الأحزان سينفض في قلبك وكانت هناك نبية كبيرة في السن اسمها حنة ابنة فنؤيل من عشيرة آشير تزوجت وهي بكر وعاشت مع زوجها سبع سنوات ثم بقيت أرملة فبلغت الرابعة والثمانين من عمرها لا تفارق الهيكل متعبدة بالصوم والصلاة ليل نهار فحضرت في تلك الساعة وحمدت الله وتحدثت عن الطفل يسوع مع كل من كان ينتظر من الله أن يفدي أوروشالين ولما تمم يوسف ومريم كل ما تفرده شريعة الرب رجعوا إلى الجليل إلى مدينته من ناصرة وكان الطفل يسوع ينمو ويتقوى ويمتلئ بالحكمة وكانت نعمة الله عليه وكان والدا يسوع يذهبان كل سنة إلى أوروشاليم في عيد الفصح فلما بلغ يسوع الثانية عشرة من عمره صاعدوا إلى أوروشاليم كعادتهم في العيد وبعدما انقضت أيام العيد وأخذوا طريق العودة بقي الصبي يسوع في أوروشاليم ووالداه لا يعلمان بل كانا يظنان أنه مع المسافرين وبعد مسيرة يوم أخذا يبحثان عنه عند الأقارب والمعارف فما وجداه فرجعا إلى أوروشاليم يبحثان عنه فوجداه بعد ثلاثة أيام في الهيكل جالسا مع معلمي الشريعة يستمع إليهم ويسألهم وكان جميع سامعيه في حيرة من فهمه وأجوبته ولما رآه والداه تعجبا وقالت له أمه يا ابني لماذا فعلت بنا هكذا فأبك وأنا تعذبنا كثيرا ونحن نبحث عنك فأجابهما ولماذا بحثتما عني أما تعرفان أنه يجب أن أكون في بيت أبي فما فهما معنى كلامه ورجع يسوع معهما إلى الناصرة وكان مطيعا لهما وحفظت أمه هذا كله في قلبها وكان يسوع ينمو في القامة والحكمة والنعمة عند الله والناس الأصحاح الثالث وفي السنة الخامسة عشرة من حكم القيصر طيباريوس حين كان بيلاطوس البنطي حاكما في اليهودية وهيرودوس واليا على الجليل وأخوه فيليبوس واليا على إيطوريا وتراخونيتوس واليسانيوس واليا على إيبلينا وحنان وقيافة رئيسين للكهنة كانت كلمة الله إلى يحنى بن زكريا في البرية فجاء إلى جميع نواحي الأردن يدعو الناس إلى معمودية التوبة لتغفر لهم خطاياهم كما كتب النبي إشعيا صوت صارخ في البرية هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة كل واد يمتلئ وكل جبل وتل ينخفض والطرق المتعرجة تستقيم والوعرة تصير سهلا فيرى كل بشر خلاص الله وكان يحنى يقول للجموع الذين جاءوا ليتعمدوا على يده يا أولاد الأفاعي من علمكم أن تهربوا من الغضب الآتي أثمروا ثمرا يبرهنوا على توبتكم ولا تقولوا لأنفسكم إن أبانا هو إبراهيم أقول لكم إن الله قادر أن يجعل من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم ها هي الفأس على أصول الشجر فكل شجرة لا تعطي ثمرا جيدا تقطع وترم في النار وسأله الجموع ماذا نعمل؟ أجابهم من كان له ثوبان فليعطي من لا ثوب له ومن عنده طعام فليشارك فيه الآخرين وجاء بعض جبات الضرائب ليتعمدوا فقالوا له يا معلم ماذا نعمل؟ فقال لهم لا تجمعوا من الضرائب أكثر مما فرد لكم وسأله بعض الجنود ونحن ماذا نعمل؟ فقال لهم لا تظلموا أحدا ولا تشو بأحد واقنعوا بأجوركم وكان الناس ينتظرون المسيح وهم يسألون أنفسهم عن يوحن هل هو المسيح؟ فقال لهم يوحن أنا أعمدكم بالماء ويجيء الآن من هو أقوى مني وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه فيعمدكم بالروح القدس والنار ويأخذ مذراته بيده وينقي بيدره فيجمع القمح في مخزنه ويحرق التبن بنار لا تنطفئ وكان يوحن يعظ الناس ويبشرهم بأشياء أخرى كثيرة ولكنه وبخ الحاكم هيرودوس لأنه تزوج هيرودي امرأة أخيه وعمل كثيرا من السيئات فأضاف هيرودوس إلى سيئاته كلها أنه حبس يوحن في السجن ولما تعمد الشعب كله تعمد يسوع أيضا وبينما هو يصلي إن فتحت السماء وحل الروح القدس عليه في صورة جسم كأنه حمامة وجاء صوت من السماء يقول أنت ابن الحبيب بك رضي وكان يسوع في نحو الثلاثين من العمر عندما بدأ رسالته وكان الناس يحسبونه من يوسف من لدي من ينا بني يوسف من متاثية من عموس من ناحوم من حسلي من نشجاي من مآت من متاثية من شمعي من يوسف من يهوذا من يحنى من ريسة من زر بابل من شأل تئيري من نيري من ملكي من أدي من قوص Globier بن المدام بن عير بن يشوع بن ألي عزر بن يوريام بن متثاث بن لاوي بن شمعون بن يهوذة بن يوسف بن يونان بن اليقيم بن مليا بن مينان بن متاثة بن ناثان بن داود بن يسا بن عبيد بن بوعز بن شالح بن نحشون بن عمي نداب بن أدمي بن عرني بن حصرون بن فارس بن يهوذة بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن تارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن قينان بن أرفكشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متشالح بن أخنوخ بن يارد بن مهل الإيل بن قينان بن آنوش بن شيط بن آلش يدام بن الله الأصحاح الرابع ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس فاقتاده الروح في البرية أربعين يوما وإبليس يجربه وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع فقال له إبليس إن كنت ابن الله فقل لي هذا الحجر أن يصير خبزا فأجابه يسوع يقول الكتاب ما بالخبز وحده يحيى الإنسان وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم وقال له أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء فإن سجدت لي يكون كله لك فأجابه يسوع يقول الكتاب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد وأخذه إبليس إلى أوروشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فألقي بنفسك من هنا إلى الأسفل لأن الكتاب يقول ينصب الله ملائكته بك ليحفظوك وأم يحملونك على أيديهم لألا تصدي مريش لك بحجر فأجابه يسوع ولكن قيل لا تجرب الرب إلهك وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس فذا عصيته في جميع تلك الأنحاء وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ فنولوه كتاب النبي إشعيا فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأنادي للأسر بالحرية وللعميان بعودة البصر إليهم لأحرر المظلومين وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه فأخذ يقول لهم اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه وقالوا أنا هو ابن يوسف فقال لهم يسوع ستقولون لي هذا المثل يا طبيب إش في نفسك فعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم وقال لهم الحق أقول لكم لا يقبل نبي في وطنه وبحق أقول لكم نعم كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إليه حين توقف المطر ثلاث سنوات وستة أشهر فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها وما أرسل الله إلي إلى واحدة منهن بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدة وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها لكنه مر من بينهم ومضى ونزل إلى كفر ناحوم وهي مدينة في الجليل وأخذ يعلم الناس في السبت فتعجبوا كلهم من تعليمه لأنه كان يتكلم بسلطان وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس فصاح بأعلى صوته آه ما لك ولنا يا يسوع النصري أجئت لتهلكنا أنا أعرف من أنت أنت قدوس الله فانتهره يسوع قال اخرس واخرج من الرجل فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأداء فاستغربوا كلهم وقال بعضهم لبعض ما هذا الكلام بسلطان وقوة يأمر الأرواح الناجسة فتخرج وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة فتوسلوا إليه من أجلها فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها فقامت في الحال وأخذت تخدمهم وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع وكانوا مصابين بعلل مختلفة فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ أنت ابن الله فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام لأنها عرفت أنه المسيح وخرج يسوع في الصباح فذهب إلى مكان مغفر وبحث عنه الناس فلما وجدوه تمسكوا به لألا يرحل عنهم فقال لهم يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله لأني لهذا أرسلت ومضى يبشر في مجامع اليهودية الأصحاح الخامس وكان يسوع على شاطئ بحيرة جن سارة فازدحم الناس عليه ليسمعوا كلام الله ورأى قاربين راسيين عند الشاطئ خرج منهما الصيادون ليغسلوا شباكهم فصعد إلى واحد منهما وكان لسمعان وطلب منه أن يبتعد قليلا عن البر وجلس يسوع في القارب يعلم الجموع ولما ختم كلامه قال لسمعان سر إلى العمق وألقوا شباككم للصيد فأجابه سمعان تعبنا الليل كله يا معلم وما استضنا شيئا ولكني ألقي الشباكة إجابة لطلبك وفعلوا ذلك فأمسكوا سمكا كثيرا وكادت شباكهم تتمزق فأشاروا إلى شركائهم في القارب الآخر أن يجيءوا ويساعدوهم فجاءوا وملأوا القاربين حتى كادا يغرقان فلما رأى سمعان ما جرى وقع على ركبتي يسوع وقال اتعد عني يا سيدي أنا رجل خاطئ وكان في دهشة هو ورفاقه كلهم لكثرة السمك الذي استضوه ومثلهم يعقوب ويحنى بن زبدي وشركاء سمعان فقال يسوع لسمعان لا تخف ستكون بعد اليوم صياد بشر ولما رجعوا بالقاربين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوا يسوع وبينما هو في إحدى المدن إذا برجل غطى جسده البرص فلما رأى يسوع ارتمى على وجهه وتوسل إليه بقوله يا سيدي إن أردت فأنت قادر أن تطهرني فمد يسوع يده ولمسه وقال له أريد فاطهر فزال عنه البرص في الحال فأوصاه يسوع أن لا يخبر أحدا وقال له لكن اذهب إلى الكاهن وأره نفسك ثم قدم عن شفائك ما أمر به موسى شهادة عندهم وزاد صيط يسوع انتشارا فأقبلت إليه جموع كبيرة لتسمعه وتشفى من أمراضها ولكنه كان يعتزل في البراري ليصلي وكان في أحد الأيام يعلم وبين الحضور بعض الفرسيين ومعلمي الشريعة جاءوا من جميع قرى الجليل واليهودية ومن أرشاليم وكانت قدرة الرب تشفي المرضى على يده وجاء بعض الناس يحملون كسيحا على سرير وحاولوا أن يدخلوا به ليضعوه أمامه فلما عجزوا عن الدخول لكثرة الزحام صعدوا به إلى السطح وكشفوا مكانا فيه ودلوه مع فراشه إلى وسط المجلس قدام يسوع فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح يا رجل مغفورة لك خطاياك فأخذ معلمو الشريعة والفرسيون يقولون في أنفسهم من هذا الذي ينطق بالتجديف من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده فعرف يسوع أفكارهم فأجابهم ما هذه الأفكار في قلوبكم؟ أيما أسهل أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض ليغفر الخطايا وقال للكسيح أقول لك قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك فقام الرجل في الحال بمشهد من الحاضرين وحمل فراشه وذهب إلى بيته وهو يحمد الله فاستولت الحيرة عليهم كلهم فمجدوا الله وملأهم الخوف فقالوا اليوم رأينا عجائب وخرج يسوع بعد ذلك فرأى جابيا للضرائب اسمه لاوي جالسا في بيت الجباية فقال له يسوع اتبعني فقام وترك كل شيء وتبعه وأقام له لاوي وليمة كبيرة في بيته حضرها عدد كبير من جباة الضرائب وغيرهم فقال الفرسيون ومعلمو الشريعة من أتباعهم لتلاميذه متذمرين لماذا تأكلون وتشربون مع جباة الضرائب والخاطئين فأجاب يسوع لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى ما جئت لأدعو الصالحين إلى التوبة بل الخاطئين وقال بعضهم ليسوع تلميذ يحن يصومون ويصلون كثيرا ومثلهم تلميذ الفرسيين أما تلميذك فيأكلون ويشربون فأجابهم يسوع أتقدرون أن تجعل أهل العريس يصومون والعريس بينهم؟ ولكن يجيء وقت يرفع فيه العريس من بينهم وفي ذلك الوقت يصومون وقال لهم هذا المثل ما من أحد ينتزع قطعة من ثوب جديد لترقيع ثوب عطيق لألا يشق الثوب الجديد وتكون الرقعة التي انتزعها منه لا تلائم الثوب العطيق وما من أحد يضع خمرا جديدة في أوعية جلد عطيقة لألا تشق الخمر الجديدة هذه الأوعية فتسيل الخمر وتتلف الأوعية بل توضع الخمر الجديدة في أوعية جديدة وما من أحد يشرب خمرا معطقة ثم يرغب في الخمر الجديدة لأنه يقول الخمر المعطقة طيبة الأصحاح السادس ومر يسوع بين الحقول في السبت فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون فقال لهم بعض الفرسيين لماذا تعملون ما لا يحلوا في السبت؟ فأجابهم يسوع أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله كيف دخل بيت الله وتناول خبز القربان وأكل وأعطى منه رجاله مع أن أكله لا يحل إلا للكهنة وحدهم وقال لهم يسوع ابن الإنسان هو سيد السبت وفي سبت آخر دخل المجمع وأخذ يعلم وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة فراقب معلمو الشريعة والفرسيون يسوع ليروا هل يشفي في السبت؟ فيجدوا ما يتهمونه به وعرف يسوع أفكارهم فقال للرجل الذي يده يابسة قم وقف في وسط المجمع فقام الرجل ووقف هناك فقال لهم يسوع أسألكم أي حل في السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنقاذ نفس أم إهلاكها؟ وأجال نظره فيهم جميعا وقال للرجل مد يدك فمدها فعادت يده صحيحة فملأهم الغضب وتشاوروا كيف يفعلون بيسوع وفي تلك الأيام صعد إلى الجبل ليصلي فقضى الليل كله في الصلاة لله ولما طلع الصبح دعا تلاميذه واختر منهم اثني عشر سماهم رسلا وهم سمعان الذي سماه بطرس وأندراوس أخوه ويعقوب ويحنة وفي لبس وبرت لماوس ومتى وتومة ويعقوب بن حلفة وسمعان الملقب بالوطني الغيور ويهوذ بن يعقوب ويهوذ أصخر يوت الذي صار خائنا ثم نزل يسوع معهم فوقف في مكان سهل وهناك جمهور من تلاميذه وجمع كبير من الناس من جميع اليهودية وأرشاليم وساحل صورة وصيدة جاءوا ليسمعوه وليشفيهم من أمراضهم وكان الذين تعذبهم الأرواح النجسة ينالون الشفاء أيضا وحاول جميع الناس أن يلمسوه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم كلهم ورفع يسوع عينيه نحو تلاميذه وقال هنيئا لكم أيها المساكين لأن لكم ملكوت الله هنيئا لكم أيها الجياع الآن لأنكم ستشبعون هنيئا لكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وطردوكم وعيروكم ونبذوكم نبذ الأشرار من أجل ابن الإنسان افرحوا في ذلك اليوم وابتهجوا لأن أجركم عظيم في السماء فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء لكن الويل لكم أيها الأغنياء لأنكم نلتم عزاءكم الويل لكم أيها الذين يشبعون الآن لأنكم ستجوعون الويل لكم أيها الضاحكون الآن لأنكم ستحزنون وتبكون الويل لكم إذا مدحكم جميع الناس فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء الكذابين ولكني أقول لكم أيها السامعون أحب أعداءكم وأحسنوا إلى مبغضيكم وباركوا لاعنيكم وصلوا لأجل المسيئين إليكم من ضربك على خدك فحول له الآخر ومن أخذ رداءك فلا تمنع عنه ثوبك ومن طلب منك شيئا فأعطه ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به وعاملوا الناس مثل ما تريدون أن يعاملوكم فإن أحببتم من يحبونكم فأي فضل لكم لأن الخاطئين أنفسهم يحبون من يحبونهم وإن أحسنتم إلى المحسنين إليكم فأي فضل لكم لأن الخاطئين أنفسهم يعملون هذا وإن أقردتم من ترجون أن تسترد منهم قرضكم فأي فضل لكم لأن الخاطئين أنفسهم يقرضون الخاطئين ليسترد قرضهم ولكن أحب أعداءكم أحسنوا وأقرضوا غير راجين شيئا فيكون أجركم عظيما وتكون أبناء الله العلي لأنه ينعم على ناكري الجميل والأشرار كونوا رحماء كما أن الله أباكم رحيم لا تدينوا فلا تدانوا لا تحكموا على أحد فلا يحكم عليكم اغفروا يغفر لكم أعطوا تعطوا كيلا ملآنا مكبوسا مهزوزا فائضا تعطون في أحضانكم لأنه بالكيل الذي تكيلون يكال لكم وقال لهم يسوع هذا المثل أيقدر أعمى أن يقود أعمى ألا يقع الاثنان معا في حفرة ما من تلميذ أعظم من معلمه كل تلميذ أكمل علمه يكون مثل معلمه لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك وكيف تقدر أن تقول لأخيك يا أخي دعني أخرج القشة من عينك والخشبة التي في عينك أنت لا تراها يا مرائي أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا كل شجرة يدل عليها ثمرها فأنت لا تجني من الشوك تينا ولا تقطف من العليق عنبا الإنسان الصالح من الكنز الصالح في قلبه يخرج ما هو صالح والإنسان الشرير من الكنز الشرير في قلبه يخرج ما هو شرير لأن من فيض القلب ينطق اللسان كيف تدعونني يا رب يا رب ولا تعملون بما أقول كل من يجيء إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل بنا بيتا فحفر وعمق وجعل الأساس على الصخر فلما فاض النهر صدم ذلك البيت فما قدر أن يزعزعه لجودة بنائه وأما الذي يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى بيته على التراب بغير أساس فصدمه النهر فسقط في الحال وكان خرابه عظيما الأصحاح السابع بعدما ألقى يسوع الأقوال في مسامع الناس دخل كفر ناحوم وكان لأحد الضباط خادم مريض أشرف على الموت وكان عزيزا عليه فلما سمع بيسوع أرسل إليه بعض شيوخ اليهود يسأله أن يجيء ليشفي خادمه فأقبلوا إلى يسوع وألحوا عليه في القول هذا الرجل يستحق أن تساعده لأنه يحب شعبنا وهو الذي بنى لنا المجمع فذهب يسوع معهم ولما اقترب من البيت أرسل إليه الضابط بعض أصحابه يقول له يا سيد لا تزعج نفسك أنا لا أستحق أن تدخل تحت صقف بيتي ولا أحسب نفسي أهلا لأن أجيء إليك ولكن قل كلمة فيشفى خادمي فأنا مرؤوس ولي جنود تحت أمري أقول لهذا ذهب فيذهب وللآخر تعال فيجيء ولخادمي اعمل هذا فيعمل فلما سمع يسوع هذا الكلام تعجب منه والتفت إلى الذين يتبعونه وقال أقول لكم ما وجدت مثل هذا الإيمان حتى في إسرائيل ورجع رسل الضابط إلى البيت فوجدوا أن الخادمة عافى وفي الغد ذهب يسوع إلى مدينة اسمها نايين ومعه تلاميذه وجمهور كبير فلما وصل إلى باب المدينة لقي ميتا محمولا وهو لابن الأوحد لأمه وهي أرملة وكان يرافقها جمع كبير من أهالي المدينة فلما رآها الرب أشفق عليها وقال لها لا تبكي ودنى من النعش ولمسه فوقف حاملوه فقال أيها الشاب أقول لك قم فجلس الميت وأخذ يتكلم فسلمه إلى أمه فسيطر الخوف على الجميع وقالوا وهم يمجدون الله ذهر فينا نبي عظيم وتفقد الله شعبه وانتشر هذا الخبر عن يسوع في اليهودية كلها وفي جميع النواحي المجاورة لها وعرف يحنى من تلاميذه كل هذه الأمور فدعى اثنين منهم وأرسلهما إلى الرب ليسأله هل أنت هو الآتي؟ أو ننتظر آخر؟ فجاء الرجلان إلى يسوع وقالا له أرسلنا يحنى المعمدان لنسألك هل أنت هو الآتي؟ أو ننتظر آخر؟ فشف يسوع في تلك الساعة كثيرا من المصابين بالأمراض والعاهات والذين فيهم أرواح شريرة وأعاد البصر إلى كثيرين من العمي ثم قال للرسلين ارجعا وأخبرا يحنى بما رأيتما وسمعتما العميان يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يتلقون البشارة وهنيئا لمن لا يفقد إيمانه بي ولما انصرف رسولا يحنى تحدث يسوع للجموع عن يحنى فقال ماذا خرجتم إلى البرية تنظرون؟ أقصبة تهزها الريح؟ بل ماذا خرجتم لتروا؟ أرجلا يلبس الثياب الناعمة؟ ولكن الذين يلبسون الثياب الفاخرة وأهل الترف هم في قصور الملوك؟ قولوا لي ماذا خرجتم تنظرون؟ أنبيا؟ أقول لكم نعم بل أفضل من نبي فهو الذي يقول فيه الكتاب ها أنا أرسل رسولي قدامك ليهيئ الطريق أمامك أقول لكم ما ولدت النساء أعظم من يحنى ولكن أصغر الذين في ملاكوت الله أعظم منه فجميع الذين سمعوا يحنى حتى جباتوا الضرائب أنفسهم أقروا بصدق الله فقبلوا معمودية يحنى وأما الفريسيون وعلماء الشريعة فرفضوا ما أراده الله لهم فما تعمدوا على يده وقال الرب يسوع بمن أشبه أبناء هذا الجيل وماذا يشبهون يشبهون أولادا قاعدين في الساحة يصيح بعضهم لبعض زمرنا لكم فما رقصتم وندبنا لكم فما بكيتم جاء يحنى المعمدان لا يأكل الخبز ولا يشرب الخمر فقلتم فيه شيطان وجاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فقلتم هذا رجل أكول وسكير وصديق لجبات الضرائب والخاطئين لكن الحكمة يبررها جميع أبنائها ودعاه أحد الفريسيين إلى الطعام عنده فدخل بيت الفريسي وجلس إلى المائدة وكان في المدينة امرأة خاطئة فعلمت أن يسوع يأكل في بيت الفريسي فجاءت ومعها قارورة طيب ووقفت من خلف عند قدميه وهي تبكي وأخذت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعرها وتقبلهما وتدهنهما بالطيب فلما رأى الفريسي صاحب الدعوة ما جرى قال في نفسه لو كان هذا الرجل نبيا لعرف من هي هذه المرأة التي تلمسه وما حالها فهي خاطئة فقال له يسوع يا سمعان عندي ما أقوله لك فقال سمعان قل يا معلم فقال يسوع كان لمدين دين على رجلين خمسمائة دينار على أحدهما وخمسون على الآخر وعجز الرجلان عن إيفائه دينار فأعفاهما منه فأيهما يكون أكثر حبا له فأجابه سمعان أظن الذي أعفاه من الأكثر فقال له يسوع أصبت والتفت إلى المرأة وقال لسمعان أترى هذه المرأة؟ أنا دخلت بيتك فما سكبت على قدمي ماء وأما هي فغسلتهما بدموعها ومسحتهما بشعرها أنت ما قبلتني قبلة وأما هي فما توقفت منذ دخولي عن تقبيل قدمي أنت ما دهنت رأسي بزيت وأما هي فبالطيب دهنت قدمي لذلك أقول لك غفرت لها خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا وأما الذي يغفر له القليل فهو يحب قليلا ثم قال للمرأة مغفورة لك خطاياك فأخذ الذين على المائدة معه يتساءلون من هذا حتى يغفر الخطايا؟ فقال يسوع للمرأة إيمانك خلصك فاذهب بسلام الأصحاح الثامن وسار يسوع بعد ذلك في المدن والقرى يعظوا ويبشروا بملكوت الله وكان يرافقه التلاميذ الاثنى عشر وبعض النساء اللواتي شفاهن من الأرواح الشريرة والأمراض وهن مريم المعروفة بالمجدلية وكان خرج منها سبعة شياطين وحنت امرأة خوزي وكيل هيرودوس وسوسنة وغيرهن كثيرات ممن كنا يساعدنهم بأموالهن وقصده الناس من كل مدينة فلما تجمع منهم جمهور كبير خاطبهم بمثل قال خرج الزارع ليزرع وبينما هو يزرع وقع بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وآكلته طيور السماء ووقع بعضه على الصخر فلما نبت يبس لأن لا رطوبة له ووقع بعضه بين الشوك فطلع الشوك معه وخنقه ومنهما وقع على أرض طيبة فنبت وأثمر مئة ضعف وصرخ يسوع من كان له أذنان تسمعان فليسمع وسأله تلاميذه ما مغز هذا المثل فأجاب أنتم أعطيتم معرفة أسرار ملكوت الله وأما غيركم فنكلمهم عليها بالأمثال حتى إذا نظروا لا يبصرون وإذا سمعوا لا يفهمون وهذا هو مغزى المثل الزرع هو كلام الله ما وقع منه على جانب الطريق هم الذين يسمعون كلام الله فيجيء إبليس وينتزع الكلام من قلوبهم لألا يؤمنوا فيخلصوا وما وقع منه على الصخر هم الذين يسمعون كلام الله ويقبلونه فرحين ولكن لا جذور لهم فيؤمنون إلى حين وعند التجربة يرتدون ما وقع منه بين الشوق هم الذين يسمعون كلام الله ولكن انصرافهم إلى هموم الدنيا وخيراتها وملذاتها يخنقه فيهم فلا ينضج لهم ثمر وأما الذي وقع في الأرض الطيبة فهم الذين يسمعون كلام الله ويحفظونه بقلب طيب صالح فيثمرون بثباتهم ما من أحد يوقد سراجا ويغطيه بوعاء أو يضعه تحت سرير بل يضعه في مكان مرتفع ليستنير به الداخلون فما من خفي إلا سيظهر ولا من مكتوم إلا سينكشف ويعرفه الناس فانتبهوا كيف تسمعون كلام الله لأن من له شيء يزاد ومن لا شيء له يؤخذ منه حتى الذي يظنه له وجاء إلى يسوع أمه وإخوته فتعذر عليهم الوصول لكثرة الزحام فقال له بعض الناس أمك وإخوتك واقفون في خارج البيت يريدون أن يرواك فأجابهم أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلام الله ويعملون به وفي أحد الأيام ركب قاربا ومعه تلاميذه فقال لهم تعالوا نعبروا إلى شاطئ البحيرة المقابل فأخذوا يعبرون ونام يسوع وهم سائرون فهبت على المحيرة عاصفة فكاد الماء يملأ القارب وأصبحوا في خطر فدن التلاميذ من يسوع وأيقظوه وقالوا له يا معلم يا معلم نحن نهلك فقام وانتهر الرياح والأمواج فهدأت وساد السكون فقال لهم يسوع أين إيمانكم؟ فخافوا وتعجبوا وقال بعضهم لبعض من هذا؟ حتى الرياح والأمواج يأمرها فتطيعه ووصلوا إلى ناحية الجراسيين مقابل شاطئ الجليل ولما نزل يسوع إلى البر استقبله رجل من المدينة فيه شياطين وكان لا يلبس ثيابا من زمن طويل ولا يسكن في بيت بل بين القمور فلما رأى يسوع صرخ وارتمع على قدميه وصاح بأعلى صوته ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي أطلب إليك أن لا تعذبني قال هذا لأن يسوع أمر الروح النجس أن يخرج من الرجل وكثيرا ما استولى الروح النجس عليه فكان الناس يحاولون ضبطه فيربطونه بالسلاسل والقيود ولكنه كان يقطع كل رباط ويسوقه الشيطان إلى البراري فسأله يسوع ما سنق؟ أجاب جيش لأن كثيرا من الشياطين كانوا دخلوا فيه فتوسلوا إلى يسوع أن لا يطردهم إلى الهاوية وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى عند الجبل فطلبوا إليه أن يأذن لهم بالدخول في الخنازير فأذن لهم فخرج الشياطين من الرجل ودخلوا في الخنازير فاندفع القطيع من المنحدر إلى البحيرة وغرق فيها فلما رأى الرعاة ما جرى هربوا ونشروا الخبر في المدينة والقرى فخرج الناس ليرأوا ما جرى وجاءوا إلى يسوع فوجدوا الرجل الذي خرج منه الشياطين جالسا عند قدمي يسوع لابسا سليم العقل فاستولى عليهم الخوف وأخبرهم الشهود كيف شفاه يسوع فطلب إليه أهل ناحية الجراسيين كلهم أن يبتعد عنهم لأنهم كانوا في خوف شديد فركب القارب ورجع من هناك أما الرجل الذي خرج منه الشياطين فالتمس من يسوع أن يأخذه معه ولكن يسوع صرفه قال ارجع إلى بيتك وأخبر بما عمل الله لك فراح الرجل يناد في المدينة كلها بما عمل يسوع له ولما رجع يسوع رحبت به الجموع لأنهم كانوا كلهم ينتظرونه وجاء إليه رجل اسمه ييروس وهو رئيس المجمع فارتمع على قدمي يسوع وتوسل إليه أن يدخل بيته لأن له ابنة واحدة في نحو الثانية عشرة من عمرها أشرفت على الموت وبينما هو ذاهب زحمته الجموع وكانت هناك امرأة مصابة بنسف الدم من اثنتي عشرة سنة أنفقت كل ما تملكه على الأطباء وما قدر أحد أن يشفيها فدنت من خلف يسوع ولمست طرف ثوبه فوقف نسف دمها في الحال فقال يسوع من لمسني؟ فأنكروا كلهم وقال بطرس يا معلم الناس كلهم يسحمونك ويضايقونك وتقول من لمسني؟ فقال يسوع لمسني أحدهم لأني شعرت بقوة خرجت مني فلما رأت المرأة أن أمرها ما خفي على يسوع جاءت راجفة وارتمت على قدميه وأخبرته أمام الناس كلهم لماذا لمسته وكيف شفيت في الحال فقال لها يا ابنتي إيمانك خلصك فاذهبي بسلام وبينما هو يتكلم جاء رسول من عند رئيس المجمع فقال ماتت ابنتك فلا تزعج المعلم فسمع يسوع فقال لييروس لا تخف يكفي أن تؤمن فتشفى ابنتك ولما وصل إلى البيت منع الجموع أن يدخلوا معدى بطرسا ويحنى ويعقوب ووالد الصبية وأمها وكان الناس كلهم يبكون ويندبون الصبية فقال لهم لا تبكوا ما ماتت الصبية لكنها نائمة فضحكوا عليه لأنهم كانوا يعرفون أنها ماتت ولكنه أخذ بيد الصبية وصاحبها يا صبية قومي فرجعت روحها وقامت في الحال فأمر أن تعطى طعاما فتعجب والداها فأوصاهما أن لا يخبر أحدا بما جرى الأصحاح التاسع ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى وقال لهم لا تحملوا للطريق شيئا لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا ولا يكن لأحد منكم ثوبان وأيا بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير لأن بعض الناس كانوا يقولون يحنى قام من بين الأموات وبعضهم إليا ظهر وآخرين نبي من القدماء قام ولكن هيرودس قال يحنى أنا قطعت رأسه فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار وكان يطلب أن يراه ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدة وعرف الناس فتبعوه فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشف المحتاجين منهم إلى الشفاء وأخذ النهار يميل فدنى إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له اصرف هذا الجمع ليذهبوا إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجدوا لهم طعاما لأننا هنا في مكان مغفر فقال لهم يسوع أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس وكانوا نحو خمسة آلاف رجل فقال لتلاميذه أقعدوهم جماعة جماعة في كل واحدة منها خمسون فأقعدوهم كلهم كما أمرهم فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع فأكلوا كلهم حتى شبعوا ورفع التلاميذ اثنتي عشرة قفة من الكسر التي فضلت وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه فسألهم من أنا في رأي الناس فأجابوا يحن المعمدان وبعضهم يقول إلي وآخرون نبي من القدماء قام فقال لهم يسوع ومن أنا في رأيكم أنتم فأجابه بطرس أنت مسيح الله فأمرهم بشدة أن لا يقولوا ذلك لأحد وقال لتلاميذه يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة وأن يقتل وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات وقال للجموع كلهم من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني من أراد أن يخلص حياته يخسرها ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها من استحى بي وبكلامي يستحى به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار الحق أقول لكم في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهد ملكوت الله وبعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام أخذ يسوع بطرسا ويحنى ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإليا ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أرشالين وغلب النعاس بطرسا ورفيقيه ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه وبينما هما يفارقانه قال له بطرس يا معلم ما أجمل أن نكون هنا فلننصب ثلاث مظال واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإليا وكان لا يدرك ما يقول وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة وقال صوت من السحابة هذا هو ابن الذي اخترته فله اسمعوا وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير وصاح رجل من الجمع يا معلم أطلب إليك أن تنظر إلى ابني فهو ولد الأوحد يباغته روح ناجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا فأجاب يسوع يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد إلى متى أبقى معكم وأحتملكم قدم ابنك إلى هنا وبينما الصبي يدن من يسوع سرعه الشيطان وخبطه فانتهر يسوع الروح النجس وشف الصبي وسلمه إلى أبيه فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه اسمعوا أنتم شهدا ما أقوله لكم سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس فما فهم التلاميذ هذا الكلام وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه وتهيبوا أن يسألوه عنه ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم فعرف يسوع ما في قلوبهم فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني ومن قبلني يقبل الذي أرسلني لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم فقال يحنى يا معلم رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا فقال له يسوع لا تمنعوه لأن من لا يكون عليكم فهو معكم ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أرشليم فأرسل رسلا يتقدمونه فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أرشليم فلما رأى ذلك تلميذاغ يعقوب ويوحنى قالا يا سيد أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم فالتفت يسوع وانتهرهما فساروا إلى قرية أخرى وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق يا سيد أتبعك أينما تذهب فأجابه يسوع للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأساه وقال يسوع لرجل آخر اتبعني فأجابه الرجل يا سيد دعني أذهب أولا وأدفن أبيه فقال له يسوع أترك الموتى يدفنون موتاهم وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله وقال له آخر أتبعك يا سيد ولكن دعني أولا أودع أهلي فقال له يسوع ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله الأصحاح العاشر وبعد ذلك اختار الرب يسوع اثنين وسبعين آخرين وأرسلهم اثنين اثنين يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه وقال لهم الحصاد كثير ولكن العمال قليلون فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده اذهبوا ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب لا تحملوا محفظة ولا كيس ولا حذاء ولا تسلموا على أحد في الطريق وأي بيت دخلتم فقولوا أولا السلام على هذا البيت فإن كان فيه من يحب السلام فسلامكم يحل به وإلا رجع إليكم وأقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم لأن العامل يستحق أجرته ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت وأي مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدمونه لكم واشفوا مرضاهم وقولوا ملكوت الله اقترب منكم وأي مدينة دخلتم وما قبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار العالق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم ولكن اعلموا أن ملكوت الله اقترب أقول لكم سيكون مصير سدوم في يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة الويل لك يا كرازين الويل لك يا بيت صيدة فلو كانت المعجزات التي جرت في كما جرت في صورة وصيدة لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد ولكن مصير صورة وصيدة في يوم الحساب سيكون أكثر احتمالا من مصير كما وأنت يا كفر نحوم أترتفعين إلى السماء لا إلى الجحيم ستهبطين من سمع إليكم سمع إلي ومن رفضكم رفضني ومن رفضني رفض الذي أرسلني ورجع الاثنان والسبعون رسولا فرحين وقالوا ليسوع يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك فقال لهم رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل برق وهأنا أعطيكم سلطانا تدوسون به الأفاع والعقارب وكل قوة للعدو ولا يضركم شيء ولكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات وفي تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح القدس فقال أحمدك أيها الآب يا رب السماء والأرض لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء نعم أيها الآب هكذا كانت مشيئتك أبي أعطاني كل شيء ما من أحد يعرف من هو الابن إلا الآب ولا من هو الآب إلا الابن ومن أراد الابن أن يظهره له والتفت إلى تلاميذه فقال لهم على انفراد هنيئا لمن يرى ما أنتم ترون أقول لكم كثير من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما أنتم ترون فما رأوا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فما سمعوا وقام أحد علماء الشريعة فقال له ليحرجه يا معلم ماذا أعمل حتى أرث الحياة الأبدية فأجابه يسوع ماذا تقول الشريعة وكيف تفسره فقال الرجل أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك وبكل فكرك وأحب قريبك مثل ما تحب نفسك فقال له يسوع بالصواب أجبت اعمل هذا فتحيا فأراد معلم الشريعة أن يبرر نفسه فقال ليسوع ومن هو قريب فأجابه يسوع كان رجل نازلا من أوروشليم إلى أريحة فوقع بأيدي اللصوص فعروه وضربوه ثم تركوه بين حي وميت واتفق أن كاهنا نزل في تلك الطريق فلما رآه مال عنه ومشى في طريقه وكذلك أحد اللويين جاء المكان فرآه فمال عنه ومشى في طريقه ولكن سامريا مسافرا مر به فلما رآه أشفق عليه فدن منه وسكب زيتا وخمرا على جراحه وضمضها ثم حمله على دابته وجاء به إلى فندق واعتنى بأمره وفي الغد أخرج السامري دينارين ودفعهما إلى صاحب الفندق وقال له اعتني بأمره ومهما أنفقت زيارة على ذلك أوفيك عند عودتي فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان في رأيك قريبا الذي وقع بأيدي اللصوص فأجابه معلم الشريعة الذي عامله بالرحمة فقال له يسوع اذهب أنت وعمل مثله وبينما هم سائرون دخل يسوع قرية فرحبت به امرأة اسمها مرتا في بيتها وكان لها أخت اسمها مريم جلست عند قدمي الرب يسوع تستمع إلى كلامه وكانت مرتا منهمكة في كثير من أمور الضيافة جاءت وقالت ليسوع يا رب أما تبالي أن تتركني أختي أخدم وحدي قل لها أن تساعدني فأجابها الرب مارتا مارتا أنت تقلقين وتهتمين بأمور كثيرة مع أن الحاجة إلى شيء واحد فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزعه أحد منها الأصحاح الحادية عشر وكان يسوع يصلي في أحد الأماكن فلما أتم الصلاة قال له واحد من تلاميذه يا رب علمنا أن نصلي كما علم يحن تلاميذه فقال لهم يسوع متى صليتم فقولوا أيها الآب ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك أعطنا خبزنا اليومي واغفر لنا خطايانا لأننا نغفر لكل من يذنب إلينا ولا تدخلن في التجربة ثم قال لهم يسوع من منكم له صديق ويذهب إليه في نصف الليل ويقول له يا صديقي أعرني ثلاثة أرغفة لأن لي صديقا جاءني من سفر ولا خبز عندي أقدم له فيجيب صديقه من داخل البيت لا تزعجني الباب مقفل وأولادي معي في الفراش فلا أقدر أن أقوم لأعطيك أقول لكم إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه فهو يقوم ويعطيه كل ما يحتاج إليه لأنه لج في طلبه لذلك أقول لكم اسألوا تنالوا اطلبوا تجدوا دقوا الباب يفتح لكم فمن يسأل ينال ومن يطلب يجد ومن يدق الباب يفتح له فأي أب منكم إذا طلب منه ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حية أو طلب منه بيضة أعطاه عقربا فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم فما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه وكان يطرد شيطانا أخرس فلما خرج الشيطان تكلم الرجل فتعجب الجموع لكن بعضهم قال هو يطرد الشياطين ببعلى زابول رئيس الشياطين وطلب آخرون آية من السماء ليجربوه فعرف أفكارهم فقال لهم كل مملكة تنقسم تخرب وتنهار بيوتها بيتا على بيت وإذا انقسم الشيطان فكيف تثبت مملكته تقولون إني ببعلى زابول أطرد الشياطين فإن كنت ببعلى زابول أطرد الشياطين فبمن يطرده أدباعكم لذلك هم يحكمون عليكم وأما إذا كنت بإصبع الله أطرد الشياطين فملكوت الله أقبل عليكم عندما يحرس الرجل القوي المتسلح بيته تكون أمواله في أمان ولكن إذا هاجمه رجل أقوى منه وغلبه ينتزع منه كل سلاحه الذي كان يعتمد عليه ويوزع ما سلباه من لا يكون معي فهو علي ومن لا يجمع معي فهو يبدد إذا خرج الروح الناجس من إنسان هام في القفار يطلب الراحة وعندما لا يجدها يقول أرجع إلى بيت الذي خرجت منه فيرجع ويجده مكنوسا مرتبا لكنه يذهب ويجيء بسبعة أرواح أشر منه فتدخل وتسكن فيه فتصير حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها وبينما هو يتكلم رفعت امرأة من الجموع صوتها وقالت له هنيئا للمرأة التي ولدتك وأرضعتك فقال يسوع بل هنيئا لمن يسمع كلام الله ويعمل به وازدحمت الجموع فأخذ يقول هذا الجيل جيل فاسد يطلب آية ولن يعطى له سوى آية يونان النبي فكما كان النبي يونان آية لأهل نينوة فكذلك يكون ابن الإنسان آية لهذا الجيل ملكة الجنوب تقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه لأنها جاءت من أقاص الأرض لتسمع حكمة سليمان وهنا الآن أعظم من سليمان وأهلنين ويقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه لأنهم تابوا عندما سمعوا إنذار يونان وهنا الآن أعظم من يونان ما من أحد يوقد سراجا ويضعه في مخبأ أو تحت المكيال بل في مكان مرتفع ليستنير به الداخلون سراج الجسد هو العين فإن كانت عينك سليمة كان جسدك كله منيرا وإن كانت عينك مريضة كان جسدك كله مظلما فانتبه لألا يصير النور الذي فيك ظلاما فإن كان جسدك كله منيرا ولا أثر للظلام فيه أنار بأكمله كما لو أنار لك السراج بضوئه وبينما هو يتكلم دعاه أحد الفرسيين إلى الغداء عنده فدخل بيته وجلس للطعام فتعجب الفرسي لما رأى يسوع يجلس ولا يغسل يديه قبل الغداء فقال له الرب يسوع أنتم أيها الفرسيون تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنكم كله طمع وخبث يا أغبياء هذا الذي صنع الظاهر أما صنع الباطن أيضا أعطوا الفقراء مما في داخل كؤوسكم وصحونكم يكن كل شيء لكم طاهرا ولكن الويل لكم أيها الفرسيون تعطون العشر من النعنع والصعطر وسائر البقول وتهملون العدل ومحبة الله فهذا كان يجب أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك الويل لكم أيها الفرسيون تحبون مكان الصدارة في المجامع والتحيات في الساحات الويل لكم أنتم مثل القبور المجهولة يمشي الناس عليها وهم لا يعرفون فقال له أحد علماء الشريعة يا معلم بقولك هذا تشتمون نحن أيضا فقال الويل لكم أنتم أيضا يا علماء الشريعة تحملون الناس أحمالا ثقيلة ولا تمدون إصبعا واحدة لتساعدوهم على حملها الويل لكم تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم وهكذا تشهدون على آبائكم وتوافقون على أعمالهم هم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون لهم القبور ولذلك قالت حكمة الله أرسلوا إليهم الأنبياء والرسل فيقتلون منهم ويضطهدون حتى أحاسب هذا الجيل على دم جميع الأنبياء الذي سفك منذ إنشاء العالم من دم هابيلة إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح وبيت الله أقول لكم نعم سأحاسب هذا الجيل على دم هؤلاء كلهم الويل لكم يا علماء الشريعة استوليتم على مفتاح المعرفة فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون وبينما هو خارج من هناك ازدادت عليه نقمة علماء الشريعة والفرسيين فأخذوا يستنطقونه في أمور كثيرة ويترقبونه ليصطاد من فمه كلمة يتهمونه بها الأصحاح الثاني عشر وكان اجتمع عشرات الألوف من الناس حتى داس بعضهم بعضا فقال أولا لتلاميذه إياكم وخمير الفرسيين الذي هو الرياء فما من مستور إلا سينكشف ولا من خفي إلا سيظهر وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح وأقول لكم يا أحبائي لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم أقول لكم نعم هذا خافوه أما يباع خمسة عصافير بدرهمين نعم ولكن الله لا ينسى واحدا منها لا بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله فلا تخافوا أنتم أفضل من عصافير كثيرة وأقول لكم من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله ومن أنكرني أمام الناس ينكره ابن الإنسان أمام ملائكة الله ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة فلا يهمكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون لأن الروح القدس يلهمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا فقال له رجل من الجموع يا معلم قل لأخي أن يقاسمني المراث فقال له يا رجل من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما وقال للجموع انتبهوا وتحفظوا من كل طمع فما حياة الإنسان بكثرة أمواله وقال لهم هذا المثل كان رجل غني أخصبت أرضه فقال في نفسه لا مكان عندي أخزن فيه غلالي فماذا أعمل ثم قال أعمل هذا أهدم مخازني وأبني أكبر منها فأضع فيها كل قمحي وخيراتي وأقول لنفسي يا نفسي لك خيرات وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي فقال له الله يا غبي في هذه الليلة تسترد نفسك منك فهذا الذي أعددته لمن يكون هكذا يكون مصير من يجمع لنفسه ولا يغنى بالله وقال لتلاميذه لهذا أقول لكم لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون ولا للجسد ما تلبسون لأن الحياة خير من الطعام والجسد خير من اللباس تأمل الغربان فهي لا تزرع ولا تحصد وما من مخزن لها ولا مستودع والله يرزقها وكم أنتم أفضل من الطيور من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور فلماذا يهمكم الباقي تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو لا تغزلوا ولا تنسج أقول لكم ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قللي الإيمان فلتطلب ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم وأبوكم السموي يعرف أنكم تحتاجون إليه بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله لا تخف أيها القطيع الصغير فأبوكم السموي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت بيع ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء واقتنوا أموالا لا تبلأ وكنزا في السماوات لا ينفد حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم كونوا على استعداد أوصاتكم مشدودة ومصابيحكم موقدة كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين الحق أقول لكم إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال واعلموا أن رب البيت لو عرف في أية ساعة يجيء اللص لما تركه ينقب بيته فكونوا إذا على استعداد لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها فقال له بطرس يا رب ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟ فأجابه الرب يسوع من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله ولكن إذا قال هذا الخادم في نفسه سيتأخر سيد في رجوعه وأخذ يضرب الخدم رجالا ونساء ويأكل ويشرب ويسكر فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع الخائنين فالخادم الذي يعرف ما يريده سيده ولا يستعد ولا يعمل بإرادة سيده يلقى قصاصا شديدا وأما الذي لا يعرف ما يريده سيده ويعمل ما يستحق القصاص فيلقى قصاصا خفيفا ومن أعطي كثيرا يطلب منه الكثير ومن اؤتمن على كثير يطالب بأكثر منه جئت لألقي نارا على الأرض وكم أتمنى أن تكون اشتعلت وعلي أن أقبل معمودية الآلام وما أضيق صدري حتى تتم أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا بل الخلاف فمن اليوم يكون في بيت واحد خمسة فيخالف ثلاثة منهم اثنين واثنان ثلاثة يخالف الأب ابنه والابن أباه والأم بنتها والبنت أمها والحمات كنتها والكنة حماتها وقال أيضا للجموع إذا رأيتم غيمة ترتفع في المغرب قلتم في الحال سينزل المطر فينزل وإذا هبت ريح الجنوب قلتم سيشتد الحر فيشتد يا مراؤون تفهمون منظر الأرض والسماء فكيف لا تفهمون علامات هذا الزمان ولماذا لا تحكمون من عندكم بما هو حق فإن ذهبت مع خصمك إلى الحاكم فابذل جهدك أن ترضيه في الطريق لألا يسوقك إلى القاضي فيسلمك القاضي إلى الشرطي ويلقيك الشرطي في السجن أقول لك لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم الأصحاح الثالثة عشر وفي ذلك الوقت حضر بعض الناس وأخبروا يسوع عن الجليليين الذين قتلهم بلاطس في الهيكل ومزج دماءهم بدماء ذبائحهم فأجابهم يسوع أتظنون أن خطيئة هؤلاء الجليليين أكثر من خطيئة سائر الجليليين حتى نزلت بهم هذه المصيبة؟ أقول لكم لا وإن كنتم لا تتوبون فستهلكون كلكم مثلهم وأولئك الثمانية عشر الذين سقط البرج عليهم في سلوام وقتلهم أتظنون أنهم أذنب أكثر مما أذنب أهل أوروشاليم؟ أقول لكم لا وإن كنتم لا تتوبون فستهلكون كلكم مثلهم وقال هذا المثل كان لرجل شجرة تين مغروسة في كرمه فجاء يطلب ثمرا عليها فما وجد فقال للكرام لي ثلاث سنوات وأنا أجيء إلى هذه التينة أطلب ثمرا فلا أجد فاقطعها لماذا نتركها تعطل الأرض؟ فأجابه الكرام أتركها يا سيدي هذه السنة أيضا حتى أقلب التربة حولها وأسمدها فإما تثمر في السنة المقبلة وإما تقطعها وكان يسوع يعلم في أحد المجامع في السبت وهناك امرأة فيها روح شرير أمرضها ثمانية عشرة سنة فجعلها منحنية الظهر لا تقدر أن تنتصب فلما رآها يسوع دعاها وقال لها يمرأ أنت معافاة من مرضك ووضع يديه عليها فانتصبت قائمة في الحال ومجدت الله فغضب رئيس المجمع لأن يسوع شف المرأة في السبت فقال للحاضرين عندكم ستة أيام يجب العمل فيها فتعالوا واستشفوا لا في يوم السبت فأجابه الرب يسوع يا مرأون أما يحل كل واحد منكم يوم السبت رباط ثوره أو حماره من المعلف ويأخذه ليسقيه وهذه امرأة من أبناء إبراهيم ربطها الشيطان من ثمان عشرة سنة أما كان يجب أن تحل من رباطها يوم السبت ولما قال هذا الكلام خجل جميع معارضيه وفرح الجمع كله بالأعمال المجيدة التي كان يعملها وقال يسوع ماذا يشبه ملاكوت الله وبماذا أشبهه هو مثل حبة من خردل أخذها رجل وزرعها في حقله فنمت وصارت شجرة تعشش طيور السماء في أغصانها وقال أيضا بماذا أشبه ملاكوت الله هو مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في ثلاثة أكيال من الدقيق حتى اختمر العجين كله وسار في المدن والقرى يعلم وهو في طريقه إلى أرشاليم فقال له رجل يا سيد أقليل عدد الذين يخلصون فأجاب يسوع اجتهد أن تدخلوا من الباب الضيق أقول لكم كثير من الناس سيحاولون أن يدخلوا فلا يقدرون وإذا قام رب البيت وأغلق الباب فوقفتم أنتم في الخارج تدقون الباب وتقولون يا رب افتح لنا يجيبكم لا أعرف من أين أنتم فتقولون أكلنا وشربنا معك وعلمت في شوارعنا فيقول لكم لا أعرف من أين أنتم ابتعدوا عني كلكم يا أشرار ويكون البكاء وصريف الأسنان حين ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأنبياء كلهم في ملاكوت الله وأنتم في الخارج مطردون وسيجيء الناس من المشرق والمغرب ومن الشمال والجنوب ويجلسون إلى المائدة في ملاكوت الله فيصير الأولون آخرين والآخرون أولين وفي تلك الساعة دنى بعض الفرسيين من يسوع وقالوا له انصرف من هنا لأن هيرودس يريد أن يقتلك فقال لهم اذهبوا وقولوا لهذا السعلب ها أنا أطرد الشياطين وأشفي المرضى اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أتمم كل شيء ولكني يجب أن أسير في طريق اليوم وغدا وبعد غد لأنه لا يجوز أن يهلك نبي في خارج أرشاليم 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 يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها فما أردتم وها هو بيتكم متروك لكم أقول لكم لا تروني حتى يجيء يوم تهتفون فيه تبارك الآتي باسم الرب الأصحاح الرابع عشر ودخل يوم السبت بيت أحد كبار الفرسيين ليتناول الطعام وكانوا يراقبونه وإذا أمامه رجل تورم جلده بالاستسقاء فقال يسوع لعلماء الشريعة والفرسيين أيحل الشفاء في السبت أم لا فسكتوا فأخذ يسوع الرجل بيده وشفاه وصرفه ثم قال لهم من منكم يقع ابنه أو ثوره في بئر يوم السبت ولا ينشله منها في الحال فما قدروا أن يجاوبوه ولاحظ أن بعض المدعوين يختارون المقاعد الأولى فقال هذا المثل إذا دعاك أحد إلى وليمة عرس فلا تجلس في المقعد الأول فلربما كان في المدعوين من هو أهم منك فيجيء الذي دعاكما ويقول لك أعطه مكانك فتخجل وتقوم إلى آخر مقعد ولكن إذا دعيت فاجلس في آخر مقعد حتى إذا جاء صاحب الدعوة قال لك قم إلى فوق يا صديقي فيكبر قدرك في نظر جميع المدعوين لأن من يرفع نفسه ينخفض ومن يخفض نفسه يرتفع وقال يسوع لصاحب الدعوة إذا أقمت وليمة غداء أو عشاء فلا تدعو إليها أصدقائك ولا إخوانك ولا أقربائك ولا جيرانك الأغنياء لألا يبادلوك الدعوة فتنال المكافأة على عملك بل إذا أقمت وليمة فادع الفقراء والمشوهين والعرج والعميان وهنيئا لك إذا فعلت لأنهم لا يقدرون أن يكافئوك فتكافأ في قيامة الأبرار فلما سمع أحد المدعوين هذا الكلام قال ليسوع هنيئا لمن يجلس إلى المائدة في ملكوت الله فأجابه أقام رجل وليمة كبيرة ودعا إليها كثيرا من الناس ثم أرسل خادمه ساعة الوليمة يقول للمدعوين تعالوا فكل شيء مهيأ فاعتذروا كلهم قال له الأول اشتريت حقلا ويجب أن أذهب لأراه أرجو منك أن تعذرني وقال آخر اشتريت خمسة فدادين وأنا الآن ذاهب لأجربها أرجو منك أن تعذرني وقال آخر تزوجت امرأة فلا أقدر أن أجيء فرجع الخادم إلى سيده وأخبره بما جرى فغضب رب البيت وقال لخادمه أخرج مسرعا إلى شوارع المدينة وأزقتها وأدخل الفقراء والمشوهين والعرج والعميان إلى هنا فقال الخادم جرى ما أمرت به يا سيدي وبقيت مقاعد فارغة فأجابه السيد أخرج إلى الطرقات والدروب وألزم الناس بالدخول حتى يمتلئ بيتي أقول لكم لن يذوق عشاء أحد من أولئك المدعوين وكانت جموع كبيرة ترافق يسوع فالتفت وقال لهم من جاء إلي وما أحبني أكثر من حبه لأبيه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته بل أكثر من حبه لنفسه لا يقدر أن يكون تلميذا لي ومن لا يحمل صليبه ويدبعني لا يقدر أن يكون تلميذا لي فمن منكم إذا أراد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة ليرى هل يقدر أن يكمله لألا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل فيستهزئ به الناظرون إليه كلهم ويقولون هذا الرجل بدأ يبني وما قدر أن يكمل وأي ملك يخرج إلى محاربة ملك آخر قبل أن يجلس ويشاور نفسه هل يقدر أن يواجه بعشرة ألاف من يزحف إليه بعشرين ألفا وإلا أرسل إليه وفدا ما دام بعيدا عنه يلتمس منه الصلح وهكذا لا يقدر أحد منكم أن يكون تلميذا لي إلا إذا تخلى عن كل شيء له الملح صالح ولكن إذا فسد الملح فماذا يملحه لا يصلح للتربة ولا للسماد بل يرمى به خارج المكان من كان له أذنان تسمعان فليسمع الأصحاح الخامسة عشر وكان جبات الضرائب والخاطئون يدنون من يسوع ليسمعوه فقال الفرسيون ومعلمو الشريعة متذمرين هذا الرجل يرحب بالخاطئين ويأكل معهم فكلمهم بهذا المثل من منكم إذا كان له مئة خاروف فأضاع واحدا منها لا يترك التسعة والتسعين في البرية ليبحث عن الخروف الضائع حتى يجده فإذا وجده حمله على كتفيه فرحا ورجع إلى البيت ودع أصدقاءه وجيرانه وقال لهم افرحوا معي لأني وجدت خروف الضائع أقول لكم هكذا يكون الفرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من الفرح بتسعة وتسعين من الأبرار لا يحتاجون إلى التوبة بل أية امرأة إذا كان لها عشرة دراهم فأضاعت درهما واحدا لا تشعل السراج وتكنس البيت وتبحث عن هذا الدرهم جيدا حتى تجده فإذا وجدته دعت صديقاتها وجاراتها وقالت افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته أقول لكم هكذا يفرح ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب وقال يسوع كان لرجل ابنان فقال له الأصغر يا أبي أعطني حصتي من الأملاك فقسم لهما أملاكه وبعد أيام قليلة جمع الابن الأصغر كل ما يملك وسافر إلى بلاد بعيدة وهناك بدد ماله في العيش بلا حساب فلما أنفق كل شيء أصابت تلك البلاد مجاعة قاسية فوقع في ضيق فلجأ إلى العمل عند رجل من أهل تلك البلاد فأرسله إلى حقوله ليرعى الخنازير وكان يشتهي أن يشبع من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله فلا يعطيه أحد فرجع إلى نفسه وقال كم أجير عند أبي يفضل عنه الطعام وأنا هنا أموت من الجوع سأقوم وأرجع إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وإليك ولا أستحق بعد أن أدعى لك ابنا فعاملني كأجير عندك فقام ورجع إلى أبيه فرآه أبوه قادما من بعيد فأشفق عليه وأسرع إليه يعانقه ويقبله فقال له الابن يا أبي أخطأت إلى السماء وإليك ولا أستحق بعد أن أدعى لك ابنا فقال الأب لخدمه أسرعوا هاتوا أفخر ثوب وألبسوه وضعوا خاتما في إصبعه وحذاء في رجليه وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد فأخذوا يفرحون وكان الإبن الأكبر في الحقل فلما رجع واقترب من البيت سمع صوت الغناء والرقص فدع أحد الخدم وسأله ما الخبر فأجابه رجع أخوك سالما فذبح أبوك العجل المسمن فغضب ورفض أن يدخل فخرج إليه أبوه يرجو منه أن يدخل فقال لأبيه خدمتك كل هذه السنين وما عصيت لك أمرا فما أعطيتني جديا واحدا لأفرح به مع أصحابي ولكن لما رجع ابنك هذا بعدما أكل مالك مع البغاية ذبحت العجل المسمن فأجابه أبوه يابني أنت معي في كل حين وكل ما هو لي فهو لك ولكن كان علينا أن نفرح ونمرح لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد الأصحاح السادسة عشر وقال أيضا لتلاميذه كان رجل غني وكان له وكيل فجاء من أخبره بأنه يبدد أمواله فدعاه وقال له ما هذا الذي أسمع عنك أعطني حساب وكالتك فأنت لا تصلح بعد اليوم لأن تكون وكيلا لي فقال الوكيل في نفسه سيسترد سيد الوكالة مني فماذا أعمل لا أقوى على الفلاحة وأستحي أن أستعطي ثم قال عرفت ماذا أعمل حتى إذا عزلني سيدي عن الوكالة يقبلني الناس في بيوتهم فدع جميع الذين عليهم دين لسيده وقال لأحدهم كم عليك لسيدي أجابه مئة كيل من الزيت فقال له الوكيل خذ سقوكك واجلس في الحال واكتب خمسين وقال لآخر وأنت كم عليك لسيدي أجابه مئة كيل من القمح فقال له الوكيل خذ سقوكك واكتب ثمانين فمدح السيد وكيله الخائنة على فطنته لأن أبناء هذا العالم أكثر فطنة من أبناء النور في معاملة أمثالهم وأنا أقول لكم اجعلوا لكم أصدقاء بالمال الباطل حتى إذا نفد قبلوكم في المساكن الأبدية من كان أمينا على القليل كان أمينا على الكثير ومن أساء الأمانة في القليل أساء الأمانة في الكثير وإذا كنتم غير أمناء في المال الباطل فمن يأتمنكم في الغنى الحق وإن كنتم غير أمناء فيما هو لغيركم فمن يعطيكم ما هو لكم لا يقدر أحد أن يخدم سيدين لأنه إما أن يمغض أحدهما ويحب الآخر وإما أن يوالي أحدهما وينبذ الآخر فأنتم لا تقدرون أن تخدموا الله والمال وكان الفرسيون وهم ممن يحبون المال يسمعون هذا كله ويهزؤون به فقال لهم يسوع أنتم تبررون أنفسكم عند الناس لكن الله يعرف ما في قلوبكم ورفيع القدر عند الناس رجس عند الله بقيت الشريعة وتعاليم الأنبياء إلى أن جاء يحنى ثم بدأت البشارة بملكوت الله فأخذ كل إنسان يجاهد ليدخله قصرا ولكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الشريعة من طلق امرأته وتزوج غيرها زنى ومن تزوج امرأة طلقها زوجها زنى وقال يسوع كان رجل غني يلبس الأرجوان والثياب الفاخرة ويقيم الولائم كل يوم وكان رجل فقير اسمه لعازر تغطي جسمه القروح وكان ينطرح عند باب الرجل الغني ويشتهي أن يشبع من فضلات مائدته وكانت الكلاب نفسها تجيء وتلحس قروحه ومات الفقير فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم ومات الغني ودفن ورفع الغني عينيه وهو في الجحيم يقاص العذاب فرأى إبراهيم عن بعد ولعازر بجانبه فنادى ارحمني يا أبي إبراهيم وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني لأني أتعذب كثيرا في هذا اللهيب فقال له إبراهيم تذكر يا ابني أنك نلت نصيبك من الخيرات في حياتك ونال لعازر نصيبه من البلاية وها هو الآن يتعز هنا وأنت تتعذب هناك وفوق كل هذا فبيننا وبينكم هوة عميقة لا يقدر أحد أن يجتازها من عندنا إليكم ولا من عندكم إلينا فقال الغني أرجو منك إذن يا أبي إبراهيم أن ترسل لعازر إلى بيت أبي لينذر إخوة الخمسة هناك لألا يصيرهم أيضا إلى مكان العذاب هذا فقال له إبراهيم عندهم موسى والأنبياء فليستمعوا إليهم فأجابه الغني لا يا أبي إبراهيم ولكن إذا قام واحد من الأموات وذهب إليهم يتوبون فقال له إبراهيم إن كانوا ليستمعون إلى موسى والأنبياء فهم لا يقتنعون ولو قام واحد من الأموات الأصحاح السابع عشر وقال يسوع لتلاميذه لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرم في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة فكونوا على حذر إذا أخطأ أخوك فوبخه وإن تاب فاخفر له وإذا أخطأ سبع مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال أنا تائب فاخفر له وقال الرسل للرب زد إيماننا فأجاب الرب لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل وقلتم لهذه الجميزة قلعي وانغرس في البحر لأطاعتكم من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم إذا رجع من الحقل يقول له أسرع واجلس للطعام ألا يقول له هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده لا أظن وهكذا أنتم إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا نحن خدم بسطاء وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل وبينما هو في طريقه إلى أوروشليم مر بالسامرة والجليل وعند دخوله إحدى القرى استقبله عشرة من البرس فوقفوا على بعد منه وصاحوا يا يسوع يا معلم ارحمنا فتطلع وقال لهم اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم وبينما هم ذاهبون طهروا فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره وكان سامريا فقال يسوع أما طهر العشرة فأين التسعة أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب ثم قال له قم واذهب إيمانك خلصك ولما سأله الفرسيون متى يجيء ملكوت الله أجابهم لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك لأن ملكوت الله هو فيكم وقال لتلاميذه يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا وسيقال لكم ها هو هنا أو ها هو هناك فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطفان وأهلكهم كلهم أو كما حدث في أيام لوط كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء تذكر امرأة لوط من حاول أن يحفظ حياته يخسرها ومن خسر حياته يخلصها أقول لكم سيكون في تلك الليلة اثنان على سرير واحد فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر وتكون امرأتان على حجر الطحن معا فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر فسأله التلاميذ أين يا رب فأجابهم حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان الأصحاح الثامنة عشر وكلمهم بمثل على وجوب المداومة على الصلاة من غير ملل قال كان في أحدى المدن قاض لا يخاف الله ولا يهاب الناس وكان في تلك المدينة أرملة تتردد إليه وتقول له أنصفني من خصمي فكان يرفض طلبها ولكنه بعد مدة طويلة قال في نفسه مع أني لا أخاف الله ولا أهاب الناس فسأنصف هذه الأرملة لأنها تزعجني وإلا ظلت تجيء وتضايقني وقال الرب يسوع اسمعوا جيدا ما قال هذا القاضي الظالم فكيف لا ينصف الله مختاريه الضارعين إليه ليل نهار وهل يبطئ في الاستجابة لهم أقول لكم إنه يسرع إلى إنصافهم ولكن أيجد ابن الإنسان إيمانا على الأرض يوم يجيء وقال هذا المثل لقوم كانوا على ثقة بأنهم صالحون ويحتقرون الآخرين صعد رجلان إلى الهيكل ليصلياه واحد فريسي والآخر من جبات الضرائب فوقف الفريسي يصلي في نفسه فيقول شكرا لك يا الله فما أنا مثل سائر الناس الطامعين الظالمين الزنات ولا مثل هذا الجابي فأنا أصوم في الأسبوع مرتين وأوفي عشر دخل كله وأما الجابي فوقف بعيدا لا يجرؤ أن يرفع عينيه نحو السماء بل كان يضق على صدره ويقول ارحمني يا الله أنا الخاطئ أقول لكم هذا الجابي لا ذاك الفريسي نزل إلى بيته مقبولا عند الله فمن يرفع نفسه ينخفض ومن يخفض نفسه يرتفع وجاء إليه بعض الناس بأطفال ليضع يديه عليهم فلما رآهم التلاميذ انتهروهم ولكن يسوع دع الأطفال إليه وقال دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لأمثال هؤلاء ملكوت الله الحق أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله كأنه طفل لا يدخله وسأله أحد الوجهاء أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأريث الحياة الأبدية فأجابه يسوع لماذا تدعوني صالحا لا صالح إلا الله وحده أنت تعرف الوصايا لا تزني لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور أكرم أباك وأمك فقال الرجل من أيام السباية عملت بهذه الوصايا كلها فلما سمع يسوع كلامه هذا قال له يعوزك شيء واحد باع كل ما تملك ووزع ثمنه على الفقراء فيكون لك كنز في السماوات وتعالى اتبعني فحزن الرجل عندما سمع هذا الكلام لأنه كان غنيا جدا ورأى يسوع أنه حزن فقال ما أصعب دخول الأغنياء إلى ملكوت الله فمرور الجمل في ثقب الإبرة أسهل من دخول الغني إلى ملكوت الله فقال السامعون من يمكنه أن يخلص إذا فأجاب يسوع ما لا يمكن عند الناس ممكن عند الله فقال له بطرس ها نحن تركنا ما لنا وتبعناك فأجاب يسوع الحق أقول لكم ما من أحد ترك بيتا أو امرأة أو إخوة أو أبا أو أما أو أولادا من أجل ملكوت الله إلا نال في هذه الدنيا أضعاف ما ترك ونال في الآخرة الحياة الأبدية وأخذ التلاميذ الاثني عشر على انفراد وقال لهم ها نحن صاعدون إلى أوروشليم فيتم كل ما كتبه الأنبياء في ابن الإنسان فسيسلم إلى الوثنيين فيستهزئون به ويشتمونه ويبصقون عليه ثم يجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم فما فهم التلاميذ شيئا من ذلك وكان هذا الكلام مغلقا عليهم فما أدركوا معناه واقترب يسوع من أريحة وكان رجل أعمى جالسا على جانب الطريق يستعطي فلما أحس بمرور الجموع سأل ما هذا فأخبروه يسوع الناصري يمر من هناك فصاح الأعمى يا يسوع ابن داود ارحمني فانتهره السائرون في المقدمة ليسكت لكنه صاح بصوت أعلى يا ابن داود ارحمني فوقف يسوع وأمر بأن يقدموه إليه فلما اقترب سأله ماذا تريد أن أعمل لك فأجابه أن أبصر يا سيد فقال له يسوع أبصر إيمانك شفاك فأبصر في الحال وتبع يسوع وهو يحمد الله ولما رأى الشعب ما جرى مجد الله كلهم الأصحاح التاسعة عشر ودخل يسوع أريحة وأخذ يجتازها وكان فيها رجل غني من كبار جبات الضراء باسمه زكا فجاء ليرى من هو يسوع ولكنه كان قصيرا فما تمكن أن يراه لكثرة الزحام فأسرع إلى جبيزة وصعدها ليراه وكان يسوع سيمر بها فلما وصل يسوع إلى هناك رفع نظره إليه وقال له انزل سريعا يا زكا لأني سأقيم اليوم في بيتك فنزل مسرعا واستقبله بفرح فلما رأى الناس ما جرى قالوا كلهم متذمرين دخل بيت رجل خاطئ ليقيم عنده فوقف زكا وقال للرب يسوع يا رب سأعطي الفقراء نصف أموالي وإذا كنت ظلمت أحدا في شيء أرده عليه أربعة أضعاف فقال له يسوع اليوم حل الخلاص بهذا البيت لأن هذا الرجل هو أيضا من أبناء إبراهيم فابن الإنسان جاء ليبحث عن الهالكين ويخلصهم واقترب من أرشاليم وكان الذين يسمعون هذا الكلام يظنون أن ملكوت الله سيظهر في الحال فأضاف إليه هذا المثل قال سافر أحد الأمراء إلى بلد بعيد ليتولى الملك ثم يعود فدع عشرة خدم له وأعطى كل واحد منهم دينارا ذهبيا وقال لهم تاجروا بهذا المال حتى أعود وكان أهل بلده يكرهونه فأرسلوا وفدا يتبعه فيقول لا نريد هذا الرجل ملكا علينا فلما رجع الأمير بعدما تولى الملك أمر باستدعاء الخدم الذين أعطاهم المال ليرى كم كسب كل واحد منهم فتقدم الأول وقال يا سيدي ربح دينارك عشرة دنانير فقال له أحسنت أيها الخادم الصالح كنت أمينا على القليل فكن واليا على عشر مدن وجاء الثاني فقال يا سيدي ربح دينارك خمسة دنانير فقال له وأنت كن واليا على خمس مدن وجاء الثالث فقال يا سيدي ها هو دينارك خبأته في منديل لأني خفت منك فأنت رجل صارم تأخذ ما لا تودع فقال له بكلامك أدينك أيها الخادم الشرير عرفت أني رجل صارم أخذ ما لا أودع وأحصد ما لا أزرع فلماذا ما وضعت مالي عند الصيارفة وكنت في عودتي أسترده مع الفائدة وقال للحاضرين خذوا الدنار منه وادفعوه إلى صاحب الدنانير العشرة فقالوا له يا سيد عنده عشرة دنانير فأجابهم أقول لكم من كان له شيء يزاد ومن لا شيء له يؤخذ منه حتى الذي له أما أعداء الذين لا يريدون أن أملك عليهم فاجئوا بهم إلى هنا واقتلوهم أمامي قال هذا الكلام وتقدم صاعدا إلى أوروشاليم ولما اقترب من بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل المسمى جبل الزيتون أرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما ذهبا إلى القرية التي أمامكما وعندما تدخلانها تجدان جحشا مربوطا ما ركب عليه أحد من قبل فحلا رباطه وجيئا به وإن سألكما أحد لماذا تحلان رباطه فقولا له السيد محتاج إليه فذهب التلميدان ووجدا كما قال لهما يسوع وبينما هما يحلان رباط الجحش قال لهما أصحابه لماذا تحلان رباطه فأجابا السيد محتاج إليه فجاء بالجحش إلى يسوع ووضعا توبيهما عليه وأركبا يسوع فسار والناس يبسطون ثيابهم على الطريق ولما اقترب من منحدر جبل الزيتون أخذ جماعة التلميذ يهللون ويسبحون الله بأعلى أصواتهم على جميع المعجزات التي شاهدوها وكانوا يقولون تبارك الملك الآتي باسم الرب السلام في السماء والمجد في العلا فقال له بعض الفرسيين من الجموع يا معلم قل لتلميذك أن يسكتوا فأجابهم يسوع أقول لكم إن سكت هؤلاء فالحجارة تهتف ولما اقترب من أرشليم نظر إلى المدينة وبكى عليها وقال ليتك عرفت اليوم طريق السلام ولكنه الآن محجوب عن عينيك سيجيء زمان يحيط بك أعداءك بالمتاريس ويحاصرونك ويطبقون عليك من كل جهة ويهدمونك على أبنائك الذين هم فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر لأنك ما عرفت زمان مجيء الله لخلاصك ثم دخل الهيكل وأخذ يطرد الباعة ويقول لهم جاء في الكتاب بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص وأخذ يعلم كل يوم في الهيكل وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة وزعماء الشعب يريدون أن يقتلوه فلا يجدون كيف يفعلون لأن الشعب كله كان يستمع إليه متعلقا به الأصحاح العشرون وكان في أحد الأيام يعلم الشعب في الهيكل ويبشره فجاء إليه رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة وشيوخ الشعب وقالوا له قل لنا بأي سلطة تعمل هذه الأعمال بل من أعطاك هذه السلطة فأجابهم يسوع وأنا أسألكم سؤالا واحدا قولوا لي من أين ليحنى سلطة المعمودية أمن السماء أم من الناس فقالوا في أنفسهم إن قلنا من السماء يقولوا فلماذا ما أمنتم به وإن قلنا من الناس فالشعب كله يرجمنا لأنه مقتنع بأن يحنى نبي فأجابوا أنهم لا يعرفون من أين هي فقال لهم يسوع وأنا لا أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأعمال وأخذ يقول للشعب هذا المثل غرس رجل كرما وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر مدة طويلة فلما جاء يوم القطاف أرسل إليهم خادما ليعطوه حصته من ثمر الكرم فضربوه وأرجعوه فارغا يدين فأرسل خادما آخر وهذا أيضا ضربوه وشتموه وأرجعوه فارغا يدين فأرسل خادما ثالثا وهذا أيضا جرحوه ورموه في خارج الكرم فقال صاحب الكرم ما العمل سأرسل إليهم ابن الحبيب لعلهم يهابونه إذا رأوه ولكنهم لما رأوه قالوا فيما بينهم ها هو وارث الكرم تعالوا نقتله ليعود الميراث إلينا فرموه في خارج الكرم وقتلوه فماذا يفعل بهم صاحب الكرم سيجيء ويقتل هؤلاء الكرمين ويسلم الكرم إلى غيرهم فقال له السامعون لا سمح الله فنظر إليهم وقال إذن ما معنى هذه الآية الحجر الذي رفضه البناءون صار رأس الزاوية من وقع على هذا الحجر تهشم ومن وقع الحجر عليه صحقاه فأراد معلمو الشريعة ورؤساء الكهنة أن يعتقلوه في تلك الساعة لأنهم عرفوا أنه قال هذا المثل عليهم لكنهم خافوا من الشعب فراقبوه وأرسلوا جواسيس يظهرون أنهم أبرار ليمسكوه بكلمة فيسلموه إلى يد الحاكم وقضائه فسألوه يا معلم نحن نعرف أنك صادق في كلامك وتعليمك لا تحاب أحدا بل بالحق تعلم طريق الله أيحل لنا أن ندفع الجزية إلى القيصر أم لا فأدرك يسوع مكرهم فقال لهم لماذا تجربوني؟ أروني دينارا لمن هذه الصورة وهذا الإثم؟ قالوا للقيصر فقال يسوع ادفعوا إذن إلى القيصر ما للقيصر وإلى الله ما لله فما قدروا أن يمسكوه بكلمة أمام الشعب وتعجبوا من جوابه فسكتوا وجاء بعض الصدوقيين إلى يسوع وهم الذين ينكرون القيامة فسألوه يا معلم كتب لنا موسى إذا مات لرجل أخ له امرأة ولا ولد له فليأخذ أخوه المرأة ليقيم نسلا لأخيه وكان هناك سبعة إخوة فأخذ الأول امرأة ومات من غير ولد والثاني ومثله الثالث حتى أخذها السبعة وماتوا وما خلفوا نسله ثم ماتت المرأة فلأي واحد منهم تكون زوجة في القيامة لأن السبعة تتزوجوها فأجابهم يسوع أبناء هذه الدنيا يتزاوجون أما الذين هم أهل للحياة الأبدية والقيامة من بين الأموات فلا يتزاوجون هم مثل الملائكة لا يموتون وهم أبناء الله لأنهم أبناء القيامة وموسى نفسه أشار في الكلام على العليقة إلى أن الأموات يقومون لما دع الرب إله إبراهيم وإله إصحاق وإله يعقوب وما كان إله أموات بل إله أحياء فهم جميعا عنده يحيون فقال بعض معلمي الشريعة أحسنت يا معلم وما تجاسروا بعد ذلك أن يسألوه عن شيء وقال لهم كيف يقال إن المسيح ابن داود وداود نفسه يقول في كتاب المزامير قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك فداود نفسه يدعو المسيح ربا فكيف يكون المسيح ابنه وقال لتلاميذه بمسمع من الشعب كله إياكم ومعلمي الشريعة يرغبون في المشي بالثياب الطويلة ويحبون التحيات في الساحات ومكان الصدارة في المجامع ومقاعد الشرف في الولائم يأكلون بيوت الأرامل وهم يظهرون أنهم يطيلون الصلاة هؤلاء ينالهم أشد العقاب الأصحاح الحادي والعشرون وتطلع يسوع فرأى الأغنياء يلقون تبرعاتهم في صندوق الهيكل ورأى أيضا أرملة مسكينة تلقى فيه درهمين فقال الحق أقول لكم هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر مما ألقاه الآخرون كلهم فهم ألقوا في الصندوق من الفائد عن حاجاتهم وأما هي فمن حاجتها ألقت كل ما تملك لمعيشتها وتحدث بعضهم كيف أن الهيكل مزين بالحجارة البديعة وتحف النذور فقال يسوع ستجيء أيام لن يترك فيها مما تشاهدونه حجر على حجر بل يهدم كله فسألوه متى يحدث هذا يا معلم؟ وما هي العلامة التي تدل على قرب حدوثه؟ فأجاب انتبهوا لألا يضل لكم أحد سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون أنا هو وحان الوقت فلا تتبعوهم وإذا سمعتم بأخبار الحروب والثورات فلا تفزعوا لأن هذا لابد أن يحدث في أول الأمر ولكن لا تكون الآخرة بعد وقال يسوع ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتقع زلازل شديدة وتحدث أوبئة ومجاعات في أماكن كثيرة وتجري أحداث مخيفة وتظهر علامات هائلة في السماء وقبل هذا كله يعتقلكم الناس ويضطهدونكم ويسلمونكم إلى المجامع والسجون ويسوقونكم إلى الملوك والحكام من أجل اسمي ويكون هذا فرصة لكم تشهدون فيها للبشارة ولا تهتموا كيف تدافعون عن أنفسكم لأني سأعطيكم من الكلام والحكمة ما يعجز جميع خصومكم عن رده أو نقضه وسيسلمكم والدوكم وإخوتكم وأقرباؤكم وأصدقاؤكم أنفسهم إلى الحكام ويقتلون منكم ويبغدكم جميع الناس من أجل اسمي ولكن شعرة واحدة من رؤوسكم لا تقع وبثباتكم تخلصون فإذا رأيتم أرشاليم تحاصرها الجيوش فاعلموا أن خرابها قريب فمن كان في اليهودية فليهرب إلى الجبال ومن كان في المدينة فليخرج منها ومن كان في الحقول فلا يدخل إلى المدينة لأن هذه أيام نقمة يتم فيها كل ما جاء في الكتب المقدسة الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام فستنزل النكبة على هذا البلد وغضب الله على هذا الشعب فيسقطون بحد السيف ويأخذون أسرى في جميع الأمم ويدوس الوثنيون أرشاليم إلى أن يتم زمانهم وستظهر علامات في الشمس والقمر والنجوم ويصيب الأمم في الأرض قلق شديد ورعب من ضجيج البحر والطراب الأمواج ويسقط الناس من الخوف ومن انتظار ما سيحل بالعالم لأن قوات السماء تتزعزع وفي ذلك الحين يرى الناس ابن الإنسان آتيا في سحابة بكل عزة وجلال وإذا بدأت تتم هذه الحوادث قفوا وارفعوا رؤوسكم لأن خلاصق قريب وقال هذا المثل انظروا إلى شجرة التين وسائر الأشجار فإذا أورقت عرفتم أن الصيف قريب وكذلك إذا رأيتم هذه الأحداث وقعت فاعلموا أن ملكوت الله قريب الحق أقول لكم لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله السماء والأرض تزولان وكلامي لن يزول انتبهوا لألا تنشغل قلوبكم بالخمرة والسكر وهموم الدنيا فيباغتكم ذلك اليوم لأنه كالفخ يطبق على سكان الأرض كلهم فاسهروا وصلوا في كل حين حتى تقدروا أن تنجوا من كل ما سيحدث وتقفوا أمام ابن الإنسان وكان يسوع في النهار يعلم في الهيكل وعند المساء يخرج ليبيت في جبل الزيتون وكان الشعب كله يبكر إليه في الهيكل ليسمع كلامه الأصحاح الثاني والعشرون وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع لأنهم كانوا يخافون من الشعب فدخل الشيطان فيه وذا الملقب بالإصخريوطي وهو من التلاميذ الاثني عشر فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب وجاء يوم الفطير وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح فأرسل يسوع بطرسا ويحنى وقال لهما اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله فقالا له أين تريد أن نهيئه فأجابهما عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله وقولا لرب البيت يقول لك المعلم أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة وهناك تهيئانه فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما فقاما بتهيئة عشاء الفصح ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام فقال لهم كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال خذوا هذه الكأس واقتصموها بينكم أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيئ ملكوت الله وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم اعملوا هذا لذكري وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء فقال هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له ولكن الويل لمن يسلمه فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم فقال لهم يسوع ملوك الأمم يسودونها وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين أما أنتم فما هكذا حالكم بل يكون الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم فمن هو الأكبر الجالس للطعام أم الذي يخدم أما هو الجالس للطعام وأنا بينكم مثل الذي يخدم وأنتم ثبتتم معي في محنتي وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي وتجلسون على عروش لتدين عشائر بني إسرائيل الاثني عشر وقال الرب يسوع سمعان سمعان ها هو الشيطان يطلب أن يغرب لكم مثل ما يغربل الزارع القمح ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك وأنت متى رجعت ثبت إخوانك فأجابه سمعان يا رب أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت فقال له يسوع أقول لك يا بطرس لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات ثم قال لتلاميذه عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء هل احتجتم إلى شيء؟ قالوا لا فقال لهم أما الآن فمن عنده مال فليأخذه أو كيس فليحمله ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية وأحصوه مع المجرمين وما جاء عني لا بد أن يتم فقالوا يا رب معنا هنا سيفان فأجابهم كفى ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه ولما وصل إلى المكان قال لهم صلوا لألا تقعوا في التجربة وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصل فقال يا أبي إن شئت فأبعد عني هذه الكأس ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي وظهر له ملاك من السماء يقويه ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن فقال لهم ما بالكم نائمين قوموا وصلوا لألا تقعوا في التجربة وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذة أحد التلاميذ الاثنين عشر فدنى من يسوع ليقبله فقال له يسوع أبي قبلة يا يهوذة تسلم ابن الإنسان فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا أنا أضرب بالسيف يا رب وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى فأجاب يسوع كفا لا تزيدوا ولمس أذن الرجل فشفاها وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي كنت كل يوم بينكم في الهيكل فما مددتم أيديكم علي والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة وكان بطرس يتبعه عن بعد وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها وقعد بطرس بينهم فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت وهذا الرجل كان مع يسوع فأنكر قال أنا لا أعرفه يا امرأة وبعد قليل رآه رجل فقال وأنت منهم فأجابه بطرس كلا يا رجل ومضى نحو ساعة فقال أحدهم مؤكدا وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل فأجابه بطرس يا رجل لا أفهم ما تقول وبينما هو يتكلم صاح الديك فالتفت الرب ونظر إلى بطرس فتذكر بطرس قول الرب له قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات فخرج وبكى بكاء مرا وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه من ضربك؟ تنبأ وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له إن كنت المسيح فقل لنا فأجابهم إن قلت لكم لا تصدقون وإن سألتكم لا تجيبون لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير فقالوا كلهم أأنت ابن الله؟ فأجابهم أنتم تقولون إني أنا هو فقالوا أنا احتاج بعض إلى شهود ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه الأصحاح الثالث والعشرون وقام الحضور كلهم وجاءوا به إلى بلاطس وأخذوا يتهمونه فيقولون وجدنا هذا الرجل يثير الفتنة في شعبنا ويمنعه أن يدفع الجزية إلى القيصر ويدعي أنه المسيح الملك فسأله بلاطس أأنت ملك اليهود؟ فأجابه أنت قلت فقال بلاطس لرؤساء الكهنة والجموة لا أجد جرما على هذا الرجل ولكنهم أصروا على قولهم إنه يثير الشعب بتعليمه في اليهودية كلها من الجليل إلى هنا فسأل بلاطس عندما سمع هذا الكلام هل الرجل من الجليل؟ فلما عرف أنه من ولاية هيرودوس أرسله إلى هيرودوس وهو في ذلك الوقت نازل في أرشاليم فلما رأى هيرودوس يسوع فرح كثيرا لأنه كان يرغب من زمان بعيد أن يراه لكثرة ما سمع عنه ويرجو أن يشهد آية تتم على يده فسأله مسائل كثيرة فما أجابه عن شيء وقام رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يتهمونه ويشددون عليه التهم فأهانه هيرودوس وجنوده واستهزأ به فألبسه ثوبا براقا ورده إلى بلاطس وتصالح هيرودوس وبيلاطس في ذلك اليوم وكانا من قبل متخاصمين فدعا بلاطس رؤساء الكهنة والزعماء والشعب وقال لهم جئتم إلي بهذا الرجل وقلتم إنه يضلل الشعب ففحصته أمامكم فما وجدت أنه ارتكب شيئا مما تتهمونه به ولا هيرودوس وجد أيضا لأنه رده إلينا فلا شيء إذن فعله هذا الرجل يستوجب به الموت فسأجلده وأخلي سبيله وكان على بلاطس أن يطلق لهم في كل عيد واحدا من السجناء فصاحوا بصوت واحد أبتل هذا الرجل وأطلق لنا براباس وكان براباس في السجن لاشتراكه في فتنة وقعت في المدينة والارتكابه جريمة قتل فخاطبهم بلاطس ثانية لأنه كان يريد أن يخلي سبيل يسوع فصاحوا اسلبه اسلبه فقال لهم ثالثة أي شر فعل هذا الرجل لا أجد عليه ما يستوجب به الموت فسأجلده وأخلي سبيله فألحوا عليه بأعلى أصواتهم طالبين صلبة واشتد سياحهم فحكم بلاطس أن يجاب طلبهم فأطلق الرجل الذي طلبوه وكان في السجن لجريمة قتل وإثارة فتنة وأسلم يسوع إلى مشيئتهم وبينما هم ذاهبون به أمسكوا سمعان وهو رجل قيريني كان راجعا من الحقل فألقوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع وتبعه جمهور كبير من الشعب ومن نساء كن يلطمن صدورهن وينحن عليه فالتفت يسوع إليهن وقال لا تبكين علي يا بنات أرشاليم بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن ستجيء أيام يقال فيها هنيئا لللوات ما حبلنا ولا ولدنا ولا أرضعنا ويقال للجبال أسقط علينا وللتلال غطينا فإذا كانوا هكذا يفعلون بالغصن الأخضر فكيف تكون حال الغصن اليابس وساقوا معه إلى القتل اثنين من المجرمين ولما وصلوا إلى المكان المسمى بالجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين واحدا عن يمينه والآخر عن شماله فقال يسوع اغفر لهم يا أبي لأنهم لا يعرفون ما يعملون واقتسموا ثيابه مقترعين عليها ووقف الشعب هناك ينظرون ورؤساؤهم يقولون متهكمين خلص غيره فليخلص نفسه إن كان مسيح الله المختار واستهزأ به الجنود أيضا وهم يقتربون ويناولونه خلا ويقولون خلص نفسك إن كنت ملك اليهود وكان فوق رأسه لوحة مكتوب فيها هذا ملك اليهود وأخذ أحد المجرمين المعلقين على الصليب يشتمه ويقول له أما أنت المسيح فخلص نفسك وخلصنا فانتهره المجرم الآخر قال أما تخاف الله وأنت تتحمل عقاب نفسه نحن عقابنا عدل نلناه جزاء أعمالنا أما هو فما عمل سوءا وقال اذكرني يا يسوع متى جئت في ملكوتك فأجاب يسوع الحق أقول لك ستكون اليوم معي في الفردوس وعند الظهر خيم الظلام على الأرض كلها حتى الساعة الثالثة واحتجبت الشمس وانشق حجاب الهيكل من الوسط وصرخ يسوع صرخة قوية يا أبي في يديك أستودع أستودع روحي قال هذا وأسلم الروح فلما رأى قائد الحرس ما جرى مجد الله وقال بالحقيقة هذا الرجل كان صالحا والجموع التي حضرت ذلك المشهد فرأت ما جرى رجعت وهي تلطم الصدور وكان جميع أصدقاء يسوع والنساء اللواتي تبعنه من الجليل يشاهدون هذه الأحداث عن بعد وجاء عضو في مجلس اليهود اسمه يوسف وهو رجل تقي صالح عارض رأي المجلس وتصرفه وكان من الرامة وهي مدينة يهودية وكان ينتظر ملكوت الله فدخل على بيلاطس وطلب جسد يسوع ثم أنزله عن الصليب ولفه في كفن من كتان ووضعه في قبر محفور في الصخر ما دفنا فيه أحد من قبل وكان اليوم يوم التهيئة للسبت والسبت كاد يبدأ وكانت النساء اللواتي تبعن يسوع من الجليل يرافقن يوسف فرأينا القبر وكيف وضع فيه جسد يسوع ثم رجعنا وهيئنا طيبا وحنوطا واسترحنا في السبت حسب الشريعة الأصحاح الرابع والعشرون وجئنا عند فجر الأحد إلى القبر وهنا يحملنا الطيب الذي هيئنه فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر فدخلنا فما وجدنا جسد الرب يسوع وبينما هن في حيرة ظهر لهن رجلان عليهما ثياب براقة فارتعبنا ونكسنا وجوههن نحو الأرض فقال لهن الرجلان لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ما هو هنا؟ بل قام اذكرنا كلامه لكن وهو في الجليل حين قال يجب أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا التلاميذ الأحد عشر والآخرين كلهم بما حدث وهن مريم المجدلية وحنة ومريم أم يعقوب وكذلك سائر النساء اللواتي رفقنهن وظن الرسل أنهن واهمات فما صدقوهن ولكن بطرسا قام وأسرع إلى القبر فلما انحنى رأى الأكفان وحدها فرجع متعجبا مما حدث وفي اليوم نفسه كان اثنان من التلاميذ في طريقهما إلى قرية اسمها عمواس على مسافة سبعة أميال من أرشالين وكانا يتحدثان بهذه الأمور كلها وبينما هما يتحدثان ويتجادلان دنى منهما يسوع نفسه ومشى معهما ولكن أعينهما عميت عن معرفته فقال لهما بماذا تتحدثان وأنتما ماشيان فوقفا حزينين فأجابه أحدهما واسمه كاليوباس أنت وحدك غريب في أرشالين فلتعرف ما حدث فيها هذه الأيام فقال يسوع ماذا حدث قال له ما حدث ليسوع الناصري وكان نبيا قديرا في القول والعمل عند الله والشعب كله كيف أسلمه رؤساء كهنتنا وزعماءنا للحكم عليه بالموت وكيف صلبوه وكنا نأمل أن يكون هو الذي يخلص إسرائيل ومع ذلك فهذا هو اليوم الثالث لتلك الأحداث التي وقعت لكن بعض النساء من جماعتنا حيرنا لأنهن زرنا القبر عند الفجر فما وجدنا جسده فرجعنا وقلنا إنهن شاهدنا ملائكة ظهروا لهن وأخبروهن بأنه حي فذهب بعض رفاقنا إلى القبر فوجدوا الحال على ما قالت النساء وأما هو فما رأوه فقال لهما يسوع ما أغباكما وأطأكما عن الإيمان بكل ما قاله الأنبياء أما كان يجب على المسيح أن يعاني هذه الألام فيدخل في مجده وشرح لهما ما جاء عنه في جميع الكتب المقدسة من موسى إلى سائر الأنبياء ولما اقتربوا من القرية التي يقصدان إليها تظاهر لهما يسوع أنه ذاهب إلى مكان بعيد فتمسكا به وقالا أقم معنا لأن المساء اقترب ومال النهار فدخلا ليقيم معهما ولما جلسوا للطعام أخذ يسوع خبزا وباركا وكسره وناولهما فانفتحت عيونهما وعرفاه ولكنه توارى عن أنظارهما فقال أحدهما للآخر أما كان قلبنا يحترق في صدرنا حين حدثنا في الطريق وشرح لنا الكتب المقدسة وقاما في الحال ورجعا إلى أرشليم فوجدان رسل الأحد عشر ورفاقهم مجتمعين وكانوا يقولون قام الرب حقا وظهر لسمعان فأخبراهم بما حدث في الطريق وكيف عرفا الرب عند كسر الخبز وبينما التلميدان يتكلمان ظهر هو نفسه بينهم وقال لهم سلام عليكم فخافوا وارتعبوا وظنوا أنهم يرون شبحا فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا ثارت الشكوك في نفوسكم انظروا إلى يدي ورجلي أنا هو المسوني وتحققوا الشبح لا يكون له لحم وعظم كما ترون لي قال هذا وأراهم يديه ورجليه ولكنهم ظلوا غير مصدقين من شدة الفرح والدهشة فقال لهم أعندكم طعام هنا فناولوه قطعة سمك مشوي فأخذ وأكل أمام أنظارهم ثم قال لهم عندما كنت بعد معكم قلت لكم لابد أن يتم لي كل ما جاء عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير ثم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب المقدسة وقال لهم هذا ما جاء فيها وهو أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث وتعلن باسمه بشارة التوبة لغفران الخطايا إلى جميع الشعوب ابتداء من أوروشاليم وأنتم شهود على ذلك وسأرسل إليكم ما وعد به أبي فأقيم في مدينة أوروشاليم إلى أن تحل عليكم القوة من العلا ثم خرج بهم إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم وبينما هو يباركهم انفصل عنهم ورفع إلى السماء فسجدوا له ورجعوا إلى أوروشاليم وهم في فرح عظيم وكانوا كل حين في الهيكل يباركون الله البشارة كما دونها يحنى الأصحاح الأول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هو في البدء كان عند الله به كان كل شيء وبغيره وبغيره ما كان شيء مما كان فيه كانت الحياة وحياته كانت نور الناس والنور يشرق في الظلمة والظلمة لا تقوى عليه ظهر رسول من الله اسمه يحنى جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده ما كان هو النور بل شاهدا للنور الكلمة هو النور الحق جاء إلى العالم لينير كل إنسان وكان في العالم وبه كان العالم وما عرفه العالم إلى بيته جاء فما قبله أهل بيته أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه فأعطاهم سلطانا أن يصير أبناء الله وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل بل من الله والكلمة صار بشرا وعاش بيننا فرأينا مجده مجدا يفيد بالنعمة والحق ناله من الآب كابن له أوحد شهد له يحنى فنادى هذا هو الذي قلت فيه يجيء بعد ويكون أعظم مني لأنه كان قبلي من فيد نعامه نلنا جميعا نعمة على نعمة لأن الله بموسى أعطانا الشريعة وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق ما من أحد رأى الله الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه هذه شهادة يحنى حين أرسل إليه اليهود من أوروشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت؟ فاعترف وما أنكر اعترف وقال ما أنا المسيح؟ فقالوا من أنت إذن؟ هل أنت إليا؟ قال ولا إليا قالوا هل أنت النبي؟ أجاب لا فقالوا له من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا ماذا تقول عن نفسك؟ قال كما قال النبي إشعيا أنا صوت صارخ في البرية قوم طريق الرب وكان بينهم فريسيون فقالوا ليحنى كيف تعمد وما أنت المسيح؟ ولا إليا ولا النبي أجابهم أنا أعمد بالماء وبينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن حيث كان يحنى يعمد وفي الغد رأى يحنى يسوع مقبلا إليه فقال ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم هذا هو الذي قلت فيه يجيء بعدي رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي وما كنت أعرفه فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل وشهد يحنى قال رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه وما كنت أعرفه لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله وكان يحنى في الغد واقفا هناك ومعه اثنان من تلميذه فنظر إلى يسوع وهو مار وقال ها هو حمل الله فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع والتفت يسوع فرأاهما يتبعانه فقال لهما ماذا تريدان قالا ربي أي يا معلم أين تقيم قال تعالى وانظرا فذهبا ونظرا أين يقيم فأقاما معه ذلك اليوم وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر وكان أندراوس أخ سمعان بطرس أحد التلميذين الذين سمعا كلام يحنى فتبعا يسوع ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له وجدنا المسيح أي المسيح وجاء به إلى يسوع فنظر إليه يسوع وقال أنت سمعان بن يحنى وسأدعوك كيف أي صخرا وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل فلقي في لبس فقال له اتبعني وكان في لبس من بيت صيدة مدينة أندراوس وبطرس ولقي في لبس نفنائيل فقال له وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب وهو يسوع بن يوسف من الناصرة فقال له نفنائيل أمن الناصرة يخرج شيء صالح فأجابه في لبس تعالى وانظر ورأى يسوع نفنائيل مقبلا إليه فقال هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه فقال له نفنائيل كيف عرفتني فأجابه يسوع رأيتك تحت التينتي قبل ما دعاك فيليبوس فقال نفنائيل أنت يا معلم بن الله أنت ملك إسرائيل فأجابه يسوع هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة سترى أعظم من هذا وقال له الحق أقول لكم سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان الأصحاح الثاني وفي اليوم الثالث كان في قان الجليل عرص وكانت أم يسوع هناك فدعي يسوع وتلاميذه إلى العرص ونفدت الخمر فقالت له أمه ما بقي عندهم خمر فأجابها ما لي ولكي امرأة ما جاءت ساعة بعد فقالت أمه للخدم اعملوا ما يأمركم به وكان هناك ستة أجران من حجر يتطهر اليهود بمائها على عادتهم يسع كل واحد منها مقدار مكيالين أو ثلاثة فقال يسوع للخدم املأوا الأجران بالماء فملأوها حتى فاضت فقال لهم استقوا الآن وناولوا رئيس الوليمة فناولوه فلما ذاق الماء الذي صار خمرا وكان لا يعرف من أين جاءت الخمر لكن الخدم الذين استقوا منه كانوا يعرفون دعا العريس وقال له جميع الناس يقدمون الخمر الجيدة أولا حتى إذا سكر الضيوف قدموا الخمر الرديئة أما أنت فأخرت الخمر الجيدة إلى الآن هذه أولى آيات يسوع صنعها في قان الجليل فأظهر مجده فآمن به تلاميذه ونزل يسوع بعد ذلك إلى كفر ناحوم ومعه أمه وأخوته وتلاميذه فأقام فيها أياما قليلة واقترب عيد الفصح عند اليهود فسعد يسوع إلى أوروشاليم ورأى في الهيكل باعة البقر والغنم والحمام والصيارفة جالسين إلى مناضدهم فجدل صوتا من حبال وتردهم كلهم من الهيكل مع الغنم والبقر وبعثر نقود الصيارفة وقالب مناضدهم وقال لباعة الحمام ارفعوا هذا من هنا ولا تجعلوا من بيت أبي بيتا للتجارة فتذكر تلاميذه هذه الآية الغيرة على بيتك يا الله ستأكلني فقال له اليهود أرنا آية تجيز عملك هذا فأجابهم يسوع اهدموا هذا الهيكل وأنا أبنيه في ثلاثة أيام فقال اليهود بني هذا الهيكل في ست وأربعين سنة فكيف تبنيه أنت في ثلاثة أيام وكان يسوع يعني بالهيكل جسده فلما قام من بين الأموات تذكر تلاميذه هذا الكلام فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع ولما كان في أوروشاليم مدة عيد الفصح آمن به كثير من الناس حين رأوا الآيات التي صنعها لكن يسوع ما اطمأن إليهم لأنه كان يعرفهم كلهم ولا يحتاج إلى من يخبره عن أحد لأنه كان يعلم ما في قلب الإنسان الأصحاح الثالث وكان رجل فرسي من رؤساء اليهود اسمه نيكوديموس فجاء إلى يسوع ليلا وقال له يا معلم نحن نعرف أن الله أرسلك معلما فلا أحد يقدر أن يصنع ما تصنعه من الآيات إلا إذا كان الله معه فأجابه يسوع الحق الحق أقول لك ما من أحد يمكنه أن يرى ملكوت الله إلا إذا ولد ثانية فقال نيكوديموس كيف يولد الإنسان وهو كبير في السن أيقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ثم يولد أجابه يسوع الحق الحق أقول لك ما من أحد يمكنه أن يدخل ملكوت الله إلا إذا ولد من الماء والروح لأن مولود الجسد يكون جسدا ومولود الروح يكون روحا لا تتعجب من قول لك يجب عليكم أن تولد ثانية فالريح تهب حيث تشاء فتسمع صوتها ولا تعرف من أين تجيء وإلى أين تذهب هكذا كل من يولد من الروح فقال نيكوديموس كيف يكون هذا أجابه يسوع أنت معلم في إسرائيل ولا تعرف الحق الحق أقول لك نحن نتكلم بما نعرف ونشهد بما رأينا ولكنكم لا تقبلون شهادتنا فإذا كنتم لا تصدقون ما أخبركم عن أمور الدنيا فكيف تصدقون إذا أخبرتكم عن أمور السماء ما صعد أحد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء وكما رفع موسى الحية في البرية فكذلك يجب أن يرفع ابن الإنسان لينال كل من يؤمن به الحياة الأبدية هكذا أحب الله العالم حتى وهب ابنه الأوحد فلا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية والله أرسل ابنه إلى العالم لا لي دين العالم بل ليخلص به العالم فمن يؤمن بالابن لا يدان ومن لا يؤمن به دين لأنه ما آمن بابن الله الأوحد وهذه الدينونة هي أن النور جاء إلى العالم فأحب الناس الظلام بدلا من النور لأنهم يعملون الشر فمن يعمل الشر يكره النور فلا يخرج إلى النور لألا تنفضح أعماله وأما من يعمل للحق فيخرج إلى النور حتى يرى الناس أن أعماله كانت حسب مشيئة الله ثم جاء يسوع وتلاميذه إلى بلاد اليهودية فأقام فيها معهم وأخذ يعمد وكان يحنى يعمد أيضا في عين نون بالقرب من ساليم لكثرة الماء فيها وكان الناس يجيئون ويتعمدون وذلك قبل أن يلقى يحنى في السجن وقام جدال بين تلاميذ يحنى وواحد من اليهود في مسألة الظهارة فجاءوا إلى يحنى وقالوا له يا معلم ها هو الرجل الذي كان معك في عبر الأردن وشهدت له يعمد هنا وجميع الناس يجيئون إليه فأجابهم يحنى لا يأخذ أحد شيئا إلا إذا أعطته إياه السماء أنتم أنفسكم تشهدون بأني قلت ما أنا المسيح بل رسول قدامه من له العروس فهو العريس وأما صديق العريس فيقف بجانبه يصغي فرحا لهتاف العريس ومثل هذا الفرح فرحي وهو الآن كامل له هو أن يزيد ولي أنا أن أنقص من جاء من فوق فهو فوق الناس جميعا ومن كان من الأرض فهو أرضي وبكلام أهل الأرض يتكلم من جاء من السماء فهو فوق الناس جميعا يشهد بمرأة وسمع ولا أحد يقبل شهادته من قبل شهادته شهد أن الله صادق فمن أرسله الله يتكلم بكلام الله لأن الله يهب الروح بغير حساب الآب يحب الابن فسعل كل شيء في يده من يؤمن بالابن فله الحياة الأبدية ومن لا يؤمن بالابن فلا يرى الحياة بل يحل عليه غضب الله الأصحاح الرابع وعرف الرب يسوع أن الفريسيين سمعوا أنه تلمذ وعمد أكثر مما تلمذ يحن وعمد مع أن يسوع نفسه ما كان يعمد بل تلاميذه فترك اليهودية ورجع إلى الجليل وكان لابد له من المرور بالسامرة فوصل إلى مدينة سامرية اسمها سوخار بالقرب من الأرض التي وهبها يعقوب لابنه يوسف وفيها بئر يعقوب وكان يسوع تعب من السفر فقعد على حافة البئر وكان الوقت نحو الظهر فجاءت امرأة سامرية تستقي من ماء البئر فقال لها يسوع أعطيني لأشرب وكان تلاميذه في المدينة يشترون طعاما لأن اليهود لا يخالطون السامريين قالت أنت يهودي وأنا سامرية فكيف تطلب مني أن أسقيك فقال لها يسوع لو كنت تعرفين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء الحياة قالت له المرأة لا دلوى معك يا سيدي والبئر عميقة فمن أين لك ماء الحياة؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده ومواشيه فهل أنت أعظم من يعقوب؟ فأجابها يسوع كل من يشرب من هذا الماء يعطش ثانية أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا فالماء الذي أعطيه يصير فيه نبعا يفيد بالحياة الأبدية قالت له المرأة أعطيني من هذا الماء يا سيدي فلا أعطش ولا أعود إلى هنا لأستقي قال لها اذهبي ودعي زوجك وارجعي إلى هنا فأجابت المرأة لا زوج لي فقال لها يسوع أصبت في قولك لا زوج لي لأنه كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ما هو زوجك وفي هذا صدقتي قالت المرأة أرى أنك نبي يا سيدي أباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل وأنتم اليهود تقولون أن أرشاليم هي المكان الذي يجب أن نعبد الله فيه قال لها يسوع صدقيني يمرأة يحين وقت يعبد الناس فيه الآب لا في هذا الجبل ولا في أرشاليم وأنتم السامريين تعبدون من تجهلونه ونحن اليهود نعبد من نعرف لأن الخلاص يجيء من اليهود ولكن ستجيء ساعة بل جاءت الآن يعبد فيها العابدون الصادقون الآب بالروح والحق هؤلاء هم العابدون الذين يريدهم الآب الله روح ماذا تريد منها أو لماذا تحادثها وتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة فقالت للناس هناك تعالوا انظروا رجلا ذكر لي كل ما عملت فهل يكون هو المسيح؟ فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى يسوع وكان التلاميذ في أثناء ذلك يقولون ليسوع كل يا معلم فقال لهم لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم فأخذ التلاميذ يتساءلون هل جاءه أحد بما يؤكل؟ وقال لهم يسوع طعامي أن أعمل بمشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله أما تقولون بعد أربعة أشهر يجيء الحصاد وأنا أقول لكم تطلعوا وانظروا إلى الحقول كيف بيضت ونضجت للحصاد وهاهو الحاصد يأخذ أجرته فيجمع ثمرا للحياة الأبدية فيفرح الزارع مع الحاصد ويصدق القول واحد يزرع وآخر يحصد وأنا أرسلتكم لتحصدوا حقلا ما تعبتم فيه غيركم تعب وأنتم تجنون ثمرة أتعابه فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة لأن المرأة شاهدت فقالت ذكر لي كل ما عملت فلما جاء إليه السامريون رجوا منه أن يقيم عندهم فأقام يومين وزاد كثيرا عدد المؤمنين به عندما سمعوا كلامه وقالوا للمرأة نحن نؤمن الآن لا لكلامك بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه بالحقيقة هو مخلص العالم وبعد يومين ذهب يسوع إلى الجليل مع أنه هو الذي قال لا كرامة لنبي في وطنه فلما وصل إلى الجليل رحب به أهلها لأنهم كانوا في أوروشاليم في عيد الفصح فشاهدوا كل ما عمل مدة العيد وجاء أيضا إلى قان الجليل حيث جعل الماء خمرا وكان في كفر ناحوم رجل من حاشية الملك له ابن مريد فلما سمع أن يسوع وصل من اليهودية إلى الجليل جاء إليه يلتمس منه أن ينزل إلى كفر ناحوم ليشفي ابنه الذي أشرف على الموت فقال له يسوع أنتم لا تؤمنون إلا إذا رأيتم الآيات والعجائب فقال له الرجل انزل يا سيدي قبل أن يموت ولدي فقال له يسوع اذهب ابنك حي فآمن الرجل بكلام يسوع وذهب إلى كفر ناحوم وبينما هو في الطريق لاقاه خدمه وأخبروه بأن ابنه حي فسألهم متى تعافى أجابوا البارحة في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحم فتذكر الأب أنها الساعة التي قال فيها يسوع ابنك حي فآمن هو وجميع أهل بيته هذه ثانية آيات يسوع صنعها بعد مجيئه من اليهودية إلى الجليل الأصحاح الخامس وجاء عيد لليهود فصعد يسوع إلى أوروشاليم وفي أوروشاليم قرب باب الغنم بركة لها خمسة أروقة يسمونها بالعبرية بيت زاتة وكان في الأروقة جماعة من المرضى بين عميان وعرجان ومفلوجين ينتظرون تحريك الماء لأن ملاك الرب كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء فكان الذي يسبق إلى النزول بعد تحريك الماء يشفى من أي مرض أصابه وكان هناك رجل مريض من ثمان وثلاثين سنة فلما رآه يسوع مستلقيا عرف أن له مدة طويلة على هذه الحال فقال له أتريد أن تشفى؟ فأجابه المريض ما لي أحد يا سيدي ينزلني في البركة عندما يتحرك الماء وكلما حاولت الوصول إليها سبقني غيري فقال له يسوع قم واحمل فراشك وامشي فتعافى الرجل في الحال وحمل فراشه ومشى وكان ذلك يوم السبت فقال اليهود للذي تعافى هذا يوم السبت فلا يحل لك أن تحمل فراشك فأجابهم الذي شفاني قال لي احمل فراشك وامشي فسألوه من هو الذي قال لك احمل فراشك وامشي وكان الرجل لا يعرف من هو لأن يسوع ابتعد عن الجمع المحتشد هناك ولقيه يسوع بعد ذلك في الهيكل فقال له أنت الآن تعافيت فلا تعود إلى الخطيئة لألا تصاب بأسوأ فذهب الرجل إلى اليهود وأخبرهم بأن يسوع هو الذي شفاه فأخذ اليهود يضطهدون يسوع لأنه كان يفعل ذلك يوم السبت فقال لهم يسوع أبي يعمل في كل حين وأنا أعمل مثله فازداد سعي اليهود إلى قتله لأنه مع مخالفته الشريعة في السبت قال إن الله أبوه فساوى نفسه بالله فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم لا يقدر الإبن أن يعمل شيئا من عنده بل يعمل ما رأى الآب يعمله فما يعمله الآب يعمل مثله الإبن فالآب يحب الإبن ويريه كل ما يعمل وسيريه ما هو أعظم فتتعجبون فكما يقيم الآب الموتى ويحييهم كذلك الإبن يحيي من يشاء والآب لا يدين بنفسه أحدا لأنه جعلت دينونة كلها للإبن حتى يمجد جميع الناس الإبن كما يمجدون الآب من لا يمجد الإبن لا يمجد الآب الذي أرسله الحق الحق أقول لكم من يسمع لي ويؤمن بمن أرسلني فله الحياة الأبدية ولا يحضر الدينونة لأنه انتقل من الموت إلى الحياة الحق الحق أقول لكم ستجيء ساعة بل جاءت الآن يسمع فيها الأموات صوت ابن الله وكل من يصغي إليه يحيى فكما أن الآب هو في ذاته مصدر الحياة فكذلك أعطى الإبن أن يكون في ذاته مصدر الحياة وأعطاه أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان لا تتعجب من هذا ستجيء ساعة يسمع فيها صوته جميع الذين في القبور فيخرج منها الذين عملوا الصالحات ويقومون إلى الحياة والذين عملوا السيئات يقومون إلى الدينونة أنا لا أقدر أن أعمل شيئا من عندي فكما أسمع من الآب أحكم وحكمي عادل لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني لو كنت أشهد لنفسي لكانت شهادتي باطلة ولكن غيري يشهد لي وأنا أعرف أن شهادته صحيحة أرسلتم رسلا إلى يحنى فشهد يحنى للحق لا أعتمد على شهادة إنسان ولكني أقول هذا لخلاصكم كان يحنى سراجا منيرا ساطعا فرضيتم أن تبتهج فترة بنوره لشهادة أعظم من شهادة يحنى لأعمال التي أعطاني الآب أن أعملها وهذه الأعمال التي أعملها هي نفسها تشهد لي بأن الآب أرسلني والآب الذي أرسلني هو يشهد لي ما سمعتم صوته من قبل ولرأيتم وجهه وكلامه لا يثبت فيكم لأنكم لا تؤمنون بالذي أرسله تفحصون الكتب المقدسة حاسبين أن لكم فيها الحياة الأبدية هي تشهد لي ولكنكم لا تريدون أن تجيئوا إلي لتكون لكم الحياة أنا لا أطلب مجدا من عند الناس لأني عرفتكم فعرفت أن محبة الله لا محل لها في قلوبكم جئت باسم أبي فما قبلتموني ولو جاءكم غير باسم نفسه لقبلتموه وكيف تؤمنون ما دمتم تطلبون المجد بعضكم من بعض والمجد الذي هو من الله الواحد لا تطلبونه لا تظن أني أشكوكم إلى الآب فلكم من يشكوكم موسى الذي وضعتم فيه رجاءكم ولو كنتم تصدقون موسى لصدقتموني لأنه كتب فأخبر عني وإذا كنتم لا تصدقون ما كتبه فكيف تصدقون كلامي الأصحاح السادس ثم عبر يسوع بحر الجليل وهو بحيرة طبرية فتبيعه جمهور كبير لأنهم رأوا آياته في شفاء المرضى فصعد يسوع إلى الجبل وجلس مع تلاميذه وكان اقترب عيد الفصح عند اليهود فرفع يسوع عينيه فرأى الجموع مقبلة إليه فقال لفيلوبوس من أين نشتري الخبز لنطعمهم قال هذا ليجرب فيلبوس لأن يسوع كان يعرف ما سيعمل فأجابه فيلبوس لو اشترينا خبزا بمئتي دينار لما كفى أن يحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة وقال له أحد تلاميذه وهو أندراوس أخ سمعان بطرس هنا صبي معه خمسة أرغفة من شعير وسمكتان ولكن ما نفعها لمثل هذا الجمع فقال يسوع أقعد الناس وكان هناك عشب كثير فقعدوا وكان عدد الرجال نحو خمسة آلاف فأخذ يسوع الأرغفة وشكر ثم وزع على الحاضرين بمقدار ما أرادوا وهكذا فعل بالسمكتين فلما شبعوا قال لتلاميذه اجمعوا ما فضل من الكسر لألا يضيع منها شيء فجمعوها وملأوا اثنتين عشرة قفة من الكسر التي فضلت عن الآكلين من أرغفة الشعير الخمسة فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها يسوع قالوا بالحقيقة هذا هو النبي الآتي إلى العالم وعرف يسوع أنهم يستعدون لاختطافه وجعله ملكا فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل ولما جاء المساء نزل تلاميذه إلى بحر الجليل فركبوا قاربا وعبروا به إلى كفر نحوم وأظلم الليل قبل أن يلحقهم يسوع وهبت عاصفة شديدة فهاج البحر وبعدما قطعوا ثلاثة أميال أو أربعة رأوا يسوع يدنو من القارب ماشيا على البحر فخافوا فقال لهم أنا هو لا تخافوا وأرادوا أن يسعدوه إلى القارب فوصل القارب في الحال إلى الأرض التي كانوا يقصدونها وفي الغد تذكر الجمع الذي بقي على الشاطئ الآخر أن قاربا واحدا كان هناك وأن يسوع ما صعد إليه مع تلميذه بل ذهب التلميذ وحدهم إلا أن بعض القارب جاءت من طبريا إلى الشاطئ القريب من الموضع الذي أكل فيه الخبز بعد أن شكر الرب فلما رأى الجمع أن يسوع ما كان هناك ولا تلميذه ركبوا القوارب وذهبوا إلى كفر نحوم يبحثون عنه فلما وجدوه على الشاطئ الآخر قالوا له متى وصلت إلى هنا يا معلم؟ فأجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم أنتم تطلبوني لا لأنكم رأيتم الآيات بل لأنكم أكلتم الخبز وشبعتم لا تعملوا للقوت الفاني بل اعملوا للقوت الباقي للحياة الأبدية هذا القوت يهبه لكم ابن الإنسان لأن الله الآب ختمه بختمه قالوا له كيف نعمل ما يريده الله؟ فأجابهم أن تؤمنوا بمن أرسله هذا ما يريده الله فقالوا له أرنا آية حتى نؤمن بك ماذا تقدر أنت أن تعمل؟ آباؤنا أكلوا المن في البرية كما جاء في الكتاب أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا فأجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم ما أعطاكم موسى الخبز من السماء أبي وحده يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي العالم الحياة قالوا له يا سيد أعطينا كل حين من هذا الخبز فقال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة من جاء إلي لا يجوع ومن آمن بي لا يعطش أبدا لكني قلت لكم تروني ولا تؤمنون من وهبه الآب لي يجيء إلي ومن جاء إلي لا أبعده عني فما نزلت من السماء لأعمل ما أريده أنا بل ما يريده الذي أرسلني وما يريده الذي أرسلني هو أن لا أخسر أحدا ممن وهبهم لي بل أقيمهم كلهم في اليوم الآخر وهذا ما يريده أبي إن كل من رأى الإبن وآمن به نال الحياة الأبدية وأنا أقيمه في اليوم الآخر فتذمر اليهود على يسوع لأنه قال أنا الخبز الذي نزل من السماء وقالوا أما هو يسوع بن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه فكيف يقول الآن إنه نزل من السماء؟ فأجابهم يسوع لا تتذمروا فيما بينكم ما من أحد يجيء إلي إلا إذا اجتذبه الآب الذي أرسلني وأنا أقيمه في اليوم الآخر ويكونون كلهم تلميذ الله كما كتب الأنبياء فمن سمع الآب وتعلم منه جاء إلي لا أن أحدا رأى الآب إلا من جاء من عند الله هو الذي رأى الآب الحق الحق أقول لكم من آمن بي فله الحياة الأبدية أنا هو خبز الحياة أباؤنا أكلوا المن في البرية وماتوا لكن من يأكل هذا الخبز النازل من السماء لا يموت أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء من أكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد والخبز الذي أعطيه هو جسدي أبذله من أجل حياة العالم ووقع جدال بين اليهود وتساءلوا كيف يقدر هذا الرجل أن يعطينا جسده لنأكله فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن كنتم لا تأكلون جسد ابن الإنسان ولا تشربون دمه فلن تكون فيكم الحياة ولكن من أكل جسدي وشرب دمي فله الحياة الأبدية وأنا أقيمه في اليوم الآخر جسدي هو القوت الحقيقي ودمي هو الشراب الحقيقي من أكل جسدي وشرب دمي يثبت هو فيي وأثبت أنا فيه وكما أنا أحيا بالآب الحي الذي أرسلني فكذلك يحيا بي من يأكل جسدي هذا هو الخبز النازل من السماء لا المن الذي أكله آباؤكم ثم ماتوا من أكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد قال يسوع هذا الكلام وهو في مجمع كفر ناحوم فقال كثير من تلاميذه لما سمعوه هذا كلام صعب ما يطيق أن يسمعه وعرف يسوع أن تلاميذه يتذمرون فقال لهم أي سوءكم كلامي هذا فكيف لو رأيتم ابن الإنسان يصعد إلى حيث كان من قبل الروح هو الذي يحيي وأما الجسد فلا نفع منه والكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة ولكن فيكم من لا يؤمنون قال يسوع هذا لأنه كان يعرف منذ البدء من الذين لا يؤمنون به ومن الذي سيسلمه ثم قال ولهذا قلت لكم لا يجيء أحد إلي إلا بنعمة من الآب فتخلى عنه من تلك الساعة كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته فقال يسوع للتلاميذ الاثني عشر وأنتم أما تريدون أن تتركون مثلهم فأجابه سمعان بطرس إلى من نذهب يا سيد وكلام الحياة الأبدية عندك نحن آمنا بك وعرفنا أنك أنت قدوس الله فقال لهم يسوع أما اخترتكم أنتم الاثني عشر لكن واحدا منكم شيطان وعنى بذلك يهوذ بن سمعان أسخريوطا وهو الذي سيسلمه مع أنه أحد الاثني عشر الأصحاح السابع وسار يسوع بعد ذلك في الجليل وما شاء أن يسير في اليهودية لأن اليهود كانوا يريدون أن يقتلوه ولم اقترب عيد المظال عند اليهود قال له إخوته أترك هذا المكان واذهب إلى بلاد اليهودية حتى يرى التلاميذ أعمالك فلا أحد يعمل في الخفية إذا أراد أن يعرفه الناس وما دمت تعمل هذه الأعمال فاظهر نفسك للعالم وكان إخوته أنفسهم لا يؤمنون به فقال لهم يسوع ما جاء وقتي بعد وأما أنتم فالوقت في كل حين وقتكم أنتم لا يبغضكم العالم ولكنه يبغضني لأني أشهد على فساد أعماله اصعدوا أنتم إلى العيد فأنا لا أصعد إلى هذا العيد لأن وقتي ما جاء بعد قال لهم هذا وبقي في الجليل ولما صعد إخوته إلى العيد صعد بعدهم في الخفية لا في العلانية فكان اليهود يبحثون عنه في العيد ويسألون أين هو؟ وتهامس الناس عليه فقال بعضهم هو رجل صالح وقال آخرون لا هو يضلل الشعب وما تحدث عنه أحد جهارا خوفا من رؤساء اليهود وفي منتصف أيام العيد صعد يسوع إلى الهيكل وأخذ يعلم فتعجب اليهود وقالوا كيف يعرف الكتب المقدسة؟ وما تعلم فأجابهم يسوع ما تعليمي من عندي بل من عندي الذي أرسلني إذا أراد أحد أن يعمل بمشيئة الله عرف هل هذا التعليم من عند الله أو أني أتكلم من عندي فالذي يتكلم من عنده يطلب المجد لنفسه ولكن من يطلب المجد للذي أرسله فهو صادق لا غش فيه أما أعطاكم موسى الشريعة ولا أحد منكم يعمل بها لماذا تريدون أن تقتلوني؟ فأجابت الجموع أنت فيك شيطان فمن يريد أن يقتلك؟ فقال يسوع ما عملت إلا عملا واحدا فتعجبتم كلكم أمركم موسى بالختان وما كان الختان من موسى بل من الآباء فأخذتم تخطنون الإنسان يوم السبت فإذا كنتم تخطنون الإنسان يوم السبت لألا تخالفوا شريعة موسى فكيف تغضبون علي لأني شفيت إنسانا بأكمله يوم السبت لا تحكموا على الظاهر بل احكموا بالعدل فقال بعض أهال أوروشاليم أما هذا هو الذي يريدون أن يقتلوه؟ ها هو يتكلم جهارا ولا يقولون له شيئا فهل اقتنع الرؤساء أنه المسيح؟ لكننا نعرف من أين جاء هذا الرجل وأما المسيح فلا يعرف أحد حين يجيء من أين جاء فقال يسوع بأعلى صوته وهو يعلم في الهيكل أنتم تعرفوني وتعرفون من أين أنا لكن ما جئت من عندي ذاك الذي أرسلني هو حق وأنتم لا تعرفونه وأما أنا فأعرفه لأني من عنده جئت وهو الذي أرسلني فأرادوا أن يمسكوه فما مد أحد يدا عليه لأن ساعته ما جاءت بعد ولكن كثيرين من الجمع آمنوا به وقالوا أيعمل المسيح من الآيات حين يجيء؟ أكثر مما عمل هذا الرجل؟ وسمع الفريسيون أن الناس يتهامسون بهذه الأمور على يسوع فأرسلوا هم ورؤساء الكهنة حارسا ليمسكوه فقال يسوع سأبقى معكم وقتا قليلا ثم أمضي إلى الذي أرسلني ستطلبوني فلا تجدوني وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تجيئوا فقال اليهود فيما بينهم إلى أين يذهب هذا؟ فلا نقدر أن نجده أيذهب إلى اليهود المشتتين بين اليونانيين ليعلم اليونانيين؟ ما معنى قوله ستطلبوني ولا تجدوني وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تجيئوا ووقف يسوع في آخر يوم من العيد وهو أعظم أيامه فقال بأعلى صوته إن عطش أحد فليجئ إلي ليشرب ومن آمن بي كما قال الكتاب تفيد من صدره أنهار ماء حي وعنى بكلامه الروح الذي سيناله المؤمنون به فما كان الروح أعطي حتى الآن لأن يسوع ما تمجد بعد فقال كثيرون ممن سمعوا كلام يسوع بالحقيقة هذا هو النبي وقال غيرهم هذا هو المسيح وقال آخرون أمن الجليل يجيء المسيح؟ أما قال الكتاب إن المسيح يجيء من نسل داود ومن بيت لحم مدينة داود؟ فانقسم رأي الناس فيه وأراد بعضهم أن يمسكوه فما مد أحد يدا عليه ورجع الحرس إلى رؤساء الكهنة والفرسيين فقال لهم هؤلاء لماذا ما جئتم به؟ فأجاب الحرس ما تكلم إنسان من قبل مثل هذا الرجل؟ فقال لهم الفرسيون أخدعكم أنتم أيضا؟ أرأيتم واحدا من الرؤساء أو الفرسيين آمن به؟ أما هؤلاء العامة من الناس الذين يجهلون الشريعة فهم العنون فقال نيكوديموس وكان من الفرسيين وهو الذي جاء قبلا إلى يسوع أتحكم شريعتنا على أحد قبل أن تسمعه وتعرف ما فعل؟ فأجابوه أتكون أنت أيضا من الجليل؟ فتش تجد أن لا نبي يظهر من الجليل ثم انصرف كل واحد منهم إلى بيته الأصحاح الثامن أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون وعند الفجر رجع إلى الهيكل فأقبل إليه الشعب كله فجلس وأخذ يعلمهم وجاءه معلمو الشريعة والفرسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له يا معلم أمسك هذه المرأة في الزنة وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها فماذا تقول أنت؟ وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه فانحنى يسوع يكتب بإصباعه في الأرض فلما ألح عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر وانحنى ثانية يكتب في الأرض فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم فخرجوا واحدا بعد واحد وكبارهم قبل صغارهم وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها فجلس يسوع وقال لها أين هم يا مرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟ فأجابت لا يا سيدي فقال لها يسوع وأنا لا أحكم عليك اذهبي ولا تغطئ بعد الآن وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم أنا نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلام بل يكون له نور الحياة فقال له الفرسيون أنت تشهد لنفسك فشهادتك باطلة فأجابهم يسوع نعم أنا أشهد لنفسي ولكن شهادتي صحيحة لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب أنتم تحكمون بمقاييس البشر وأنا لا أحكم على أحد وإذا حكمت فحكمي صحيح لأني لا أحكم وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة فأنا أشهد لنفسي والآب الذي أرسلني يشهد لي فقالوا له أين أبوك فأجابهم أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي ولو عرفتموني لعرفتم أبي قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل فما أمسكه أحد لأن ساعته ما جاءت بعد ثم قال لهم يسوع أنا ذاهب وستطلبوني وفي خطيئتكم تموتون وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا فقال اليهود لعله سيقتل نفسه لأنه قال حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا وقال لهم أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق أنتم من هذا العالم وما أنا من هذا العالم لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم نعم ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو فقالوا له من أنت فقال يسوع أخبرتكم من البدء عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم لكن الذي أرسلني صادق وما سمعته أقوله للعالم فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب فقال لهم متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو وأني لا أعمل شيئا من عندي ولا أقول إلا ما علمني الآب والآب الذي أرسلني هو معي وما تركني وحدي لأني في كل حين أعمل ما يرضيه ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي تعرفون الحق والحق يحرركم قالوا له نحن ذرية إبراهيم وما كنا يوما عبيدا لأحد فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا فأجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم من يخطأ كان عبدا للخطيئة والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد بل الإبن يقيم إلى الأبد فإذا حرركم الإبن صرتم بالحقيقة أحرارا أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم ولكنكم تريدون قتلي لأن كلامي لا محل له فيكم أنا أتكلم بما رأيت عند أبي وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم فقالوا له أبونا هو إبراهيم فأجابهم يسوع لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم ولكنكم الآن تريدون قتلي أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله وهذا العمل ما عمله إبراهيم أنتم تعملون أعمال أبيكم قالوا له ما نحن أولاد زنا ولنا أب واحد هو الله فقال لهم يسوع لو كان الله أباكم لأحببتموني لأني خرجت وجئت من عند الله وما جئت من طلقاء ذاتي بل هو الذي أرسلني لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي فأنتم أولاد أبيكم إبليس وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم هذا الذي كان من البدء قاتلا ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه وهو يكذب والكذب في طبعه لأنه كذاب وأبو الكذب أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني من كان من الله سمع كلام الله وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون فقال اليهود أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان فأجابهم يسوع لا شيطان في ولكني أمجهد أبي وأنتم تحقروني أنا لا أطلب مجدا لي هناك من يطلبه لي ويحكم الحق الحق أقول لكم من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا فقال له اليهود الآن تأكدنا أن فيك شيطانا إبراهيم مات والأنبياء ماتوا لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات والأنبياء أيضا ماتوا فمن تحسب نفسك فأجابهم يسوع لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا أبي هو الذي يمجدني وهو الذي تقولون إنه إلهنا أنتم لا تعرفونه أما أنا فأعرفه إذا قلت أني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا ولكني أعرفه وأعمل بكلامه وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي فرآه وابتهج قال له اليهود كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد فأجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا قائن فأخذوا حجارة ليرجموه فاختفى عنهم وخرج من الهيكل الأصحاح التاسع وبينما هو في الطريق رأى أعمى منذ مولده فسأله تلاميذه يا معلم من أخطأ؟ أهذا الرجل أم والده حتى أولد أعمى؟ فأجاب يسوع لا هذا الرجل أخطأ ولا والده ولكنه ولد أعمى حتى تظهر قدرة الله وهي تعمل فيه علينا ما دام النهار أن نعمل أعمال الذي أرسلني فمتى جاء الليل لا يقدر أحد أن يعمل أنا نور العالم ما دمت في العالم قال هذا وبسق في التراب وجبل من ريقه طينا ووضعه على عيني الأعمى وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوام أي الرسول فذهب واغتسل فأبصر فتساءل الجيران والذين عرفوه شحاذا من قبل أما هو الذي كان يقعد ليستعطي؟ وقال غيرهم هذا هو وقال آخرون لا بل يشبهه وكان الرجل نفسه يقول أنا هو فقال له وكيف انفتحت عينك؟ فأجاب هذا الذي اسمه يسوع جبل طينا ووضعه على عيني وقال لي اذهب واغتسل في بركة سلوام فذهبت واغتسلت فأبصرت فقال له أين هو؟ قال لا أعرف فأخذ الرجل الذي كان أعمى إلى الفرسيين وكان اليوم الذي جبل فيه يسوع الطين وفتح عيني الأعمى يوم السبت فسأل الفرسيون الرجل كيف أبصر فأجابهم وضع ذاك الرجل طينا على عيني فلما غسلتهما أبصرت فقال بعض الفرسيين ما هذا الرجل من الله؟ لأنه لا يراعي السبت وقال آخرون كيف يقدر رجل خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ فوقع الخلاف بينهم وقالوا أيضا للأعمى أنت تقول إنه فتح عينيك فما رأيك فيه؟ فأجاب إنه نبي فما صدق اليهود أن الرجل كان أعمى فأبصر فاستدعوا والديه وسألوهما أهذا هو ابنكما الذي ولد أعمى كما تقولان؟ فكيف يبصر الآن؟ فأجاب والداه نحن نعرف أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى أما كيف يبصر الآن؟ فلا نعلم ولا نعرف من فتح عينيه اسألوه وهو يجيبكم عن نفسه لأنه بلغ سن الرشد قال والداه هذا لخوفهما من اليهود لأن هؤلاء اتفقوا على أن يطردوا من المجمع كل من يعترف بأن يسوع هو المسيح فلذلك قال والداه اسألوه لأنه بلغ سن الرشد وعاد الفرسيون فدعوا الرجل الذي كان أعمى وقالوا له مجد الله نحن نعرف أن هذا الرجل خاطئ فأجاب أنا لا أعرف إن كان خاطئا ولكني أعرف أني كنت أعمى والآن أبصر فقالوا له ماذا عمل لك؟ وكيف فتح عينيك؟ أجابهم قلت لكم وما سمعتم لي فلماذا تريدون أن تسمعوا مرة ثانية؟ أتريدون أنتم أيضا أن تصيروا من تلاميذه؟ فشتموه وقالوا له أنت تلميذه أما نحن فتلاميذ موسى نحن نعرف أن الله كلم موسى أما هذا فلنعرف من أين هو فأجابهم الرجل عجبا كيف يفتح عيني ولا تعرفون من أين هو نحن نعلم أن الله لا يستجيب للخاطئين بل لمن يخافه ويعمل بمشيئته وما سمع أحد يوما أن إنسان فتح عيني مولود أعمى ولولا أن هذا الرجل من الله لما قادر أن يعمل شيئا فقالوا له أتعلمنا وأنت كلك مولود في الخطيئة وطردوه من المجمع فسمع يسوع أنهم طردوه فقال له عندما لقيه أتؤمن أنت بابن الإنسان؟ أجاب ومن هو يا سيدي؟ فأؤمن به فقال له يسوع أنت رأيته وهو الذي يكلمك قال آمنت يا سيدي وسجد له فقال يسوع جئت إلى هذا العالم للدينونة حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمل الذين يبصرون فسمعه بعض الحاضرين من الفريسيين فقالوا له أعميان نحن أيضا؟ أجابهم يسوع لو كنتم عميانا لما كان عليكم خطيئة ولكن ما دمتم تقولون إننا نبصر فخطيئتكم باقية الأصحاح العاشر الحق الحق أقول لكم من لا يدخل حظيرة الخراف من الباب بل يصعد عليها من مكان آخر فهو سارق ولس أما من يدخل من الباب فهو راع الخراف له يفتح البواب وإلى صوته تصغي الخراف يدعو كل واحد من خرافه باسمه ويخرجه وعندما يخرجها يمشي قدامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته أما الغريب فتهرب منه ولا تتبعه لأنها لا تعرف صوت الغرباء قال يسوع هذا المثل فما فهموا معنى كلامه فقال لهم الحق الحق أقول لكم أنا باب الخراف جميع من جاء قبلي سارقون ولصوص فما أصغط إليهم الخراف أنا هو الباب فمن دخل مني يخلص يدخل ويخرج ويجد مرعا لا يجيء الصارق إلا ليسرق ويقتل ويهدم أما أنا فجئت لتكون لهم الحياة بل ملء الحياة أنا الراعي الصالح والراعي الصالح يضحي بحياته في سبيل الخراف وما الأجير مثل الراعي لأن الخراف لا تخصه فإذا رأى الذئب هاجما ترك الخراف وهرب فيخطف الذئب الخراف ويبددها وهو يهرب لأنه أجير لا تهمه الخراف أنا الراعي الصالح أعرف خرافي وخراف تعرفني مثل ما يعرفني الآب وأعرف أنا الآب وأضحي بحياتي في سبيل خرافي ولي خراف أخرى من غير هذه الحظيرة فيجب علي أن أقودها هي أيضا ستسمع صوتي فتكون الرعية واحدة والراعي واحدا والآب يحبني لأني أضحي بحياتي حتى أستردها ما من أحد ينتزع حياتي مني بل أنا أضحي بها راضيا فلي القدرة أن أضحي بها ولي القدرة أن أستردها هذه الوصية تلقيتها من أبي ووقع خلاف آخر بين اليهود على هذا الكلام فقال كثير منهم هذا الرجل فيه شيطان فهو يهدي لماذا تصغون إليه وقال آخرون ما هذا كلام رجل فيه شيطان أيقدر الشيطان أن يفتح عيون العميان وجاء عيد التجديد في أوروشاليم وذلك في الشتاء وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان فتجمع اليهود حوله وقال لا إلى متى تبقين حائرين قل لنا بصراحة هل أنت المسيح؟ فأجابهم يسوع قلته لكم ولكنكم لا تصدقون الأعمال التي أعملها باسم أبي تشهد لي وكيف تصدقون وما أنتم من خرافي خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها وهي تتبعني أعطيها الحياة الأبدية فلا تهلك أبدا ولا يخطفها أحد مني الآب الذي وهبها لي هو أعظم من كل موجود وما من أحد يقدر أن يخطف من يد الآب شيئا أنا والآب واحد وجاء اليهود بحجارة ليرجموه فقال لهم يسوع أريتكم كثيرا من الأعمال الصالحة من عند الآب فلأي عمل منها ترجموني أجابه اليهود لا نرجمك لأي عمل صالح عملت بل لتجديفك فما أنت إلا إنسان لكنك جعلت نفسك إلها فقال لهم يسوع أما جاء في شريعتكم أن الله قال أنتم آلهة فإذا كان الذين تكلموا بوحي من الله يدعوهم الله آلهة على حد قول الشريعة التي لا ينقضها أحد فكيف تقولون لي أنا الذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أنت تجدف لأني قلت أنا ابن الله إذا كنت لا أعمل أعمال أبي فلا تصدقوني وإذا كنت أعملها فصدقوا هذه الأعمال إن كنتم لا تصدقوني حتى تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فيي وأنا في الآب فحاولوا أن يمسكوها فأفلت من أيديهم ورجع إلى عبر الأردن حيث كان يحنى يعمد من قبل فأقام هناك فجاء إليه كثير من الناس وقالوا ما عمل يحنى آية واحدة ولكن ما قاله في هذا الرجل كان كله صحيحا فآمن بيسوع كثير من الناس هناك ومرض رجل اسمه لعازر من بيت عنيا من قرية مريم وأختها مرتا ومريم هذه هي التي سكبت الطيبة على قدمي الرب يسوع ومسحتهما بشعرها وكان لعازر المريد أخاها فأرسلت الأختان إلى يسوع تقولان يا سيد الذي تحبه مريد فلما سمع يسوع قال ما هذا المرض للموت بل لمجد الله فيه سيتمجد ابن الله وكان يسوع يحب مرتا وأختها ولعازر لكنه بقي في مكانه يومين بعدما عرف أن لعازر مريد ثم قال للتلميذ تعالوا نرجع إلى اليهودية فأجابه التلميذ يا معلم أترجع إلى هناك ومن وقت قريب أراد اليهود أن يرجموك فقال يسوع أما النهار 12 ساعة فمن سار في النهار لا يعثر لأنه يرى نور هذا العالم ومن سار في الليل يعثر لأن لا نور فيه ثم قال لهم حبيبنا ليعازر نائم وأنا ذاهب لأوقظه فقال له التلميذ إذا كان نائما يا سيد فسيشفى وكان يسوع يعني نومة الموت فظنوا أنه يعني راحة النوم فقال لهم يسوع بكل سراحة ليعازر مات ويسرني لأجلكم حتى تؤمنوا أني ما كنت هناك قوموا نذهب إليه فقال تومى الملقب بالتوأم لإخوانه التلميذ تعالوا نذهب نحن أيضا ونموت معه فلما وصل يسوع وجد أن ليعازر في القبر من أربعة أيام وبيت عنيا تبعد عن أوروشاليم نحو ميلين وكان كثير من اليهود جاءوا إلى مرتا ومريم يعزونهما عن أخيهما فلما سمعت مرتا بمجيء يسوع خرجت لاستقباله وبقيت مريم في البيت فقالت مرتا ليسوع لو كنت هنا يا سيد ما مات أخي ولكني ما زلت أعرف أن الله يعطيك كل ما تطلب منه فقال لها يسوع سيقوم أخوك فأجابت أعرف أنه سيقوم في القيامة في اليوم الآخر فقال لها يسوع أنا هو القيامة والحياة من آمن بي يحيا وإن مات وكل من يحيا مؤمنا بي لا يموت أبدا أتؤمنين بهذا؟ أجابت نعم يا سيد أنا أؤمن كل الإيمان بأنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم ورجعت مرتا بعدما قالت هذا الكلام إلى أختها مريم تدعوها فقالت لها همسا المعلم هنا وهو يطلبك فقامت مريم حين سمعت هذا الخبر وأسرعت إلى يسوع وما كان يسوع وصل إلى القرية بل كان حيث استقبلته مرتا فلما رأى اليهود الذين كانوا في البيت مع مريم يعزونها أنها قامت وخارجت مصرعة لحقوا بها وهم يحسبون أنها ذاهبة إلى القبر لتبكي ووصلت مريم إلى المكان الذي فيه يسوع فما أن رأته حتى وقعت على قدميه وقالت له لو كنت هنا يا سيد ما مات أخي فلما رأاه يسوع تبكي ويبكي معها اليهود الذين رافقوها توجعت نفسه والطرب وقال أين دفنتموه؟ قالوا تعال يا سيد وانظر وبكى يسوع فقال اليهود انظروا كم كان يحبه لكن بعضهم قالوا هذا الذي فتح عيني الأعمى أما كان يقدر أن يرد الموت عن لعازر؟ وتوجعت نفسه يسوع ثانية وجاء إلى القبر وكان القبر مغارة وعلى مدخلها حجر فقال يسوع أزيح الحجر فأجابت مرتى أخت الميت أنتنا يا سيد فله في القبر أربعة أيام فقال لها يسوع أما قلت لك إن آمنت تشاهدين مجد الله؟ فأزاح الحجر ورفع يسوع عينيه وقال أشكرك يا أبي لأنك استجبت لي وأنا أعرف أنك تستجيب لي في كل حين ولكني أقول هذا من أجل هؤلاء الناس حولي حتى يؤمن أنك أنت أرسلتني وصاحب أعلى صوته لي عازر أخرج فخرج الميت مشدود اليدين والرجلين بالأكفان مع صوب الوجه بمنديل فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب فلما شاهد اليهود الذين جاءوا إلى مريم ما عمل يسوع آمن به كثير منهم لكن جماعة منهم ذهبوا إلى الفريسيين وأخبروهم بما عمل فعقد رؤساء الكهنة والفريسيون مجلسا وقالوا ماذا نعمل؟ وهذا الرجل يصنع آيات كثيرة فإذا تركناه على هذه الحال آمن به جميع الناس فيجيء الرومانيون ويخربون هيكلنا وأمتنا فقال واحد منهم وهو قيافة الذي كان رئيس الكهنة في تلك السنة أنتم لا تعرفون شيئاً ولا تفهمون أن موت رجل واحد في ذا الشعب خير لكم من أن تهلك الأمة كلها وما قال قيافة هذا الكلام من عنده بل قاله لأنه رئيس الكهنة في تلك السنة فتنبأ أن يسوع سيموت في ذا الأمة ولكن لا في ذا الأمة فقط بل يموت ليجمع شمل أبناء الله فعزم من ذلك اليوم على قتل يسوع فما عاد يظهر بين اليهود بل ذهب من هناك إلى ناحية قريبة من الصحراء إلى مدينة اسمها أفرايم فأقام فيها مع تلميذه واقترب الفصح عند اليهود فصعد كثير من أهالي القرى إلى أوروشليم ليقوموا بفريدة الإطهار قبل الفصح وكانوا يبحثون عن يسوع ويسأل بعضهم بعضاً في الهيكل ما رأيكم؟ أيجيء إلى العيد أم لا يجيء؟ وكان رؤساء الكهنة والفريسيون أمروا بأن على كل من يعرف أين هو أن يخبر عنه ليعتقلوه الأصحاح الثاني عشر وقبل الفصح بستة أيام جاء يسوع إلى بيت عنيا ونزل عند لعازر الذي أقامه من بين الأموات فهيأوا له عشاء وأخذت مرتى تخدم وكان لعازر أحد الجالسين معه للطعام فتناولت مريم قارورة طيب غالي الثمن من النار الدين النقي وسكبتها على قدمي يسوع ومسحتهما بشعرها فامتلأ البيت برائحة الطيب فقال يا هو ذا الإسخريطي أحد تلميذه وهو الذي سيسلمه أما كان خيرا أن يباع هذا الطيب بثلاثمائة دينار لتوزع على الفقراء قال هذا لا لعطفه على الفقراء بل لأنه كان لصا وكان أمين الصندوق فيختلص ما يودع فيه فقال يسوع أتركوها هذا الطيب حفظته ليوم دفني فالفقراء عندكم في كل حين وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم وعلم جمهور كبير من اليهود أن يسوع في بيت عنيا فجاء لا من أجله وحده بل ليشاهد لعازر الذي أقامه من بين الأموات فتشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا لعازر أيضا لأن كثيرا من اليهود كانوا يتركونهم بسببه ويؤمنون بيسوع وفي الغد سمعت الجموع التي جاءت إلى العيد أن يسوع قادم إلى أوروشالين فحملوا أخصان النخل وخرجوا لاستقباله وهم يهتفون المجد لله تبارك الآتي باسم الرب تبارك ملك إسرائيل ووجد يسوع جحشا فراكب عليه كما جاء في الكتاب لا تخافي يا بنت صهيون ها هو ملكك قادم إليك راكبا على جحش ابن آتان وما فهم التلميذ في ذلك الوقت معنى هذا كله ولكنهم تذكروا بعدما تمجد يسوع أن هذه الآية وردت لتخبر عنه وأن الجموع عملوا هذا من أجله وكان الجموع الذين رافقوا يسوع عندما دعا لعازر من القبر وأقامه من بين الأموات يشهدون له بذلك وخرجت الجماهير لاستقباله لأنها سمعت أنه صنع تلك الآية فقال الفريسيون بعضهم لبعض أرأيتم كيف أنكم لا تنفعون شيئا؟ أهو العالم كله يتبعه؟ وكان بعض اليونانيين يرافقون الذين صعدوا إلى أوروشليم للعبادة في أيام العيد فجاءوا إلى فيلوبوس وكان من بيت صيدا في الجليل وقالوا له يا سيد نريد أن نرى يسوع فذهب في لبوس وأخبر أندراوس وذهب في لبوس وأندراوس وأخبر يسوع فأجابهما يسوع جاءت الساعة التي فيها يتمجد ابن الإنسان الحق الحق أقول لكم إن كانت الحبة من الحنطة لا تقع في الأرض وتموت تبقى وحدها وإذا ماتت أخرجت حبا كثيرا من أحب نفسه خسرها ومن أنكر نفسه في هذا العالم حفظها للحياة الأبدية من أراد أن يخدمني فليتبعني وحيث أكون أنا يكون خادمي ومن خدمني أكرمه الآب الآن نفسي مضطربة فماذا أقول؟ هل أقول يا أبي نجني من هذه الساعة ولكني لهذا جئت يا أبي مجد اسمك فقال صوت من السماء مجدته وسأمجده فسمعه الحاضرون فقالوا هذا دوي رعت وقال بعضهم كلمه ملاك فقال يسوع ما كان هذا الصوت لأجلي بل لأجلكم اليوم دينونة هذا العالم واليوم يطرد سيد هذا العالم وأنا متى ارتفعت من هذه الأرض جذبت إلي الناس أجمعين قال هذا مشيرا إلى الميتة التي سيموتها فأجابه الجمع علمتنا الشريعة أن المسيح يبقى إلى الأبد فكيف تقول لابد لابن الإنسان أن يرتفع فمن هو ابن الإنسان هذا؟ فقال لهم يسوع سيبقى النور معكم وقتا قليلا فامشوا ما دام لكم النور لألا يباغتكم الظلام والذي يمشي في الظلام لا يعرف إلى أين يتجه آمنوا بالنور ما دام لكم النور فتكونوا أبناء النور وابتعد يسوع عن أنظارهم بعدما قال لهم هذا الكلام ومع أنه عمل لهم كل هذه الآيات فما آمنوا به ليتم ما قال النبي إشعيا يا رب من الذي آمن بكلامنا ولمن ظهرت يد الرب وما قدروا أن يؤمنوا به لأن إشعيا قال أيضا أعمى الله عيونهم وقصى قلوبهم لألا يبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم قال إشعيا هذا الكلام لأنه رأى مجده وتحدث عنه غير أن كثيرا من رؤساء اليهود أنفسهم أمنوا بيسوع ولكنهم ما أعلنوا إيمانهم مسايرة للفريسيين لألا يطردوا من المجمع كانوا يحبون رضى الناس أكثر من رضى الله فرفع يسوع صوته قال من آمن بي لا يؤمن بي أنا بل يؤمن بالذي أرسلني ومن رآني رأى الذي أرسلني جئت نورا إلى العالم فمن آمن بي لا يقيم في الظلام ومن سمع أقوالي وما آمن بها لا أدينه لأني ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم ومن رفضني وما قبل كلامي فله من يدينه الكلام الذي قلته يدينه في اليوم الآخر لأني ما تكلمت بشيء من عندي بل الآب الذي أرسلني أوصاني بما أقول وأتكلم أنا أعرف أن وصيته حياة أبدية فالكلام الذي أقوله أقوله كما قاله لي الآب الأصحاح الثالثة عشر وكان يسوع يعرف قبل عيد الفصح أن ساعته جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب وهو الذي أحب أخصاءه الذين هم في العالم أحبهم منتهى الحب وجلس للعشاء مع تلميده وكان إبليس وسوسا إلى يهوذ بن سمعان الأصخر يطي أن يسلم يسوع وكان يسوع يعرف أن الآب جعل في يديه كل شيء وأنه جاء من عند الله وإلى الله يعود فقام عن العشاء وخلع ثوبه وأخذ منشفة واتزر بها ثم صب ماء في مغسلة وبدأ يغسل أرجل التلميذ ويمسحها بالمنشفة التي اتزر بها فلما دنى من سمعان بطرس قال له سمعان يا سيد أأنت تغسل رجلي فأجابه يسوع أنت الآن لا تفهم ما أنا أعمل ولكنك ستفهمه فيما بعد فقال له بطرس لن تغسل رجلي أبدا أجابه يسوع إن كنت لا أغسلك فلا نصيب لك معي فقال له سمعان بطرس إذن يا سيد لا تغسل رجلي وحدهما بل اغسل معهما يدي ورأسي فقال له يسوع من اغتسل كان طاهرا كله فلا يحتاج إلا إلى غسل رجليه أنتم طاهرون ولكن ما كلكم طاهرون قال يسوع ما كلكم طاهرون لأنه كان يعرف من سيسلمه فلما غسل أرجلهم ولبس فوبه وعاد إلى المائدة قال لهم أتفهمون ما عملته لكم أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تفعلون لأني هكذا أنا وإذا كنت أنا السيد والمعلم غسلت أرجلكم فيجب عليكم أنتم أيضا أن يغسل بعضكم أرجل بعض وأنا أعطيتكم ما تقتدون به فتعملوا ما عملته لكم الحق الحق أقول لكم ما كان خادم أعظم من سيده ولا كان رسول أعظم من الذي أرسله والآن عرفتم هذه الحقيقة فهنيئا لكم إذا عملتم بها لا أقول هذا فيكم كلكم فأنا أعرف الذين اخترتهم ولكن ما جاء في الكتب المقدسة لابد له أن يتم وهو أن الذي أكل خبزي تمرد علي أخبركم بهذا الآن قبل ما يحدث حتى متى حدث تؤمنون بأني أنا هو الحق الحق أقول لكم من قبل الذين أرسلهم قبلني ومن قبلني قبل الذي أرسلني وعند هذا الكلام اضطربت نفس يسوع وقال علانية الحق الحق أقول لكم واحد منكم سيسلموني فنظر التلميذ بعضهم إلى بعض حائرين لا يعرفون من يعني بقوله وكان أحد التلميذ وهو الذي يحبه يسوع جالسا بجانبه فأومأ إليه سمعان بطرس وقال له سله من يعني بقوله فمال التلميذ على صدر يسوع وسأله من هو يا سيد؟ فأجاب يسوع هو الذي أناوله اللقمة التي أغمسها وغمس يسوع لقمة ورفعها وناول يهوذ بن سمعان الأسخريطي فلما تناولها دخل الشيطان فيه فقال له يسوع اعمل ما أنت تعمله ولا تبطئ فما فهم أحد من الجالسين إلى المائدة لماذا قال له هذا الكلام وكان يهوذ أمين الصندوق فظل بعضهم أن يسوع أوصاه أن يشتري ما يحتاجون إليه في العيد أو أن يعطي الفقراء شيئا وتناول يهوذ اللقمة وخرج في الحال وكان ليلا فلما خرج قال يسوع الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه وإذا كان الله تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته وبعد قليل سيمجده يا أبنائي سأبقى معكم وقتا قليلا ستطلبوني ولكن ما قلته لليهود أقوله لكم الآن حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا أعطيكم وصية جديدة أحب بعضكم بعضا ومثما أنا أحببتكم أحب أنتم بعضكم بعضا فإذا أحببتم بعضكم بعضا يعرف الناس جميعا أنكم تلاميذي فقال له سمعان بطرس إلى أين أنت ذاهب يا سيد؟ أجابه يسوع حيث أنا ذاهب لا تقدر الآن أن تتبعني ولكنك ستتبعني يوما فقال له بطرس لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن يا سيد؟ أنا مستعد أن أموت في سبيلك أجابه يسوع أمستعد أنت أن تموت في سبيلي؟ الحق الحق أقول لك لا يصيح الديك إلا وأنكرتني ثلاث مرات الأصحاح الرابعة عشر لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي أيضا في بيت أبي منازل كثيرة وإلا لما قلت لكم أنا ذاهب لأهيئ لكم مكانا ومتى ذهبت وهيأت لكم مكانا أرجع وأخذكم إلي لتكون حيث أكون أنتم تعرفون الطريق إلى حيث أنا ذاهب فقال له توما يا سيد نحن لا نعرف إلى أين أنت ذاهب فكيف نعرف الطريق؟ أجابه يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة لا يجيء أحد إلى الآب إلا بي لو كنتم عرفتموني لعرفتم أبي أيضا ومن الآن أنتم تعرفونه ورأيتموه فقال له في لبس يا سيد أرنا الآب وكفانا فقال له يسوع أنا معكم كل هذا الوقت وما عرفتني بعد يا فليبوس من رآني رأى الآب فكيف تقول أرنا الآب؟ ألا تؤمن بأني في الآب وأن الآب فيّ؟ الكلام الذي أقوله لا أقوله من عندي والأعمال التي أعملها يعملها الآب الذي هو فيّ صدقوني إذا قلت أنا في الآب والآب فيّ أو صدقوني من أجل أعمالي الحق الحق أقول لكم من آمن بي يعمل الأعمال التي أعملها بل أعظم منها لأني ذاهب إلى الآب فكل ما تطلبونه باسمي أعمله حتى يتمجد الآب في الإبن إذا طلبتم مني شيئا باسمي أعمله إذا كنتم تحبوني عملتم بوصاياي وسأطلب من الآب أن يعطيكم معزيا آخر يبقى معكم إلى الأبد هو روح الحق الذي لا يقدر العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه أما أنتم فتعرفونه لأنه يقيم معكم ويكون فيكم لن أترككم يتاما بل أرجع إليكم بعد قليل لن يراني العالم أما أنتم فترونني ولأني أحيا فأنتم ستحيون وفي ذلك اليوم تعرفون أني في أبي وأنكم أنتم في مثل ما أنا فيكم من قبل وصاياي وعمل بها أحبني ومن أحبني أحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي فقال له يهوذا وهو غير يهوذا الأصخر يطي يا سيد كيف تظهر ذاتك لنا ولا تظهرها للعالم أجابه يسوع من أحبني سمع كلامي فأحبه أبي ونجيء إليه ونقيم عنده ومن لا يحبني لا يسمع كلامي وما كلامي من عندي بل من عندي الآب الذي أرسلني قلت لكم هذا كله وأنا معكم ولكن المعزي وهو الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي سيعلمكم كل شيء ويجعلكم تتذكرون كل ما قلته لكم سلاما أترك لكم وسلامي أعطيكم لا كما يعطيه العالم أعطيكم أنا فلا تضطرب قلوبكم ولا تفزع قلت لكم أنا ذاهب وسأرجع إليكم فإن كنتم تحبوني فرحتم بأني ذاهب إلى الآب لأن الآب أعظم مني أخبرتكم بهذا قبل أن يحدث حتى متى حدث تؤمنون لن أخاطبكم بعد طويلاً لأن سيد هذا العالم سيجيء لا سلطان له علي ولكن يجب أن يعرف العالم أني أحب الآب وأني أعمل بما أوصان الآب قوموا نذهب من هنا الأصحاح الخامسة عشر أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام كل غصن مني لا يحمل ثمراً يقطعه وكل ما يثمر ينقيه ليكثر ثمره أنتم الآن أنقياء بفضل ما كلمتكم به أثبتوا فيي وأنا فيكم وكما أن الغصن لا يثمر من ذاته إلا إذا ثبت في الكرمة فكذلك أنتم لا تثمرون إلا إذا ثبتتم فيي أنا الكرمة وأنتم الأغصان من ثبت فيي وأنا فيه يثمر كثيراً أما بدوني فلا تقدرون على شيء من لا يثبت فيي يرمك الغصن فييبس والأغصان اليابسة تجمع وتطرح في النار فتحترق إذا ثبتتم فيي وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تشاءون فتنالونه بهذا يتمجد أبي أن تحملوا ثمراً كثيراً فتكون تلاميذي أنا أحبكم مثلما أحبني الآب فاثبتوا في محبتي إذا عملتم بوصاياي تثبتون في محبتي كما عملت بوصايا أبي وأثبت في محبته قلت لكم هذا ليدوم فيكم فرحي فيكون فرحكم كاملاً هذه هي وصيتي أحب بعضكم بعضاً مثل ما أحببتكم ما من حب أعظم من هذا أن يضحي الإنسان بنفسه في سبيل أحبائه وأنتم أحبائي إذا عملتم بما أوصيكم به أنا لا أدعوكم عبيداً بعد الآن لأن العبد لا يعرف ما يعمل سيده بل أدعوكم أحبائي لأني أخبرتكم بكل ما سمعته من أبي ما اخترتموني أنتم بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتثمروا ويدوم ثمركم فيعطيكم الآب كل ما تطلبونه باسمي وهذا ما أوصيكم به أن يحب بعضكم بعضاً إن أبغضكم العالم فتذكروا أنه أبغضني قبل أن يبغضكم لو كنتم من العالم لأحبكم العالم كأهله ولأني اخترتكم من هذا العالم وما أنتم منه لذلك أبغضكم العالم تذكروا ما قلته لكم ما كان خادم أعظم من سيده فإذا اضطهدوني يضطهدونكم وإذا سمعوا كلامي يسمعون كلامكم هم يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني لو لأني جئت وكلمتهم لما كانت عليهم خطيئة أما الآن فلا عذر لهم من خطيئتهم من أبغضني أبغض أبي لو لأني عملت بينهم أعمالا ما عمل مثلها أحد لما كانت لهم خطيئة لكنهم الآن رأوا ومع ذلك أبغضوني وأبغض أبي وكان هذا ليتم ما جاء في شريعتهم أبغضوني بلا سبب ومتى جاء المعز الذي أرسله إليكم من الآب روح الحق المنبثق من الآب فهو يشهد لي وأنتم أيضا ستشهدون لأنكم من البدء معي الأصحاح السادسة عشر قلت لكم هذا الكلام لألا يضعف إيمانكم سيطردونكم من المجامع بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني ولا أحد منكم يسألوني إلى أين أنت ذاهب والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم صدقوني من الخير لكم أن أذهب فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعز أما إذا ذهبت فأرسله إليكم ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه عندي كلام كثير أقوله لكم بعد ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله لأنه لا يتكلم بشيء من عنده بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم وكل ما للآب هو لي لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم بعد قليل لا ترونني ثم بعد قليل ترونني فقال التلاميذ بعضهم لبعض ما هذا الذي يقوله لنا بعد قليل لا ترونني ثم بعد قليل ترونني وأنا ذاهب إلى الآب وتساءلوا ما معنى هذا القليل نحن لا نفهم ما يقول وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه فقال لهم تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني ثم بعد قليل ترونني الحق الحق أقول لكم ستبكون وتندبون وأما العالم فسيفرح ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا فالمرأة تحزن وهي تلد لأن ساعتها جاءت فإذا ولدت تنسى أو جاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم وكذلك أنتم تحزنون الآن ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا الحق الحق أقول لكم كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن أطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم قلت لكم هذا كله بالأمثال وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم فالآب نفسه يحبكم لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله نعم خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم وأذهب إلى الآب فقال له تلميذه أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال ونرى الآن أنك تعرف كل شيء وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء فلذلك نؤمن بأنك جئت من عند الله أجابهم يسوع الآن تؤمنون تجيء ساعة بل جاءت الآن تتفرقون فيها فيذهب كل واحد في سبيله وتتركون وحدي ولكن لا أكون وحدي لأن الآب معي قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي ستعانون الشدة في هذا العالم فتشجعوا أنا غلبت العالم الأصحاح السابع عشر وبعد هذا الكلام رفع يسوع عينيه إلى السماء وقال يا أبي جاءت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك بما أعطيته من سلطان على جميع البشر حتى يهب الحياة الأبدية لمن وهبتهم له والحياة الأبدية هي أن يعرفك أنت الإله الحق وحدك ويعرف يسوع المسيح الذي أرسلته أنا مجدتك في الأرض حين أتممت العمل الذي أعطيتني لأعمله فمجدني الآن يا أبي عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل أن يكون العالم أظهرت اسمك لمن وهبتهم لي من العالم كانوا لك فوهبتهم لي وعملوا بكلامك والآن هم يعرفون أن كل ما أعطيتني هو منك بلغتهم الكلام الذي بلغتني فقبلوه وعرف حق المعرفة أني جئت من عندك وآمن أنك أنت أرسلتني أنا أصلي لأجلهم ولا أصلي لأجل العالم بل لأجل من وهبتهم لي لأنهم لك كل ما هو لي فهو لك وكل ما هو لك فهو لي وأنا أتمجد بهم لن أبقى في العالم أما هم فباقون في العالم وأنا ذاهب إليك أيها الآب القدوس احفظهم باسمك الذي أعطيتني حتى يكونوا واحدا مثلما أنت وأنا واحد وعندما كنت أنا معهم حفظتهم باسمك الذين أعطيتني حرستهم فما خسرت منهم أحدا إلا ابن الهلاك ليتم ما جاء في الكتاب والآن أنا ذاهب إليك أقول هذا الكلام وأنا في العالم ليكون لهم كل فرحي بلغتهم كلامك فأبغضهم العالم لأنهم لا ينتمون إلى العالم كما أنا لا أنتمي إلى العالم لا أطلب إليك أن تخرجهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير ما هم من العالم وما أنا من العالم قدسهم في الحق لأن كلامك حق أنا أرسلتهم إلى العالم كما أرسلتني إلى العالم من أجلهم أقدس نفسي حتى يتقدسهم أيضا في الحق لا أصل لأجلهم وحدهم بل أصل أيضا لأجل من قبل كلامهم فآمن بي اجعلهم كلهم واحدا ليكونوا واحدا فينا أيها الآب مثل ما أنت فيا وأنا فيك فيؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا مثل ما أنت وأنا واحد أنا فيهم وأنت فيا لتكون وحدتهم كاملة ويعرف العالم أنك أرسلتني وأنك تحبهم مثل ما تحبني أنت وهبتهم لي أيها الآب وأريدهم أن يكونوا معي حيث أكون ليروا ما أعطيتني من المجد لأنك أحببتني قبل أن يكون العالم ما عرفك العالم أيها الآب الصالح لكن أنا عرفتك وعرف هؤلاء أنك أرسلتني أظهرت لهم اسمك وسأظهره لهم لتكون فيهم محبتك لي وأكون أنا فيهم الأصحاح الثامنة عشر قال يسوع هذا الكلام وخرج مع تلاميذه فعبر وادي قدرون وكان هناك بستان فدخله هو وتلاميذه وكان يهوذا الذي أسلمه يعرف هذا المكان لأن يسوع كان يجتمع فيه كثيرا مع تلاميذه فجاء يهوذا إلى هناك بجنود وحرس أرسلهم رؤساء الكهنة والفرسيون وكانوا يحملون المصابيح والمشاعر والسلاح فتقدم يسوع وهو يعرف ما سيحدث له وقال لهم من تطلبون أجابوا يسوع النصري فقال لهم أنا هو وكان يهوذا الذي أسلمه واقفا معهم فلما قال لهم يسوع أنا هو تراجعوا ووقعوا إلى الأرض فسألهم يسوع ثانية من تطلبون أجابوا يسوع النصري فقال لهم يسوع قلت لكم أنا هو فإذا كنتم تطلبوني فدعوا هؤلاء يذهبون فتم ما قال يسوع ما خسرت أحدا من الذين وهبتهم لي وكان سمعان بطرس يحمل سيفا فاستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى وكان اسم الخادم ملخس فقال يسوع لبطرس رد سيفك إلى غمده ألا أشرب كأس الآلام التي جعلها لي الآب فقبض الجنود وقائدهم وحرسوا الهيكل على يسوع وقيدوه وأخذوه أولا إلى حنان وهو حم قيافا رئيس الكهنة في تلك السنة وقيافا هذا هو الذي أشار على اليهود فقال أن يموت رجل واحد فد الشعب خير لكم وكان سمعان بطرس وتلميذ آخر يتبعان يسوع وكان هذا التلميذ معروفا من رئيس الكهنة فدخل دار رئيس الكهنة مع يسوع أما بطرس فوقف في الخارج عند الباب وعاد التلميذ الآخر الذي يعرفه رئيس الكهنة إلى الخارج وكلم الفتاة التي تحرس الباب وأدخل بطرس فقالت الفتاة لبطرس أما أنت أيضا من تلميذ هذا الرجل؟ فأجابها بطرس ما أنا منهم؟ وكان البرد شديدا فأوقد الخدم والحرس نارا وأخذوا يتدفؤون ووقف بطرس يتدفؤ معهم وسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلميذه وتعليمه فأجابه يسوع كلمت الناس علانية وعلمت دائما في المجامع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود كلهم وما قلت شيئا واحدا في الخفية فلماذا تسألني؟ اسأل الذين سمعوني عما كلمتهم به فهم يعرفون ما قلت فلما قال يسوع هذا الكلام لطمه واحد من الحرس كان بجانبه وقال له أهكذا تجيب رئيس الكهنة؟ فأجابه يسوع إن كنت أخطأت في الكلام فقل لي أين الخطأ؟ وإن كنت أصبت فلماذا تضربني؟ فأرسله حنان موثقا إلى قياف رئيس الكهنة وبينما سمعان بطرس واقف هناك يتدفأ قالوا له أما أنت من تلميذه؟ فأنكر وقال ما أنا منهم؟ فقال له واحد من خدم رئيس الكهنة وكان من أقرباء الرجل الذي قطع بطرس أذنه أما رأيتك معه في البستان؟ فأنكر أيضا وفي الحال صاحديك وأخذوا يسوع من عند قيافة إلى قصر الحاكم وكان الوقت صباحا فامتنع اليهود من دخول القصر لألا يتنجسوا فلا يتمكنوا من أكل عشاء الفصح فخرج إليهم بيلاطس وسألهم بماذا تتهمون هذا الرجل؟ فأجابوا لو لأنه مجرم لما أسلمناه إليك فقال لهم بيلاطس خذوه أنتم وحاكموه حسب شريعتكم فأجابوا لا يجوز لنا أن نحكم على أحد بالقتل فتم ما قال يسوع مشيرا إلى الميتة التي يموتها فعاد بيلاطس إلى قصر الحاكم ودعا يسوع وقال له أنت ملك اليهود؟ فأجابه يسوع أتقول هذا من عندك؟ أم قاله لك آخرون؟ فقال بيلاطس أيهودي أنا؟ شعبك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي فماذا فعلت؟ أجابه يسوع ما مملكتي من هذا العالم؟ لو كانت مملكتي من هذا العالم لدافع عني أدباعي حتى لا أسلم إلى اليهود لا ما مملكتي من هنا؟ فقال له بيلاطس أملك أنت إذن؟ أجابه يسوع أنت تقول إني ملك أنا ولدت وجئت إلى العالم حتى أشهد للحق فمن كان من أبناء الحق يستمع إلى صوتي فقال له بيلاطس ما هو الحق؟ قال هذا وخرج ثانية إلى اليهود وقال لهم لا أجد سببا للحكم عليه ولكن العادة عندكم أن أطلق لكم سجينا في عيد الفصح أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ فصاحوا لا تطلق هذا بل بارباس وكان بارباس لصا الأصحاح التاسع عشر أخذ بيلاطس يسوع وأمر بجلده وضفر الجنود إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وألبسوه ثوبا أرجوانيا وأحاطوا به يلطمونه ويقولون السلام عليك ملك اليهود وعاد بيلاطس إلى الجموع وقال لهم ها أنا أخرجه إليكم لتعرفوا أني ما وجدت سببا للحكم عليه فخرج يسوع وعليه إكليل الشوك والثوب الأرجواني فقال لهم بيلاطس ها هو الرجل فلما شاهده رؤساء الكهنة والحرس صاحوا اسلمه اسلمه فقال لهم بيلاطس خذوه أنتم واصلبوه فأنا لا أجد سببا للحكم عليه فأجابه اليهود لنا شريعة وهذه الشريعة تقضي عليه بالموت لأنه زعم أنه ابن الله فلما سمع بيلاطس كلامهم هذا اشتد خوفه فدخل القصر وقال ليسوع من أين أنت؟ فما أجابه يسوع بشيء فقال له بيلاطس ألا تجيبني؟ ألا تعرف أن لي سلطة أن أخلي سبيلك وسلطة أن أصلبك؟ فأجابه يسوع ما كان لك سلطة علي لو لأنك نلتها من الله أما الذي أسلمني إليك فخطيئته أعظم من خطيئتك فحاول بيلاطس بعد هذا أن يخلي سبيله ولكن اليهود صاحوا إن أخليت سبيله فما أنت من أصدقاء القيصر لأن من يدعي الملك يكون عدوا للقيصر فلما سمع بيلاطس هذا الكلام أخرج يسوع وجلس على كرسي القضاء في موضع يسمى البلاط وبالعبرية جباثة وكان ذلك يوم الجمعة يوم التهيئة للفصح والوقت نحو الظهر فقال لليهود ها هو ملككم فصاحوا اقتله اقتله اسلبه فقال لهم بيلاطس أصلب ملككم فأجاب رؤساء الكهنة لا ملك علينا إلا القيصر فأسلمه إليهم ليصلبوه فأخذوا يسوع فخرج وهو يحمل صليبه إلى مكان يسمى الجمجمة وبالعبرية جل جثة فصلبوه هناك وصلبوا معه رجلين كل واحد منهما في جهة وبينهما يسوع وعلق بيلاطس على الصليب لوحة مكتوبة فيها يسوع الناصري ملك اليهود فقرأ كثير من اليهود هذه الكتابة لأن المكان الذي صلبوا فيه يسوع كان قريبا من المدينة وكانت الكتابة بالعبرية واللاتينية واليونانية فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس لا تكتب ملك اليهود بل اكتب هذا الرجل قال أنا ملك اليهود فأجابهم بيلاطس ما كتبته كتبته ولما صلب الجنود يسوع أخذوا ثيابه وقسموها أربع حصص لكل جندي حصا وأخذوا قميصه أيضا وكان قطعة واحدة لا خياطة بها منسوجة كلها من أعلى إلى أسفل فقال بعضهم لبعض لا نشق هذا القميص بل نقترع عليه فنرى لمن يكون فتم قول الكتاب تقاسموا ثيابي وعلى قميص اقترعوا وهذا ما فعله الجنود وهناك عند صليب يسوع وقفت أمه وأخت أمه مريم زوجة كيلوبا ومريم المجدلية ورأى يسوع أمه وإلى جانبها التلميذ الحبيب إليه فقال لأمه يا امرأة هذا ابنك وقال للتلميذ هذه أمك فأخذها التلميذ إلى بيته من تلك الساعة ورأى يسوع أن كل شيء تم فقال أنا عطشان ليتم الكتاب وكان هناك وعاء مملوء بالخل فغمسوا فيه إسفنجة ووضعوها على الزوفة ورفعوها إلى فمه فلما ذاق يسوع الخل قال تم كل شيء وحنى رأسه وأسلم الروح وكان ذلك يوم التهيئة للسبت فطلب اليهود من بيلاطس أن يأمر بكسر سيقان المسلوبين وأنزال جثفهم عن الصليب لألا تبقى يوم السبت وخصوصا أن ذلك السبت يوم عظيم فجاء الجنود وكسروا ساقي الأول والآخر المسلوبين مع يسوع ولما وصلوا إلى يسوع وجدوه ميتا فما كسروا ساقيه ولكن أحد الجنود طعنه بحربة في جنبه فخرج منه دم وماء والذي رأى هذا يشهد به وشهادته صحيحة ويعرف أنه يقول الحق حتى تؤمن مثله وحدث هذا ليتم قول الكتاب لن ينكسر له عظم وجاء في آية أخرى سينظرون إلى الذي طعنوه وبعد هذا جاء يوسف الرامي وكان تلميذا ليسوع في السر خوفا من اليهود وطلب من بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع فسمح له فجاء وأخذ جسد يسوع وجاء نيكوديموس وهو الذي ذهب إلى يسوع ليلا من قبل وكان معه خليط من المر والعود وزنه نحو مئة درهم فحملا جسد يسوع وسكبا عليه الطيب ولفاه في كفا على عادة اليهود في دفن موتاهم وكان في الموضع الذي صلب فيه يسوع بستان وفي البستان قبر جديد ما دفن فيه أحد فوضع يسوع فيه لأنه كان قريبا وكان اليوم يوم التهيئة عند اليهود الأصحاح العشرون ويوم الأحد جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا وكان ظلام بعد فرأت الحجر مرفوعا عن القبر فأقبلت مسرعة إلى سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي أحبه يسوع وقالت لهما أخذوا الرب من القبر ولا نعرف أين وضعوه فخرج بطرس والتلميذ الآخر إلى القبر يسريعان السير معا ولكن التلميذ الآخر سبق بطرس فوصل قبله إلى القبر وانحنى من دون أن يدخل فرأى الأكفان على الأرض ولحقه سمعان بطرس فدخل القبر ورأى الأكفان على الأرض والمنديل الذي كان على رأس يسوع ملفوفا في مكان على حدة لا ملقا مع الأكفان ودخل التلميذ الآخر الذي سبق بطرس إلى القبر فرأى وأهمن لأنهما كان بعض لا يفهمان ما جاء في الكتاب وهو أن يسوع يجب أن يقوم من بين الأموات ثم رجع التلميذان إلى منزلهما أما مريم المجدلية فوقفت عند القبر تبكي وانحنت نحو القبر وهي تبكي فرأت ملاكين في ثياب بيضاء جالسين حيث كان جسد يسوع أحدهما عند الرأس والآخر عند القدمين فقال لها الملاكان لماذا تبكين يمرأة؟ أجابت أخذ ربي ولا أعرف أين وضعوه قالت هذا والتفتت وراءها فرأت يسوع واقفا وما عرفت أنه يسوع فقال لها يسوع لماذا تبكين يمرأة؟ ومن تطلبين؟ فظنت أنه البستاني فقالت له إذا كنت أنت أخذته يا سيدي فقل لي أين وضعته حتى أخذه فقال لها يسوع يا مريم فعرفته وقالت له بالعبرية ربوني أي يا معلم فقال لها يسوع لا تمسكيني لأن ما صعدت بعد إلى الآب بل اذهبي إلى إخوتي وقول لهم أنا صاعد إلى أبي وأبيكم إلهي وإلهكم فرجعت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ رأيت الرب وأنه قال لها هذا الكلام وفي مساء ذلك الأحد كان التلاميذ مجتمعين والأبواب مقفلة خوفا من اليهود فجاء يسوع ووقف بينهم وقال سلام عليكم وأراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ عندما شاهدوا الرب فقال لهم يسوع ثانية سلام عليكم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا قال هذا ونفخ في وجوههم وقال لهم خذوا الروح القدس من غفرتم له خطاياه تغفر له ومن منعتم عنه الغفران يمنع عنه وكان تومى أحد التلاميذ الاثنية عشر الملقب بالتوأم غائبا عندما جاء يسوع فقال له التلاميذ رأينا الرب فأجابهم لا أصدق إلا إذا رأيت أثر المسامير في يديه ووضعت إصبعي في مكان المسامير ويدي في جنبه وبعد ثمانية أيام اجتمع التلاميذ في البيت مرة أخرى وتومى معهم فجاء يسوع والأبواب مقفلة ووقف بينهم وقال سلام عليكم ثم قال لتومى هاتي إصبعك إلى هنا وانظر يدي وهاتي يدك وضعها في جنبي ولا تشك بعد الآن بل آمن فأجاب تومى ربي وإلهي فقال له يسوع آمنت يا تومى لأنك رأيتني هنيئا لمن آمن وما رأى وصنع يسوع أمام تلاميذه آيات أخرى غير مدونة في هذا الكتاب أما الآيات المدونة هنا فهي لتؤمن بأن يسوع هو المسيح ابن الله فإذا آمنتم نلتم باسمه الحياة الأصحاح الحادي والعشرون وظهر يسوع لتلاميذه مرة أخرى على شاطئ بحيرة تبرية وكان ذلك حين اجتمع سمعان بطرس وتومى الملقب بالتوأم ونثنائيل الذي من قان الجليل وابن زبدي وتلميذان آخران من تلاميذ يسوع فقال لهم سمعان بطرس أنا ذاهب للصيد فقالوا له ونحن نذهب معك فخرجوا وركبوا القارب ولكنهم في تلك الليلة ما أمسكوا شيئا من السمك وفي الصباح وقف يسوع على الشاطئ فما عرف التلاميذ أنه يسوع فقال لهم أيها الشبان أمعكم شيء يؤكل فأجابوه لا قال لهم ألقوا الشبكة إلى يمين القارب تجد سمكا فألقوا الشبكة وما قدروا أن يخرجوها لكثرة ما فيها من السمك فقال التلميذ الذي كان يحبه يسوع لبطرس هذا هو الرب فلما سمع سمعان بطرس قوله هذا هو الرب لبس ثوبه لأنه كان عريانا وألقى نفسه في الماء وجاء التلميذ الآخرون بالقارب يجرون الشبكة بما فيها من السمك وكانوا لا يبعدون إلا مئتي ذراع عن البر فلما نزلوا إلى البر رأوا جمرا عليه سمك وخبزا فقال لهم يسوع هاتوا من السمك الذي أمسكتموه الآن فصعد سمعان بطرس إلى القارب وجذب الشبكة إلى البر وكانت امتلأت بمئة وثلاث وخمسين سمكة كبيرة من دون أن تتمزق مع هذا العدد الكثير فقال لهم يسوع تعالوا كلوا وما جرأ أحد من التلميذ أن يسأله من أنت لأنهم عرفوا أنه الرب ودن يسوع فأخذ الخبز وناولهم وكذلك ناولهم من السمك هذه مرة ثالثة ظهر فيها يسوع لتلاميذه بعد قيامته من بين الأموات وبعدما أكلوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان بن يحنى أتحبني أكثر مما يحبني هؤلاء فأجاب نعم يا رب أنت تعرف أني أحبك فقال له ارعى خرافي وسأله مرة ثانية يا سمعان بن يحنى أتحبني فأجاب نعم يا رب أنت تعرف أني أحبك فقال له ارعى خرافي وسأله مرة ثالثة يا سمعان بن يحنى أتحبني فحزن بطرس لأن يسوع سأله مرة ثالثة أتحبني فقال يا رب أنت تعرف كل شيء وتعرف أني أحبك قال له يسوع ارعى خرافي الحق الحق أقول لك كنت وأنت شاب تشد حزامك بيديك وتذهب إلى حيث تريد فإذا صرت شيخا مددت يديك وشد غيرك لك حزامك وأخذك إلى حيث لا تريد بهذا الكلام أشار يسوع إلى الميتة التي سيموتها بطرس فيمجد بها الله ثم قال له اتبعني والتفت بطرس فرأى التلميذ الذي كان يحبه يسوع يمشي خلفهما وهو الذي مال على صدر يسوع وقت العشاء وقال له يا سيد من الذي سيسلمك فلما رآه بطرس قال ليسوع يا رب وهذا ما هو مصيره فأجابه يسوع لو شئت أن يبقى إلى أن أجي فماذا يعني اتبعني أنت فشاع بين الإخوة أن هذا التلميذ لا يموت مع أن يسوع ما قال لبطرس إنه لا يموت بل قال له لو شئت أن يبقى إلى أن أجيء فماذا يعنيك وهذا التلميذ هو الذي يشهد بهذه الأمور ويدوينها ونحن نعرف أن شهادته صادقة وهناك أمور كثيرة عملها يسوع لو كتبها أحد بالتفصيل لضاق العالم كله على ما أظن بالكتب التي تحتويها أعمال الرسل الأصحاح الأول دونت في كتابي الأول يا ثوفيلوس جميع ما عمل يسوع وعلم من بدء رسالته إلى اليوم الذي ارتفع فيه إلى السماء بعدما أعطى بالروح القدس وصايا للذين اختارهم رسلا ولهم أظهر نفسه حيا ببراهين كثيرة وتراء لهم مدة أربعين يوما بعد آلامه وكلمهم على ملكوت الله وبينما هو يأكل معهم قال لا تتركوا أوروشاليم بل انتظروا فيها ما وعد به الآب وسمعتموه مني يحنى عمد بالماء وأما أنتم فتتعمدون بالروح القدس بعد أيام قليلة فسأل الرسل يسوع عندما كانوا مجتمعين معه يا رب أفي هذا الزمن تعيد الملكة إلى إسرائيل فأجابهم ما لكم أن تعرفوا الأوقات والأزمنة التي حددها الآب بسلطانه ولكن الروح القدس يحل عليكم ويهبكم القوة وتكونون لي شهودا في أوروشاليم واليهودية كلها والسامرة حتى أقاصي الأرض ولما قال يسوع هذا الكلام ارتفع إلى السماء وهم يشاهدونه ثم حجبته سحابة عن أنظارهم وبينما هم ينظرون إلى السماء وهو يبتعد عنهم ظهر لهم رجلان في ثياب بيضاء وقالا لهم أيها الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء يسوع هذا الذي صعد عنكم إلى السماء سيعود مثل ما رأيتموه ذاهبا إلى السماء فرجع الرسل إلى أوروشاليم من الجبل الذي يقال له جبل الزيتون وهو قريب من أوروشاليم على مسيرة سبت منها ولما دخلوا المدينة صعدوا إلى غرفة في أعلى البيت كانوا يقيمون فيها وهم بطرس ويوحنى ويعقوب وأندراوس وفليبوس وتومة وبرتلومواوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الوطني الغيور ويهوذ بن يعقوب وكانوا يواظبون كلهم على الصلاة بقلب واحد مع بعض النساء ومريم أم يسوع وإخوته وفي تلك الأيام خطب بطرس في الإخوة وكان عدد الحاضرين نحو مائة وعشرين فقال يا إخوتي كان لابد أن يتم ما أنبأ به الروح القدس في الكتاب من قبل بلسان داود على يهوذ الذي جعل نفسه دليلا للذين قبضوا على يسوع كان واحدا منا وله نصيب معنا في هذه الخدمة ثم اشترى بثمن الجريمة حقلا فوقع على رأسه وانشق من وسطه وادلقت أمعاؤه كلها وعرف ذلك سكان أرشليم كلهم حتى تسمى هذا الحقل في لغتهم حقل دم أي حقل الدم فكتاب المزامير يقول لتصر داره خرابا ولا يكون فيها ساكن ويقول أيضا ليأخذ وظيفته آخر ونحن فينا رجال رافقون طوال المدة التي قضاها الرب يسوع بيننا منذ أن عمده يحنى إلى يوم ارتفع عنه فيجب أن نختار واحدا منهم ليكون شاهدا معنا على قيامة يسوع فاقترح الإخوة اثنين منهم هما يوسف المدعو برسابة الملقب بيوستوس ومتي ياس ثم صلوا فقالوا يا رب أنت تعرف ما في القلوب أظهر لنا من اخترت من هذين الرجلين ليقوم بالخدمة والرسالة مقام يهوذ الذي تركهما ومضى ليلقى مصيره ثم اقترعوا فأصابت القرعة متي ياس فانضم إلى الرسل الأحد عشر الأصحاح الثاني ولما جاء اليوم الخمسون كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد فخرج من السماء فجأة دوي كريح عاصفة فملأ البيت الذي كانوا فيه وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار فانقسمت ووقف على كل واحد منهم لسان فامتلأوا كلهم من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على قدر ما منحهم الروح القدس أن ينطقوا وكان في أرشاليم أناس أتقياء من اليهود جاءوا من كل أمة تحت السماء فلما حدث ذلك الصوت اجتمع الناس وهم في حيرة لأن كل واحد منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغته فاحتاروا وتعجبوا وقالوا أما هؤلاء المتكلمون كلهم من الجليل فكيف يسمعهم كل واحد منا بلغة بلده نحن من برثية ومادية وعلامة وما بين النهرين واليهودية وكبادوكية وبنتصة وأسية وفريجية وبنفلية ومصر ونواحي ليبية المجاورة لقيرين ورومانيون مقيمون هنا وكريتيون وعرب يهود ودخلاء ومع ذلك نسمعهم يتكلمون بلغاتنا على أعمال الله العظيمة وكانوا كلهم حائرين مذهولين يقول بعضهم لبعض ما معنى هذا؟ لكن آخرين كانوا يقولون ساخرين أسكرتهم الخمر فوقف بطرس مع التلاميذ الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم أيها اليهود ويا جميع المقيمين في أوروشاليم أصغوا إلى كلامي واعلموا هذا ما هؤلاء سكارة كما تظنون فنحن بعد في التاسعة صباحا وما هذا إلا ما قاله النبي يؤيل قال الله في الأيام الأخيرة أفيد من روحي على جميع البشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما وعلى عبيد رجالا ونساء أفيد من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون كلهم وأعملوا عجائب فوق في السماء ومعجزات تحت في الأرض يكون دم ونار ودخان كثيف وتصير الشمس ظلاما والقمر دما قبل أن يجيء اليوم البهي العظيم يوم الرب فمن دع باسم الرب يخلص يا بني إسرائيل اسمعوا هذا الكلام كان يسوع الناصري رجلا أيده الله بينكم بما أجرى على يده من العجائب والمعجزات والآيات كما أنتم تعرفون وحين أسلم إليكم بمشيئة الله المحتومة وعلمه السابق صلبتموه وقتلتموه بأيدي الكافرين ولكن الله أقامه وحطم قيود الموت فالموت لا يمكن أن يبقيه في قبضته لأن داود يقول فيه رأيت الرب معي في كل حين فهو عن يميني لألا أطرب لذلك فرح قلبي وهلل لساني وجسدي سيرقد على رجاء لأنك لا تتركني في عالم الأموات ولا تدع قدوسك يرى الفساد هديتني طريق الحياة وستملأني سرورا برؤية وجهك أيها الإخوة دعوني أقول لكم جهارا مات أبون داود ودفن وقبره هنا عندنا إلى هذا اليوم وكان نبيا فعرف أن الله حلف له يمينا أن من نسله يقيم من يستوي على عرشه ورأى داود من قبل قيامة المسيح وتكلم عليها فقال ما تركه الله في عالم الأموات ولا نال من جسده الفساد فيسوع هذا أقامه الله ونحن كلنا شهود على ذلك فلما رفعه الله بيمينه إلى السماء نال من الآب الروح القدس الموعود به فأفاضه علينا وهذا ما تشاهدون وتسمعون فداود ما صعد إلى السماء وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك فليعلم بنو إسرائيل كلهم علم اليقين أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا فلما سمع الحاضرون هذا الكلام وخزتهم قلوبهم فقالوا لبطرس وسائر الرسل ماذا يجب علينا أن نعمل أيها الإخوة فقال لهم بطرس توبوا وليتعمد كل واحد منكم باسم يسوع المسيح فتغفر خطياكم وينعم عليكم بالروح القدس لأن الوعد لكم ولأولادكم ولجميع البعيدين بقدر ما يدعو منهم الرب إلهنا وكان بطرس يناشدهم ويعظهم بكلام آخر ويقول تخلصوا من هذا الجيل الفاسد فالذين قبلوا كلامه تعمدوا فانضم في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف نفس وكانوا يداومون على الاستماع إلى تعليم الرسل وعلى الحياة المشتركة وكسر الخبز والصلاة وتمت عجائب وآيات كثيرة على أيدي الرسل فاستولى الخوف على جميع النفوس وكان المؤمنون كلهم متحدين يجعلون كل ما عندهم مشتركا بينهم يبيعون أملاكهم وخيراتهم ويتقاسمون ثمنها على قدر حاجة كل واحد منهم وكانوا يلتقون كل يوم في الهيكل بقلب واحد ويكسرون الخبز في البيوت ويتناولون الطعام بفرح وبساطة قلب ويسبحون الله وينالون رضا الناس كلهم وكان الرب كل يوم يزيد عدد الذين أنعمى عليهم بالخلاص الأصحاح الثالث وصعد بطرس ويحنى إلى الهيكل لصلاة الساعة الثالثة بعد الظهر فإذا بعض الناس يحملون رجلا كسيحا منذ مولده وكانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل المعروف بالباب الجميل ليستعطي الداخلين فلما رأى بطرس ويحنى يدخلان الهيكل طلبا أن يتصدقا عليه فتفرسا فيه ثم قال له بطرس انظر إلينا فنظر إليهما متوقعا أن ينال شيئا فقال له بطرس لا فضة عندي ولا ذهب ولكني أعطيك ما عندي باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي وأمسكا بيده اليمنى وأنهضاه فاجتدت قدماه وكعباه في الحال فقام واتبا وأخذ يمشي ودخل الهيكل معهما ماشيا قافزا يمجد الله وشاهده الناس كلهم يمشي ويمجد الله فعرفوا أنه هو الشحاد الذي كان يقعد عند الباب الجميل فامتلأوا حيرة وعجبا مما جرى له وبينما الرجل يلازم بطرس ويحنى تدافع الناس كلهم في حيرة نحو الرواق الذي يقال له رواق سليمان فلما رأاهم بطرس على هذه الحال قال لهم يا بني إسرائيل ما بالكم تتعجبون مما جرى ولماذا تنظرون إلينا كأننا بقدرتنا أو تقوانا جعلنا هذا الرجل يمشي إله إبراهيم واصحاق ويعقوب إله آبائنا هو الذي مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه إلى أعدائه وأنكرتموه أمام بلاطس وكان عزم على إخلاء سبيله نعم أنكرتم القدوس البار وطلبتم العفو عن قاتل فقتلتم منبع الحياة ولكن الله أقامه من بين الأموات ونحن شهود على ذلك وبفضل الإيمان باسمه عادت القوة إلى هذا الرجل الذي ترونه وتعرفونه فالإيمان بيسوع هو الذي جعله في كمال الصحة أمام أنظاركم جميعا أنا أعرف أيها الإخوة أن ما فعلتم أنتم ورؤساؤكم بيسوع كان عن جهل فأتم اللهم أوحى إلى جميع أنبيائه وهو أن مسيحه سيتألم فتوبوا وارجعوا تغفر خطاياكم فتجيء أيام الفرج من عند الرب حين يرسل إليكم المسيح الذي سبق أن عينه لكم أي يسوع الذي يجب أن يبقى في السماء إلى أن يحين زمن تجديد كل شيء مثل ما أعلن الله من قديم الزمان بلسان أنبيائه الأطهار فإن موسى قال سيقيم الرب إلهكم من بين إخوتكم نبيا مثلي فاسمعوا له في كل ما يقوله لكم ومن لا يسمع لهذا النبي يطلع من بين الشعب والأنبياء كلهم من سموئيل إلى الذين جاءوا بعده تكلموا فأنبأوا هم أيضا بمجيء هذه الأيام فأنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عقده الله لآبائكم حين قال لإبراهيم بنسلك أبارك كل شعوب الأرض فلكم أولا أقام الله فتاه وأرسله بركة لكم ترد كل واحد منكم عن شروره الأصحاح الرابع وبينما بطرس ويحنى يخطبان في الشعب جاء إليهما الكهنة ورئيس حرس الهيكل والصدقيون وهم مستاؤون لأنهما كانا يعلمان الشعب ويعلنان قيامة الأموات بقيامة يسوع فأمسكوهما وحبسوهما إلى الغد لأنه جاء المساء وآمن كثير من الذين سمعوا الكلمة فبلغ عدد المؤمنين من الرجال نحو خمسة ألاف وفي الغد اجتمع في أرشليم رؤساء اليهود والشيوخ ومعلمو الشريعة وحنان رئيس الكهنة وقيافا ويحنى وإسكندر وأبناء رؤساء الكهنة كلهم ثم استدعوا بطرس ويحنى وسألوهما بأي سلطة أو بأي اسم عملتما هذا فأجابهم بطرس وهو ممتلئ من الروح القدس يا رؤساء الشعب ويا أيها الشيوخ إذا كنتم تسألوننا اليوم عن الإحسان إلى مريض لتعرفوا كيف شفي فاعلموا جميعا وليعلم شعب إسرائيل كله أن هذا الرجل يقف هنا أمامكم صحيحا معافا باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم وأقامه الله من بين الأموات هذا هو الحجر الذي رفطموه أيها البناءون فصار رأس الزاوية لا خلاص إلا بيسوع فما من اسم آخر تحت السماء وهبه الله للناس نقدر به أن نخلص فلما رأى أعضاء المجلس جرأة بطرس ويحنى تعجبوا لأنهم عرفوهما أميين من عامة الناس ولكنهم علموا أنهما كانا قبلا مع يسوع وهم إلى ذلك يشاهدون الرجل الذي شفي واقفا قربهما فما كان لهم ما يجادلون فيه فأمروهما أن يخرجا من المجلس ثم تشاوروا وقالوا ماذا نفعل بهذين الرجلين فكل سكان أوروشليم يعرفون أن هذه الآية المبينة تمت على أيديهما فلا نقدر أن ننكرها ولكن لألا يزداد انتشار هذا الخبر بين الشعب فلننذرهما بأن لا يعودا إلى ذكر اسم يسوع أمام أحد ثم استدعوهما وأمروهما أن لا ينطقا أو يعلما باسم يسوع فقال لهم بطرس ويحنى أنتم أنفسكم أحكموا هل الحق عند الله أن نطيعكم أم أن نطيع الله أما نحن فلا يمكننا إلا أن نتحدث بما رأينا وسمعنا فأنذروهما ثانية ولكنهم حاروا كيف يعاقبونهما فأخلوا سبيلهما خوفا من الشعب فالناس كلهم كانوا يمجدون الله على ما جرى لأن الرجل الذي نال هذا الشفاء العجيب جاوز حد الأربعين ولما أخلى المجلس سبيل بطرس ويحنى رجعا إلى رفاقهما وأخبراهم بكل ما قال لهما رؤساء الكهنة والشيوخ وعندما سمعوا ذلك رفعوا أصواتهم إلى الله بقلب واحد فقالوا يا رب يا خالق السماء والأرض والبحر وكل شيء فيها أنت قلت بلسان أبينا داود عبدك بوحي من الروح القدس لماذا هاجت الأمم وتآمرت الشعوب باطلا؟ قام ملوك الأرض وتحالف الرؤساء كلهم على الرب ومسيحه نعم تحالف في هذه المدينة هيرودوس وبنطيوس بيلاطوس وبن إسرائيل والغرباء على فتاك القدوس يسوع الذي جعلته مسيحا فعمل ما سبق أنقضت يدك ومشيئتك أن يكون فانظر الآن يا رب إلى تهديداتهم وامنحنا نحن عبيدك أن نعلن كلمتك بكل جرأة مد يدك لتأتيها بالشفاء والآيات والعجائب باسم فتاك القدوس يسوع وبينما هم يصلون اهتز المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأوا كلهم من الروح القدس فأخذوا يعلنون كلمة الله بجرأة وكان جماعة المؤمنين قلبا واحدا وروحا واحدة لا يدعي أحد منهم ملك ما يخصه بل كانوا يتشاركون في كل شيء لهم وكان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع تؤيدها قدرة عظيمة وكانت النعمة وافرة عليهم جميعا فما كان أحد منهم في حاجة لأن الذين يملكون الحقول أو البيوت كانوا يبيعونها ويجيئون بثمن المبيع فيلقونه عند أقدام الرسل ليوزعوه على قدر احتياج كل واحد من الجماعة وهكذا عمل يوسف وهو لاوي قبرصي الأصل لقبه الرسل ببرنابة أي ابن التعزية فباع حقلا يملكه وجاء بثمنه وألقاه عند أقدام الرسل الأصحاح الخامس ولكن رجلا اسمه حنانية باع ملكا له بموافقة امرأته سفيرة فاحتفظ بقسم من الثمن بعلب منها وجاء بالقسم الآخر وألقاه عند أقدام الرسل فقال له بطرس يا حنانية لماذا استولى الشيطان على قلبك فكذبت على الروح القدس واحتفظت بقسم من ثمن الحقل أما كان الحقل كله يبقى لك لو أبقيته ولما بعته أما كان لك أن تختفظ بثمنه فكيف نويت في قلبك هذا العمل أنت كذبت على الله لا على الناس فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ميتا فملأ الخوف جميع الذين سمعوا بذلك وقام بعض الشبان فكفنوه وحملوه إلى الخارج ودفنوه وبعد نحو ثلاث ساعات دخلت امرأته وهي لا تعرف ما جرى فسألها بطرس قولي لي أبهذا الثمن بعتمال حقل؟ أجابت نعم بهذا الثمن فقال لها بطرس لماذا اتفقت ما على تجربة روح الرب؟ هذه أقدام الذين دفنوا زوجك على الباب وسيحملونك أنت أيضا فوقعت في الحال عند قدمي بطرس وماتت فدخل الشبان ووجدوها ميتة فحملوها ودفنوها بجانب زوجها فاستولى خوف شديد على الكنيسة كلها وعلى جميع الذين عرفوا هذه الأخبار وجرى على أيدي الرسل بين الشعب كثير من العجائب والآيات وكانوا يجتمعون بقلب واحد في رواق سليمان وما تجاسر أحد أن يخالطهم بل كان الشعب يعظمهم وتكاثر عدد المؤمنين بالرب من الرجال والنساء حتى إنهم كانوا يحملون مرضاهم إلى الشوارع ويضعونهم على الأسرة والفرش حتى إذا مر مطرس يقع ولو ظله على أحد منهم وكانت جموع الناس تجيء إلى أرشليم من المدن المجاورة تحمل المرضى والذين فيهم أرواح نجسة فيشفون كلهم واشتدت نقمة رئيس الكهنة وأتباعه من شيعة الصدوقيين فأمسك الرسل وألقوهم في السجن العام ولكن ملاك الرب فتح أبواب السجن في الليل وأخرج الرسل وقال لهم اذهبوا إلى الهيكل وبشروا الشعب بتعاليم الحياة الجديدة فسمعوا له ودخلوا الهيكل عند الفجر وأخذوا يعلمون فجاء رئيس الكهنة وأتباعه وجمعوا المجلس وشيوخ الشعب وأمروا بإحضار الرسل من السجن فذهب الحرس إلى السجن فما وجدوهم هناك فرجعوا إلى المجلس وقالوا وجدنا السجن مغلقا جيدا والحرس واقفين على الأبواب فلما فتحناه ما وجدنا فيه أحدا فحار قائد حرس الهيكل ورؤساء الكهنة عندما سمعوا هذا الكلام وتساءلوا كيف جرى هذا فدخل عليهم رجل وقال لهم ها هم الرجال الذين ألقيتموهم في السجن يعلمون الشعب في الهيكل فذهب قائد الحرس مع رجاله وجاءوا بالرسل من غير عنف لأنهم خافوا أن يرجمهم الشعب فلما أدخلوا الرسل إلى المجلس قال لهم رئيس الكهنة أمرناكم بشدة أن لا تعلموا بهذا الاسم فملأتم أوروشالين بتعليمكم وتريدون أن تلقوا المسئولية علينا في دم هذا الرجل فأجابهم بطرس والرسل يجب أن نطيع الله لا الناس إله آبائنا أقام يسوع الذي علقتموه على خشبة وقتلتموه فهو الذي رفعه الله بيمينه وجعله رئيسا ومخلصا ليمنح شعب إسرائيل التوبة وغفران الخطايا ونحن شهود على هذا كله وكذلك يشهد الروح القدس الذي وهبه الله للذين يطيعونه فلما سمع أعضاء المجلس هذا الكلام غضبوا كثيرا وعزموا على قتلهم ولكن واحدا منهم اسمه غملائيل وهو فرسي من معلمي الشريعة يحترمه الشعب كله أمر بإخراج الناس قليلا ثم قال لأعضاء المجلس يا بني إسرائيل إياكم ما أنتم عازمون أن تفعلوا بهؤلاء الرجال قام فداس قبل هذه الأيام وادعى أنه رجل عظيم فتبعه نحو أربعمائة رجل ولكنه قتل وتفرق جميع أدباعه وزال أثرهم ثم قام يهوذ الجليلي في زمن الإحصاء فجر وراءه جماعة من الناس فهلق أيضا وتشتت جميع الذين أطاعوه والآن أقول لكم أتركوا هؤلاء الرجال وشأنهم ولا تهتموا بهم لأن ما يبشرون به أو ما يعلمونه يزول إذا كان من عند البشر أما إذا كان من عند الله فلا يمكنكم أن تزيلوه لألا تصير أعداء الله فوافقه جميع أعضاء المجلس على رأيه ودعوا الرسل فجلدوهم وأمروهم أن لا يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوهم فخرج الرسل من المجلس فرحين لأن الله وجدهم أهلا لقبول الإهانة من أجل اسم يسوع وكانوا يعلمون كل يوم في الهيكل وفي البيوت ويبشرون بأن يسوع هو المسيح الأصحاح السادس وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل فاختاروا استفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس وفي لبوس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاقي صار يهوديا ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أوروشاليم واستجاب للإيمان كثير من الكهنة وكان استفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية وأخذوا يجادلون استفانوس ولكن الروح أعطى استفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته فرشوا بعض الناس ليقولوا سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس وأحضروا شهود زور يقولون هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة ونحن سمعناه يقول سيهدم يسوع النصري هذا المكان ويغير التقاليد التي ورثناها عن موسى فنظر إليه جميع الحاضرين في المجلس فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك الأصحاح السابع فقال رئيس الكهنة لإستفانوس هذا صحيح؟ فأجاب اسمعوا أيها الإخوة والأباء ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران وقال له اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن من غير أن يعطيه فيها ميرافا أو موضع قدم إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده مع أنه ما كان له ولد وقال الله سيسكن نسلك في بلاد غريبة فيكونون عبيداً ويعانون الظل مدة أربعمائة سنة وقال الله ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدون هنا في هذا المكان وأعطى الله إبراهيم عهد الختان فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم الثامن وختن إسحاق يعقوب ويعقوب ختن الأباء الاثنى عشر وحسد الأباء الأولون يوسف فباعوه فجيء به إلى مصر وكان الله معه فخلصه من جميع مصائبه ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر فولاه فرعون على مصر وعلى قصره ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد فاحتاج أباؤنا إلى القوت وسمع يعقوب أن في مصر قمحا فأرسل أباءنا إلى هناك أول مرة وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته وكانوا خمسة وسبعين شخصا فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون وفي تلك الأيام ولد موسى وكان جميلا جدا فتربى ثلاثة أشهر في بيت أبيه ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته فتعلم حكمة المصريين كلها وكان مقتدرا في القول والعمل ولما بلغ الأربعين خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده فما فهموا ورأى في الغد اثنين منهم يتقاتلان فدعاهما إلى الصلح وقال أيها الرجلان أنتما أخوان فلماذا يؤذي أحدكما الآخر فدفعه المعتد منهما على قريبه وقال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض ميديان وهناك ولد ابنين وبعد أربعين سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في علايقة تشتعل فيها النار فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤية وتقدم لينظر عن قرب فنداه صوت الرب أنا إله أبائك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر فقال له الرب اخلع حذائك لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينه فنزلت لأخلصه فتعال أرسلك إلى مصر فموسى الذي أنكره شعبه وقال له من جعلك رئيسا وقاضيا علينا هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة أربعين سنة وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء فطلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا ولكن أبائنا رفضوا أن يطيعوه فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر فقالوا لهارون اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل وأقدموا له الذبائح وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء يا بني إسرائيل هل قدمتم إلي الذبائح والقربين مدة أربعين سنة في البرية لا بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رنفان أصناما صنعتموها للعبادة فسأنفيكم إلى موراء بابل وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع وبقيت هناك إلى أيام داود ونال داود رضا الله فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي كما قال النبي يقول الرب السماء عرشي والأرض موطئ قدمي أي بيت تبنون لي بل أين مكان راحتي أما صنعت يداي هذا كله يا قسات الرقاب والقلوب ويا صم الأذان أنتم مثل أبائكم ما زلتم تقاومون الروح القدس أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيض قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله فقال أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا أدانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة فأخرجوه من المدينة ليرجموه وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتن اسمه شاول وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول أيها الرب يسوع تقبل روحي وسجد وصاح بأعلى صوته يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة قال هذا ومات الأصحاح الثامن وكان شاول موافقا على قتل استفانوس وبدأت كنيسة أوروشاليم تعاني اضطهادا شديدا فتشتت المؤمنون كلهم ما عدا الرسل في نواحي اليهودية والسامرة ودفن بعض الأتقياء استفانوس وأقاموا له مناحة عظيمة وكان شاول يسعى إلى خراب الكنيسة فيذهب من بيت إلى بيت ويخرج منه الرجال والنساء ويلقيهم في السجن وأخذ المؤمنون الذين تشتتوا ينتقلون من مكان إلى آخر مبشرين بكلام الله فنزل فيلوبوس إلى مدينة في السامرة وبدأ يبشر فيها بالمسيح وأصغط الجموع بقلب واحد إلى أقواله لأنها سمعت بعجائبه أو شهادتها فكانت الأرواح النجسة تخرج من أناس كثيرين وهي تصرخ بصوت شديد ونال الشفاء كثير من المفلوجين والعرج فعمى المدينة فرح عظيم وكان في المدينة ساحر اسمه سمعان فتن السامريين من قبل بأعمال السحر وادعى أنه رجل عظيم فكانوا يتبعونه جميعا من صغيرهم إلى كبيرهم ويقولون هذا الرجل هو قدرة الله التي ندعوها العظيمة وكانوا يتبعونه لأنه فتنهم بأسليب سحره من زمن طويل فلما بشرهم فيلوبوس بملكوت الله واسم يسوع المسيح آمنوا وتعمد رجالهم ونساؤهم وآمن سمعان أيضا فتعمد ولازم فيلوبوس يرى ما يصنعه من الآيات والمعجزات العظيمة فتأخذه الحيرة وسمع الرسل في أرشليم أن السامريين قبلوا كلام الله فأرسلوا إليهم بطرسا ويوحنة فلما وصلا إلى السامرة صليا لهم حتى ينالوا الروح القدس لأنه ما كان نزل بعد على أحد منهم إلا أنهم تعمدوا باسم الرب يسوع فوضعا أيديهما عليهم فنالوا الروح القدس فلما رأى سمعان أن الله منحهم الروح القدس عندما وضع بطرس ويوحنى أيديهما عليهم عرض عليهما بعض المال وقال لهما أعطياني أنا أيضا هذه السلطة لينال الروح القدس كل من أضع عليه يديه فقال له بطرس إلى جهنم أنت ومالك لأنك ظننت أنك بالمال تحصل على هبة الله لا حصة لك في عملنا ولا نصيب لأن قلبك عند الله غير سليم فتب من شرك وتوسل إلى الرب لعله يغفر لك ما خطر في بالك فأنا أراك في مرارة العلقم وشرك الخطيئة فأجاب سمعان توسل إلى الرب من أجله لألا يصيبني شيء مما ذكرتما أما بطرس ويوحنى فبعدما أديا الشهادة وأعلنا كلام الرب رجعا إلى أرشليم وهما يبشران قرى كثيرة في السامرة وكلم ملاك الرب في لبس فقال له قم اذهب نحو الجنوب في الطريق المنحدرة من أرشليم إلى غزة وهي مغفرة فقام في لبس ومضى وفي الطريق صادف رجلا من الحبشة وزيرا من خسيان كنداكا ملكة الحبش وخازن جميع أموالها وهو جاء إلى أرشليم للعبادة وكان راجعا وهو جالس في مركبته يقرأ النبي إشعيا فقال الروح لفي لبس تقدم حتى تلحق هذه المركبة فأسرع إليها في لبس فسمع الرجل يقرأ النبي إشعيا فقال له أتفهم ما تقرأ؟ فأجاب كيف أفهم ولا أحد يشرح لي ورجى من في لبس أن يصعد ويجلس معه وكانت الفقرة التي يقرأها من الكتاب هي هذه كنعجة سيكة إلى الذبح كحمل صامت بين يدي من يجزه هكذا لا يفتح فمه أذلوه وسلبوه حقه حياته زالت عن الأرض فمن يخبر عن ذريته؟ فقال الرجل لفي لبس أخبرني من يعني النبي بهذا الكلام؟ أي يعني نفسه؟ أم شخصا آخر؟ فبدأ في لبس من هذه الفقرة في الكتاب يبشره بيسوع وبينما هما في الطريق وصلا إلى مكان فيه ماء فقال الرجل لفي لبس هنا ماء فما يمنع أن أتعمد؟ فأجابه في لبس يمكنك أن تتعمد إن كنت تؤمن من كل قلبك فقال الرجل أؤمن بأن يسوع المسيح هو ابن الله ثم أمر بأن تقف المركبة ونزل هو وفي لبس إلى الماء فعمده في لبس ولما خرج من الماء خطف روح الرب في لبس فغاب عن نظر الرجل فمضى في طريقه فرحا وأما في لبس فوجد نفسه في أشدود ثم سار مبشرا في المدن كلها حتى وصل إلى قيصرية الأصحاح التاسع أما شاول فكان ينفث صدره تهديدا وتقتيلا لتلاميذ الرب فذهب إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى مجامع دمشق ليعتقل الرجال والنساء الذين يجدهم هناك على مذهب الرب ويجيء بهم إلى أوروشاليم وبينما هو يقترب من دمشق سطع حوله بغتة نور من السماء فوقع إلى الأرض وسمع صوتا يقول له شاول شاول لماذا تطهدني فقال شاول من أنت يا رب فأجابه الصوت أنا يسوع الذي أنت تطهده صعب عليك أن تقاومني فقال وهو مرتعب خائف يا رب ماذا تريد أن أعمل فقال له الرب قم وادخل المدينة وهناك يقال لك ما يجب أن تعمل وأما رفاق شاول فوقفوا حائرين يسمعون الصوت ولا يشاهدون أحدا فنهض شاول عن الأرض وفتح عينيه وهو لا يبصر شيئا فقادوه بيده إلى دمشق فبقي ثلاثة أيام مكفوف البصر لا يأكل ولا يشرب وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانية فناداه الرب في الرؤية يا حنانية أجابه نعم يا رب فقال له الرب قم اذهب إلى الشارع المعروف بالمستقيم واسأل في بيت يهوذ عن رجل من طرصوس اسمه شاول وهو الآن يصلي فيرى في الرؤية رجلا اسمه حنانية يدخل ويضع يديه عليه فيبصر فأجابه حنانية يا رب أخبرني كثير من الناس كم أساء هذا الرجل إلى قدسيك في أوروشاليم وهو هنا الآن ولاه سلطة من رؤساء الكهنة أن يعتقل كل من يدعو باسمك فقال له الرب اذهب لأني اخترته رسولا لي يحمل اسمي إلى الأمم والهلوك وبني إسرائيل وسأريه كم يجب أن يتحمل من الآلام في سبيل اسمي فذهب حنانية ودخل البيت ووضع يديه على شاول وقال يا أخي شاول أرسلني إليك الرب يسوع الذي ظهر لك وانت في الطريق التي جئت منها حتى يعود البصر إليك وتمتلئ من الروح القدس فتساقط من عينيه ما يشبه القشور وعاد البصر إليه فقام وتعمد ثم أكل فعادت إليه قواه وأقام شاول بضعة أيام مع التلاميذ في دمشق ثم سارع إلى التبشير في المجامع بأن يسوع هو ابن الله فكان السامعون يتعجبون ويقولون أما كان هذا الرجل في أرشليم يضطهد كل من يدعو بهذا الاسم؟ وهل جاء إلى هنا إلا ليعتقلهم ويعود بهم إلى رؤساء الكهنة؟ لكن شاول كان يزداد قوة في تبشيره فأثار الحيرة في عقول اليهود المقيمين في دمشق بحججه الدامغة على أن يسوع هو المسيح وبعد مدة من الزمن وضع اليهود خطة ليقتلوه فوصل خبرها إليه وكانوا يراقبون أبواب المدينة ليل نهار ليغتالوه فأخذه التلاميذ ليلا ودلوه من السور في قفة ولما وصل شاول إلى أرشليم حاول أن ينضم إلى التلاميذ فكانوا كلهم يخافون منه ولا يصدقون أنه تلميذ فجاء به برنابا إلى الرسل وروى لهم كيف رأى شاول الرب في الطريق وكلمه الرب وكيف بشر بشجاعة باسم يسوع في دمشق فأخذ يروح ويجيء مع التلاميذ في أرشليم يبشر بشجاعة باسم الرب وكان يخاطب اليهود المتكلمين باللغة اليونانية ويجادلهم فحاولوا أن يقتلوه فلما عرف الإخوة بالأمر أنزلوه إلى قيسرية وأرسلوه منها إلى ترصوس وأخذت الكنيسة في جميع اليهودية والجليل والسامرة تنعم بالسلام وكانت تنمو وتسير في خوف الرب وتتكاثر بمعونة الروح القدس وكان بطرس يسير في كل مكان فجاء إلى الإخوة القديسين المقيمين في لدة فلقي فيها رجلا اسمه إنياس وكان كسيحا يلزم الفراش من ثماني سنوات فقال له بطرس يا إنياس شفاك يسوع المسيح فقم ورتب فراشك بيدك فقام في الحال ورعاه جميع سكان لدة وشارون فاهتدوا كلهم إلى الرب وكان في يافا تلميذة اسمها طابيثة وباليونانية دوروكاس أي غزالة تصرف كل وقتها في الأعمال الصالحة وإعانة المحتاجين فمرضت في ذلك الوقت وماتت فغسلوها ووضعوها في الغرفة العليا ولأن لدة قريبة من يافا عرف التلاميذ أن بطرس فيها فأرسلوا إليه رجلين يقولان له تعال إلينا ولا تتأخر فقام بطرس مسرعا ورجع معهما إلى يافا فلما وصل صعدوا به إلى الغرفة العليا فاستقبلته الأرامل باكيات يرينه القمصان والثياب التي خاطتها دوروكاس عندما كانت معهن على قيد الحياة فأخرج بطرس الناس كلهم وسجد وصل ثم التفت إلى الجثة وقال طابيثة قومي ففتحت عينيها ولما رأت بطرس جلست فمد يده إليها وأنهضها ثم دعا الإخوة القديسين والأرامل وأحضرها حية فانتشر الخبر في يافا كلها فآمن بالرب عدد كبير من الناس وأقام بطرس عدة أيام في يافا عند دباغ اسمه سمعان الأصحاح العاشر وكان في قيصرية رجل اسمه كورنيليوس ضابط من الفرقة الإيطالية في الجيش كان تقيا يخاف الله هو وجميع أهل بيته ويحسن إلى الشعب بسخاء ويداوم على الصلاة لله فرأى نحو الساعة الثالثة من النهار في رؤية واضحة ملاك الله يدخل عليه ويناديه يا كورنيليوس فنظر إليه في خوف وقال ما الخبر يا سيدي فقال له الملاك صعدت صلواتك وأعمالك الخيرية إلى الله فتذكرك فأرسل الآن رجالا إلى يافا وجئ بسمعان الذي يقال له بطرس فهو نازل عند دباغ اسمه سمعان وبيته على شاطئ البحر فلما انصرف الملاك الذي كان يكلمه دعا اثنين من خدمه وجنديا تقيا من أخصائه وأخبرهم بكل ما جرى وأرسلهم إلى يافا فساروا في الغد وبينما هم يقتربون من يافا صعد بطرس إلى السطح نحو الظهر ليصلي فجاع وأراد أن يأكل ولما أخذوا يهيئون له الطعام وقع في غيبوبة فرأى السماء مفتوحة وشيئا يشبه قطعة قماش كبيرة معقودة بأطرافها الأربعة تتدلى إلى الأرض وكان عليها من جميع دواب الأرض وزحافاتها وطيور السماء وجاءه صوت يقول له يا بطرس قم اذبح وكل فقال بطرس لا يا رب ما أكلت في حياتي نجسا أو دنسا فقال له الصوت ثانية ما طهره الله لا تعتبره أنت نجسا وحدث هذا ثلاث مرات ثم ارتفع الشيء في الحال إلى السماء وبينما بطرس في حيرة يسائل نفسه ما معنى هذه الرؤية التي رآها كان الرجال الذين أرسلهم كورنيليوس سألوا عن بيت سمعان ووقفوا بالباب ونادوا المستخبرين هل سمعان الذي يقال له بطرس نازل هنا؟ كان بطرس لا يزال يفكر في الرؤية فقال له الروح هنا ثلاثة رجال يطلبونك فقم وانزل إليهم واذهب معهم ولا تخف لأني أنا أرسلتهم فنزل بطرس وقال لهم أنا هو الذي تطلبونه لماذا جئتم؟ أجابوا أرسلنا الضابط كورنيليوس وهو رجل صالح يخاف الله ويشهد على فضله جميع اليهود لأن ملاكا طاهرا أبلغه أن يجيء بك إلى بيته ليسمع ما عندك من كلام فدعاهم بطرس وأنزلهم عنده وفي الغد قام وذهب معهم يرافقه بعض الإخوة من يافا فوصل إلى قيصرية في اليوم التالي وكان كورنيليوس ينتظرهم مع الذين دعاهم من أنسبائه وأخص أصدقائه فلما دخل بطرس استقبله كورنيليوس وارتمى ساجدا له فأنهضه بطرس وقال له قم ما أنا إلا بشر مثلك ودخل وهو يحادثه فوجد جمعا كبيرا من الناس فقال لهم تعرفون أن اليهودية لا يحل له أن يخالط أجنبيا أو يدخل بيته لكن الله أراني أن لا أحسب أحدا من الناس نجسا أو دنسا فلما دعوتموني جئت من غير اعتراض فأسألكم لماذا دعوتموني فقال كورنيليوس كنت من أربعة أيام أصلي في بيتي عند الساعة الثالثة بعض الظهر فرأيت رجلا عليه ثياب براقة يقف أمامي ويقول لي يا كورنيليوس سمع الله صلواتك وذكر أعمالك الخيرية فأرسل إلى يافا واستدعي سمعان الذي يقال له بطرس فهو نازل في بيت سمعان الدباغ على شاطئ البحر فأرسلت إليك في الحال وأنت أحسنت في مجيئك ونحن الآن جميعا في حضرة الله لنسمع كل ما أمرك به الرب فقال بطرس أرى أن الله في الحقيقة لا يفضل أحدا على أحد فمن خافه من أية أمة كانت وعمل الخير كان مقبولا عنده أرسل كلمته إلى بني إسرائيل يعلن بشارة السلام بيسوع المسيح الذي هو رب العالمين وأنتم تعرفون ما جرى في اليهودية كلها ابتداء من الجليل بعد المعمودية التي دعا إليها يوحنة وكيف مسح الله يسوع الناصري بالروح القدس والقدرة فسار في كل مكان يعمل الخير ويشفي جميع الذين استولى عليهم إبليس لأن الله كان معه ونحن شهود على كل ما عمل من الخير في بلاد اليهود وفي أرشلين ونحن شهود على كل ما عمل من الخير في بلاد اليهود وفي أرشلين وهو الذي صلبوه وقتلوه ولكن الله أقامه في اليوم الثالث وأعطاه أن يظهر لا للشعب كله بل للشهود الذين اختارهم الله من قبل أي لنا نحن الذين أكلوا وشربوا معه بعد قيامته من بين الأموات وأوصان أن نبشر الشعب ونشهد أن الله جعله ديانا للأحياء والأموات وله يشهد جميع الأنبياء بأن كل من آمن به ينال باسمه غفران الخطايا وبينما بطرس يتكلم نزل الروح القدس على جميع الذين يسمعون كلامه فتعجب أهل الختان الذين رافقوا بطرس حين رأوا أن الله أفاض هبة الروح القدس على غير اليهود أيضا لأنهم سمعوهم يتكلمون بلغات غير لغتهم ويعظمون الله فقال بطرس هؤلاء الناس نالوا الروح القدس مثلنا نحن فمن يمكنه أن يمنع عنهم ماء المعمودية وأمرهم بأن يتعمدوا باسم يسوع المسيح فدعوه إلى أن يقيم عندهم بضعة أيام الأصحاح الحادي عشر سمع الرسل والإخوة في اليهودية أن غير اليهود أيضا قبلوا كلام الله فلما صعد بطرس إلى أوروشاليم خاصمه أهل الختان وقالوا له دخلت إلى قوم غير مخدونين وأكلت معهم فروى لهم بطرس كل ما جرى له قال كنت أصلي في مدينة يافا فرأيت في الغيبوبة رؤية فإذا شيء مثل قطعة قماش كبيرة معقودة بأطرافها الأربعة يتدل من السماء حتى وصل إليه ونظرت إليه جيدا فرأيت عليه دواب الأرض والوحوش والزحفات وطيور السماء وسمعت صوتا يقول لي يا بطرس قم اذبح وكل فقلت لا يا رب ما دخل فمي طعام نجس أو دنس من قبل فأجابني الصوت ثانية من السماء ما طهره الله لا تعتبره أنت نجسا وحدث هذا ثلاث مرات ثم ارتفع الشيء كله إلى السماء وفي تلك الساعة وقف ثلاثة رجال بباب البيت الذي كنت فيه وكانوا مرسلين إلي من قيصرية فأمرني الروح أن أذهب معهم من دون تردد فرافقني هؤلاء الإخوة الستة إلى قيصرية فدخلنا بيت كورنيليوس فأخبرنا كيف رأى الملاك يقف في بيته ويقول له أرسل إلى يافا وجئ بالسمعان الذي يقال له بطرس فهو يكلمك كلاما تخلص به أنت وجميع أهل بيتك فلما بدأت أتكلم نزل الروح القدس عليهم مثل ما نزل علينا نحن في البدء فتذكرت ما قال الرب عمد يحن بالماء وأما أنتم فتتعمدون بالروح القدس فإذا كان الله وهب هؤلاء ما وهبنا نحن عندما آمان بالرب يسوع المسيح فمن أكون أنا لأقاوم الله فلما سمع الحاضرون هذا الكلام هدأوا ومجدوا الله وقالوا أنعم الله إذن على غير اليهود أيضا بالتوبة سبيلا إلى الحياة وأما المؤمنون الذين شتتهم الاضطهاد الذي نزل بهم بعد مقتل استفانوس فانتقلوا إلى فينيقيا وقبرص وأنطاكيا وكانوا لا يبشرون أحدا بكلام الله إلا اليهود ولكن بعض هؤلاء المؤمنين من قبرص وقيرين جاءوا إلى أنطاكيا وأخذوا يخاطبون الناطقين باللغة اليونانية أيضا ويبشرونهم بالرب يسوع وكانت يد الرب معهم فآمن منهم كثيرون واهتدوا إلى الرب وبلغ الخبر مسامع الكنيسة في أوروشليم فأرسلوا برنابا إلى أنطاكيا فلما جاء ورأى نعمة الله فرح وشجعهم كلهم على الثبات في الرب بكل قلوبهم وكان برنابا رجلا صالحا ممتلئا من الروح القدسي والإيمان فانضم إلى الرب جمع كبير وذهب برنابا إلى طرسوس يبحث عنه